ايه مكانك يا خرطوشة او حرب لا لا اللي هلب مني يا عدنة لا يا خرطوشة لا بنتي اعلا يا خرطوشة اعتني لبنتك انا حيالك يا سمار لا اعدي بنتينا بنتينا ما تلبسش نفسك جنافة قولي عندك يا خرطوشة انا خلاص مفيش حاجة اخاف عليها يا حضرة الصابت انا بتحمس يا بربيل المزيل اللي هلب مني وستخانه هيفرف وشه وقالة في القرن واش بالقوف مكانك خلاص ايه 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 اربس اللي هGroupينك يا حضرة الصابت بولة八ابت ميه بنتي ميه بنتي ميه بنتي هاتو هينها هينها افق يا كرد قتعد بالله واعل هورمي السلاح لو اطلقت خطمة هقتله و تقتله انت الايه معانك البيع دي الزابط اللي تداخد منهkekبانجته مالزمنتش تاني ها هتجquiera اغلب الزابط يا خرطوشة انا بحتعبيnia باشا انا هتقبلي اه انا بتاكر السلاحة باشا انت بتاكر ايه بتاكر السلاحة باشا cie بتاكر بتاكر اه باشا 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 هتاكر السلاحة باشا الاس villagers باشا ايه يا باشا انت تاجر فيه في الصلاح وصعده في المغزل يا باشا فين؟ في المغزل يا باشا حابب انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص خد السبون يلا يلا يا عم انت صدقت نفسك وقل لي ايه ايه بحسب ابن كديدك علي في عمو ولا حاجة كنت حتيجي في دماغك ولا زمانك شهيد اول الله يتخيل انت مقرد شعيد معتز قوم يا عم منسك ده الحرز يلا عشان النيابة تشوف شكلها بقى خلاص بسا افضل دربة الشماء تضعط لفند المغزل جوه كيف هند المغزل جوه فند المغزل شم عب مصر دي دي هاجي ركابه معك البوكس لو تقيني عليها لحامد كولني يا عد صغر ايه اللي حكاية مغزل حامد عملك حاجة ولا ايه عيد جباية داخلين مأمورية وانت مصنق مع الجدع جوه وده بيقد بريدل واخر ريدي بيقد بريدل واخر ريدي ايه جالوا تليفون تليفون معنا داخلين مأمورية عايل سيس يا عم اه طبعا عايل سيس لما بقى صابت محترق داخل مأمورية وديروا تليفون يبقى عايز يا دي بتاسم عم بص دوبنا سبعة الفول يا ست الكل سبعة الخير يا حسام ايه يا ابني انت فيه كلمتك كذا مرة ومتردش عليها ليه والله كان عند شوية تشيقل لسه بخلصه اه طب ما تتأخرش عليها بقى يا حبيبتي ما سفت السك بس انت بصير العروس بس انتك العافي يا حبيبي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله على السلام 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 ادهى وقدود يا حسام طول عمرك رجل المهام الصعبة يا فندم لا صعبة ولا حاجة دي الحمد لله انا اتشك الدبوس يعجبني فيك ثقتك في نفسك ثقتنا عليك فينا يا فندم هي اللي تدينا ثقة في نفسك ولا تعتعبينهم علي يا ولا ايه تقاسين ناس تتهنى وناس تتدرب بالنار بقولك ايه علمت على صاحبنا في العباية الاخيرة كالعادة فندم حالك لو خلعت ودوم و هتلاقيه معلم كله باشا باشا بعد يزن معليك ما تنساش فرح واختي النهاردة ناطمع في تشريفك انت والمدام ان شاء الله ان شاء الله ربنا نتمن بخير يا حزر شبعنا بقى باشا يوم فرح نفضت اليوم ما جيتش بياسيدي بنتي كان بتولد تتعوض الجواز الجان شاء الله معتز تقرير المأمورية هايبقى على مكتب معليك بكرة الصبح ان شاء الله فندم يا سيدي خليها بعد بكرة اكيد النهاردة بقى هتبقى مشهول وعامل فيها ابو العروسة هو بصراحة النهاردة هتبقى مشهول وعامل فيها ابو العروسة فعلا فندم ربنا يعيناك يا سيدي وربنا يتمن بخير كالترقال في خير يا فندم بتقمرنا حاجة معليك؟ شكرا للكم ربنا خير يا فندم تعليم باتك باشا شكلينا رجالة ربنا معاكو دايما الله عفوظ يا فندم تقلت سلام باش يا ابو العروسة دا دي نبيه دي لها يول حكومة هلو ايه يا حسام قلقتني عليك طميني عملت ايه في المأمورية؟ الحمد لله حبيبتي بسكنا الواد طب يعني ما كلمتنيش لت طميني اول ما خلصت انت عارف انا ببقى لقانا ازاي؟ هعمل ايه بس يا سلمة كنت عند المدير انا حطير على البيت ألبس البدلة وهجاهدك من عند الكفر طب قولي يا حبيبي هتلبس اني بدلة السموكينج دا لابو العروسة طيب إلبس بقى الكرفتة اللي جبتها لك في عيد ميلادك عشان هتبقى ماتشنج قوي مع الفستان اللي انا هلبسه ماتشنج ايه وبتاعي بقولك سموكينج سموكينج يعني بابيون يا سلمة بابيون ايه يا حسام؟ دا انا كده هضطرة غير الفستان عشان كنت بانية كل حاجة على الكرفتة اللي انت هتلبسها لا وعلى ايه؟ خليك انت بي الفستان وانا حغاري البدلة والبابيون وحلبس بادلة عدية عشان الكرفتة الحمر اللي انت جايبهاني حاضر يا حبيبتي مع السلام في لاحظة كده غيرت الكرفتة وعملي مسيطر وكماندا في الاول باس عشان لسه مختوبين كلهم بقولوا كده في الاول يسألنا انا اش معنى؟ لان في الموضوع دا انا قائد قولي قائد خايف من ايه بقولك قولي قائد قولي مثلك بيقولك ايه؟ اللي بتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنة اتفضل فدني ها؟ ما انا بقولك اللي بتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنة عارفها دا معتز انت بتفكرني بمين؟ بمين؟ الوقت محمى دا اخويا الصغير شمع؟ بسم الله ما شاء الله سكر زيك كده عسل عسل يلا يلا اه يا حسنة يلا دي الكرفتة يا ستة سلمة وحمراء علشان ايه متعملين لناش فيلم بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميك ويحروسك من العين يا ابني ويخليك لينا يا ماما انت لزي الأمر ايه دلعنا؟ ايه وان طبعا دلع ونص كمان تعرف يا حسن انت الوحيد في اخواتك اللي طلع زي ابوك واخد هبته كده وطلطه اولا ربنا يجعلنا زيه في اخلاقه ما يبقى الشكل بس يا ماما ومين قال انك مزيه في اخلاقه؟ دا انت تربيت دا يا وان المصيبة ان انا تربيت ايدك يا ماما المصيبة ان انا ربتك يا وان ها لانك ربتين صحة اولا في زي ما ما فيوش الله غلط كله شياطين بعد عني كله شياطين اما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يحميك منه طب دا يمشي مع الشياطين الجن هنعمل بقى في الشياطين الانس ان كل شياطين وسويسلك 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 لما الواحد هيروح في داول ايمانك بالله هو اللي هيحميك من الشياطين ومن يتق الله يجعل له مخرجاً شكرا الله العظيم ونعمة بالله ادعيلي يا ماما ادعيلي ربنا يحفظك من كل شر وسوق ويكفيك شر الشياطين يا رب امين يا رب العالمين والله يا لسه بسرتك لسه بسرتك طبعا انا قاعد مرمي في الوادي الجديد وانت قاعد هنا واخد كل الدعا وحشني والا وانت يا رايد اخبارك ايه جيت انت انا قيب من الوادي الجديد من ساعتين الله مش فتاكش يعني مانا كنت هركان اوي دخلت نمت لسه صحي دلوقت واعد معنا كم يوم قول لي بقى يومين وراجع زي كل مرة فرح اخوك اخر الشهر لو ما حضرتوش حتضحك وبعدين الواحد ما بيغلطش وتجاوز جن مرة واحدة فالعمر لا ما تلاقش قدمت على مرضي وقعت فاري بيزك عاشين يوم اللي اقول لي انت ما عملتش فرحك انت وسالما ليه مع شاهندا وساه ايش حال ماكنوش اخوات زيكم ولا انتو غنيو انتش احتاطونا وخلاص سالما يا سيدي اصرت قالتلك ده هي ليلة العمر اتبقى ليه لوحدة انا عايز يا ليلة الواحدة الله ما هي عندها حق يا ابن هي الواحدة بتتجاوز كم مرة مش كده ولا ايه يا راي تمام يا مام تمام طب يولا انا هاخد بقى البنات كلهم واسبعكوا عالكوا حسن بنات ايه اللي تاخدهم يا صاحبات شهندي وانت مالكوا من صاحبات شهندي ما انا قلت ازنقم كلهم في العربية الصغيرة عشان نسابلك العربية الكبيرة يا عم انت وماما ولا ارسان يا توزنقم في العربية الصغيرة انت يا سياد ان انا خاطر براس بروح اجيب خطرتي واتروح تجيبها ليه ما تيجي مع اخوها يا موها يتنية ليه جا أخد العروس يا ابني انا هروح اجيب لها من عند الكوافير وابعدين كنت اينجيلكو هنا عشان نطلع ورمعه بعد في الزفة الله قول بنات يركبوا مع حسن في العربية الصغير يركبوا مع أحسن فين يا ماما يركبوا مع أحسن فين يا ماما هم ياخدوا تاكس والليجوا ماشي مهياخدوا تاكس والليجوا ماشي لأ تاكسي ليه مانا موجود انا هتركب صاحبات اختك في تاكسي وتشاحتاتهم انت دفقد خالص خالص يا حسام ما يصحش البنات قاعدين مع اختك من الصرح نركبهم تاكسي ينفع ده لا ازاي؟ اخدهم وروحنا خطرتك يا جيما من عند الكوفير وارجع اخد البنات قمر الله اوعي اوعي يا حسام بص قدامك يا محمد يا ابني بص قدامك لانعمل حادثة كده انت تبص عليهم ليه؟ عارف يا ماما ابنك حسام ده مبخت من يومي انت هتقول لي ده اخويا وانا عارفاك كويس طبعا محزوز مش خطب اختي وليه بقى ما تقولش ان هي اللي محزوزة عشان مخطباله خلاص خلاص ريحوا نفسوكو هم الاثنين محزوزين الله الاغنية دي حلو قوي يا حسام نسي نسي بفكر يا حسام لما رقصنا عليها انا وانت في عيد مرات شهندا من سنتين؟ رقصنا هي نسا جهان وسنتين لين وشهندة ايه اصلا هو رمي بلى هتودينا في داية انت بتعرف ترقص يا حسام؟ ها؟ بتعرف ترقص؟ بيرقص حلو قوي لا والله والله هاي انا يا دوبك بفك الخط في الرقص يا حسام لما جهان بتبالغ بس احسانا بربيها من وهي قد كده طبعا لأ 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 الرقص ده احساس وانت احلى حاجة فيك انه عندك احساس حلو قوي خصوصا لما يرقص سلوب هو كمان سلوب؟ اه ايه يعني انا بتبالغت مش بقول لي بتبالغ اه تبالغ ليه؟ انت كل حاجة دايما كده دايما بتبالغ دايما بتبالغ لا اه انت مش عارف ايه انت نفسك والله يا بختك بيه يا سلمة يا بختي فعلا طب لحظة بقى كده نسيني خالص ايه يا حسام؟ ما لك قفلت القنية مرة واحدة كده ليه؟ يعني اصلحنا على طريق واربع كوتشات وحطة حديدة في الهوى ما حدش عارف بقى يعني الواحد لو لا قدر الله حصل حاجة يعني بقبرة قرآن في سره وبيعمل حاجة مفيدة وانت يا سلمة بعد اللي اسماتي مني يا انيسة جيهان عايزة تكملي كملي مش عايزة كل شيء اسمها نصيبة بنت الناس ترخيرك يا جيهان يا حسامي ابن المحظوظة يا والا بصوا قدامك هنعمل حادثة اه محظوظة 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 شكلك اخر مرة حتشوفها يلا يا رزل عيني يا عيني عيني على الولا الحمدل على السلامة اتأخرت ليه؟ ما انت عارف يا باشي والي جاي لازم ان اقمن نفسي العيون كتير والبصاصين اكتر طب تلاقى حوامك يا باشي باشي اخر الاخبار ايه؟ دياب اتجوز بنت اسمها حتمة من عيلة الطرشنة عمها يبقى صادق طرشنة عدو مجلس الشعب عن دايرتهم هناك دايرتهم دي عمالة توسع وكل يوم بيدخلها عدو جديد واضح يا باشي ان صادق دي هيبقى شريك معاهم في العملية اللي جاية وده طبعا هيقوي موقفهم ويخليهم في العلالي على الاخر اخرتهم على ادايا ان شاء الله تطلع الجاية دي امتى لا انا انا ما عرفش انا عارف ان هم بيرتبوا العملية كبيرة لكن كل التفاصيل لحد دلوقتي ما عرفتهاش اسمها على وطرت اقودانك كويس يا باشي انا زرعك هناك مش عشان تقول لي ما عرفتهاش عشان تعرف لي دبت النملة مش قادر زي ما زرعتك حقلعك يا طهرة مستيق ما تقلقش يا باشي طالما زرعتني والنعمة الشريفة حتحصد خير ان شاء الله تايم اه يا باختي والله لو ما كانت جواز حلالة كنت رجمتهم الاتنين ايه الجاية دي انت غيران منهم ولا ايه؟ بصراحة؟ اه غيران مش معنا هم يعني اه واحنا مش اه ليه؟ ليه؟ انت مستعجلة علي ايه؟ يعني انتش مستعجلة؟ نعم مستعجلة بس يعني طيب ما تقول ليش بقى مستعجله زي بس ايه بقى بس انا مستنى اليوم ده من اول ما اتولدت فا يعني ايه؟ في حاجات معاينة في الفرح عايزة عاملها بالطريقة اللي انا عايزها فعايزة نظامها صح بس اوعدك انه كله هيبقى صح كل شيء هياخد حقه وكله حقه اغربية التلفية يا سنين هلو يعني ايه لعائل زواغت منه؟ انا مش فاهم حامد لا بيأمل ايه؟ هما دخلو كلية شرطة ازاي؟ اقل عليها مراقبة زواغ منه ازاي؟ ماشي ماشي انا جايلكم انا جايلكم سلام انا مش فاهم حق جنن والله والله قاسف يا سلمة وحاطة ربنا غزبا عنه ديك سامع المخالمة بنفسك حامد اصلي كان العائل عليها مراقبة فا مزعليش مني بقى ليه بفرجع رايس؟ ليه بفرجع مفيش نصيب ميش نصيب؟ يعني ايه حالد فيش وايتعال بثلاثة عريفة لا راحة ولا امامة كلف اقترعيبهم تجي تقول لي زواغوا مني يعني ايه؟ ما هو باش حاصل اللي ما هو ايه؟ انت حتمهمها ليه؟ تعرف انت خسرتني ايه التصرفك ده؟ انت ضيعت مننا تعرف في الخيط اللي حوصلنا للوقت بتاع السبتية اللي حدخين عليه؟ يا باش العائل دخلوا من عمارة خرجوا من الباب التانية باش اعمل ايه؟ والمغمورين اللي معاك ايه مش هيشن فانت بتعمل بلاي استيشن ولا بتنص مصاصة ولا بتعمل ايه؟ انا مش فاهم ايه اللي تعمل ايه؟ ده مش رد يا باشا؟ ده عزرة احمح من زنب يا باشا؟ قال فيهم وراه بقى انك ترصد المتهم بتاعك وترفع عماخ الدخول واخروب يا باشا مش تيجي تقول لي باب وباب؟ يا باشا مانوش لازمة الكلام ده انا عندي خطة جديدة وحنزل اجيبلك لعلدي بتاعك بصني اصغرني بسورني انت عايزت فايشتي انت خب بتاعتي؟ يلا باشا سلام يا باشا فيه احس براحل وقت شوية ده انت غسلته ونشرته كمان انت مش شايف يا معتز كل مرة يجعني بمصيبة وكل مرة بصالح وانزلوا مأمورات ومتعلمش بسم الله يا ماشاء الله الله واكبر عليك ما يجيبها الا رجالها حبيب يا ماشاء ربنا يا حميك يا رب يا معتز احسنت مش حامد يا انت زبط تخليك سيحة في نادي مش حايفة عينوه زبط ازاي؟ يا حاجة بتطلناني في الأسبوعين اللي هسافرهم دول اللي انت موجود هنا تلميزة يا كباشا تلميزة بس؟ تلميزة بس يا تلميزة بس يا ايه الابدلزة والله؟ ايه الابدلزة والله؟ اابدل ايه الابدلزة بادر يا ابن انت مزنوقا لايه؟ لا والله يا حس بس رأي مان جتلينا فكرة كده ننقل في شقة تمليك في المساكن الشرطة ونترحم الاجار الجديد والله يا عين العقل وهو تبقى جار يا شقيق بس المشكلة المبلغ لسه مش جاهز وروحت الابوه يستلف منه واخوها الكبير واقفلي فيها تانى اخوه ده تانى وهو ما بيتوبش اخوه ده حطك في دماغه ليه؟ والله يا العظيم لو مش اخوك هم معتازل نسعلش منه انا كنت علقته لك من رجليك بس بيني وبينك تحسبهاش سابها على الله قدينه هو لسه مجوز اختي شهندة وداخل على جواز وربك بيسهلة والله يا عم بالله بتعرف الاكتر حاجة بتعجبني فيك احس حاجة واحدة بس انا متعزل بين ثلاثة ربعة لا بس بجد والله اكتر حاجة بتعجبني فيك ان انت رميت وكالك على عربانه ولعم بالله رزقك هيجيلك هيجيلك واللي من نصيبك هيسيبك صح والله خلط؟ صح ايه العريس واصل اهلا ازاك يا بنات؟ الحمدلله على السلامة يا عريس بسم الله ما شاء الله شاكلكم هتبقى ستات بيوت ايه؟ عبانة نزركم فيت العدل كده يا ربي يا ربي يا حسامي يا رب مو مستعجل عليها يا اختي العروسة فيه؟ العروسة في القودة بتوضى بالدولاي ثواني وانده ايه 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 تجيت؟ لا لسه اخدي راحتك على الاخر اكني ما جيتش اكني مش مقبولة ايه 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 يا مرتبة أهو أسهل حاجة إن الواحد يحط في إيه حسين مالك؟ استني استني في إيه؟ خير يا رب الله ما جعله خير استني شكلنا أخذ معيني بالبنات اللي بره جيه مش عارف الدنيا بتلف بي حاسن عايزة أطلق لك دكتور؟ مش عارف أفيا أنا باني حامل وأنا إيه؟ إيه ده؟ تبتعمل يا عالصبح كده؟ إزاي تجي من غير أزلي؟ وإزاي تشوفني بالبيجامع ده حتى فالوحش على فكرة أنا مش جاية عشانك أساساً أنا جاي أفطر مع حماتي حبيبتي لحد ما سعدتك تسحى وتاخدوش بعدين بقى نروح نجيب شوية حاجات ونروح نجيب النجف من ضرب البرابرة ضرب البرابرة؟ يا بنت صالت أحبابا وعنالي فيه إنجليزي وديزاينر والخمسة دول ها؟ بطل راغي بطل راغي وخش غير هدومك عشان نفطر سوا قبل ما تنزلوا قبل ما تنزلوا؟ تش نزل معنا ولا إيه؟ أنا مش هجيب حاجة على زوجك الموم لا كل حاجة هتيجي على زوج سلمة على زوج سلمة؟ قولي له يا طانت مين يا طانت؟ انت معا قول علي؟ أنا مع الحق مو مع الحق قادي آخرة اللي امرأت وتبقى صاحبة أمه طب هو ياباو الديني لأنا مغير ريئي ومغير هدومي ونازل ضرب البرابرة عام ديه عوض يا حبيبتة عوضي عوض يا يا انت بزميتك تعبت من ثلاث ساعات ماشي بس عوض يا سلم عوضي رقا تعبت والله يلا عزيز انت عبت ما يا دراقف انت ايه دا يا بسم الله ما شاء الله عليك ليه دا على اساس ان انت يعني في شغلك قاعد على مكتب مش قاعد بتجلي ورا مجرمين وكده ودرب رصاص وحاجات كده؟ يا حبيب تجاري ورا الحرامية أسهل بكتير الحرامية بيخده دقيقتين ثلاثة وبتنشيل صاصة يتخلص يا عليك يا تقبض يا عليك يا بيهرب يا بي نشني هو رصاصة واخلص وارتاح انما ثلاث ساعات ماشي على رجلي وايه رأيك يا حسام وقل لي زوقك يا حسام واتسوا يا حسام حرام ما يردش ربنا ده؟ انا غلطانة هنزل اكمل لوحتي ولسه فاضل حاجة تاني عشان تشتريها؟ يعني فاضل شوية حاجات صغيرة كده حلو حاجات صغيرة يبقى انا مليش فيه انت بقى تقدري تقي يعني مع نفسك طب والنجف نجف؟ ايوة النجف يا حسام طب وهنا يعني انا لازم انزل اشتري النجف؟ ايوة طبعا طب بص انا هقولك على حي انا هقولك زوقي في النجف وانت اشتريها انت انا شايف ان احنا نجيب نجف نحاس يعيش العمر كله نحاس ايو حسام ده انتهى من زماني ايه مفيش نحاس البلد؟ بطغي زربة مبهزرش والله العظيم يا سلم طب بلاش نحاس كريستال نجيب نجف كريستال كريستال ايو نحاس ايه؟ انت قديم قوي قديم؟ ايوة دلوقتي فيه حاجات ألترا مودرن حلوة قوي ايوة دلوقتي حاجات ايه يا اختي؟ الترا مودرن الترا مودرن هي البغبغة بتاعتك دي اللي هتجيبنا هورا انا ما بفهمش الكلام ده انا راجل زي ما انتي قلت كده قديم قديم ما فهمش بالكلام ده شوف انت اللي انت عايزيه او انا واثق في زوقك؟ هتيجي معاي مش هاجي معايك واثق في زوقك يا سلمة بقى ارحمين انت عرفت زوقك منين؟ انت عرفت زوقك منين؟ إلا عرفت زوقك منين؟ اشوف العسل ده اقول ايه بيت الموزوق حلو دي اهو تروح الوحدة بقى برضو هتيجي معاك نجيب النجف برضو هاجي معاك دي؟ طيب بص يا سلمة انا هاجي معاك نجيب النجف بس توعديني تجيبي حد يعلق النجف ونتغدى الاول ممكن؟ ممكن طب عارف اكتر حاجة بتعجبني فيك ايه؟ ايه يا حبيب زكائك زكائك والثقاتك بنفسك طبعا يا ابني قالوا العلمة فعل من نفس سر نجاحة السكم بالنفس يا وادي يا جامد امتى؟ طب عارف يا سلمة انا بجد من قلبي بتمنالك ايه؟ ايه يا رب يبقى عندك اكبر بيت ازياء في العالم يعني مثلا زي كوكوة كوكوة كوكو شانيل كوكو شانيل لا طبعا يبقى انت كده لسه ما فينتنيش على فكرة ليه؟ عشان انا ما يفرقش معايا الفلوس والشهرة والحاجات دي انا اهم حاجة بالنسبالي اني بقى مجتنعة بالشغل اللي بعمله وبعناكحة فيه ان شاء الله يحقق لك كل اللي بتحلمي بيا حبيبتي من بقىك لباب السماء يا رب بس عارف انا مش تغربة يعني شوية انك مش غيران ان انا ممكن في يوم الايام بقانكحة زيك ده يوم المنى اولا لانك حبيبة قلبي ثانيا لان انا كمان عندي طموح وانت فكرة كان عايزة بقى ضابطة عادي كده انا بحلم بقى في يوم الايام وزير الداخلية لا واضح ان طموحاتنا مختلفة خالص يمكن بس الهدف واحد اننا ننجحها ونعيش حياتنا من غير سقف ولا قيود بحبك وانا بقى مكسيك بحبك امك في الحمام قعد بخبط عليها ما بتردش خير يا دكتور طمنا الحمدلله جات سليم امام بقى زي الفل ما تقليه مش عليها امام الله حصل ده من ايه يا دكتور السكر كان عالي عندها شوية من الواضح ان اقلق بطي شوية في الاكل مش منتظم على علاجه خليه عنيك عليها يا ولاد ربنا خليك يا دكتور بتشكلينك انت خيرك تحت امرك صامر الله عبنا خليك خليك انا خلق امك ليت مصر الدكتور مفضل الفان السلام عليك السلام عليك الله يسلمك تعدوش بقى تقلينا عليك كل شوية لوحي مش حامل الخضان دي انا مش ايه لك امك تاخد الدهو في معايده ايه ده عشان امك تعبان ايه مش المفروض تتعب يا محمد جري يا حسام هو بس من ساعة ما شاهندك جوزت ومحدش ميتابع معاه يعني شاهندك جوزت امك تروح مننا انت بتعمل ايه وانا بعمل ايه مش قادة تاخد بالك منها قولي قولي وانا على الجنبه انت مش شايف انك عصب زيادة حبيتين زيادة؟ حياة امك قدامة كلمة زيادة؟ مش قصدي بس انت مكبر الموضوع يا حسام لا ان الموضوع كبير انت العائل صغير ومش قد المسئولية فلح بس تدور وتتصربح في النواد والهابل بتاعك ده خلاص خلاص يا حسام ما تكبرش الموضوع يا حبيبي انا بنا قدامك حلو زي الفول له او انا اسفه وانا انا عليت صوتي وانتي موجودة انا عليش يا حبيبي انا مقدره مقدره بالله حسام ايه فعل ده يا ام انت على صالح اخوك خلاص يا ماما مفيش حاجة انت عارف ان انا لغاية امك وبالجنب تاخد بالك من امك يا اخويات كبير ومن حقك تعمل اللي انت عاوز وانت عاية الرزي لا بس بتربح بصراحة بتربح هو انا طلعت من الدنيا غير بيكم ربنا يخليكم اليوم متحرمش منكم ابدا ولا يحرمنا منك يا ست الكل ما احلس ما احلس اخوان اهم طب ما هوم عاية ما هوم انا كمان اقعد بوز وانا بوز بقى بسيني اوه ماشي ما اقول لي ايه اخبار رجالة بتوعب في الصعيد وواجبها حديد من جنوب سيناء كله تمام يا فنم ما بلغهم تعليمات ساعدتك كله تمام انا عارف ان الحملة قيل عليك بس انت قدها قدودي بتقوم بواجبك تمام بدليل الاربع زبطيات في تلت شهوك يا فنم المتبرجة في ساعدتك كله بدعم ساعدتك يا باشي على فكرة نجاحاتك دي وصلة للسيد الوزير عايزك تحافظ على النجاح ده وبنفس الحماس عشان ترفع راسنا فوق بقى ان شاء الله كله بحس ساعدتك يا باشي انا عارف ان انت بتجهز لفرحك ومشغول لششتك عشان كده عايز ينزل زابط معك ايه رايك بقى عايز عادل ولا حامد لا 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 حامد يا باشي حامد يا باشي عزيلي المأمور ده تخلص من نجاحة ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا فيه ليه ابو سئدك بلاش حامد يا باشي انا وهو ما بنتقبلش في طريقة الشغل يعني شغله ما بيعجبنيش يا فنم انا معايا معتزة ولو احتاجت الزابة زيادة هيقول ساعدتك خلاص اللي رايحك وربنا يوفقك الله يكرمك يا فنم تعليمات ساعدتك شكرا شكريم حدها ساعدتك حببنا مع السلام يا عريس مبروك حبيب مبروك حبيب إبني حبيب ربنا ما إحرمينش مني ال gratitude مبروك يا حبيب الله يبرك الله أبحرمي ت kherem مبروك يا حبيب دعوه بقى يا سعيد يا دنايا يا بنتي مبروك يا حبيب الله يباركش مبروك يا دنايا الله يباركش يا حمادي فيش مبروك لجوز بنتك لا ازاي مبروك؟ الله يبارك بحضرتك خلي بلا اتمنى في علايا الاتنين ببنت الوحيدة يلا يا سعيد مبروك يا حسابة الله يباركش مبروك يا حسابة الله يباركش سعادتك مبروك يا عروسة مبروك يا عروسة تكلميني يا ام توش هالي يلا بسلامة يا بنتي خدوا لك بالقوش مش فاغن والله تروحوا بترجعوا لنا بالف سلامة يا نور عيل يخلي بالك منه يا سامة عايزاكوا بقى تقضوا كده هنمون حلوة تنبستوا المكان هناك يجنة كنليجي بحالة انت يا اختمل كيف تعمل ماشي بسم الله الرحمن الله يا يا عم انت اتخذ من اولها ولا ايه انا حجزتركوا في نفس القوتيل وفي نفس القوتيل نفس القوتيل ماشي نفس القوتيل لا تاخد مراتك وتروحوا انت نفس القوته اقول لك ايه انا محمد امك اه مواعيد الادموية اولا كلمان انا فكرت رحمت ابوكو فياش احمام اقول لك ايه وانت بعد حدد الفرح هتعمل ايه وانت هتبدل رئيسة طول عمرك كده انت ماذا كعمل ايه اعتبارها مأمورية يا باشا يبقى مأمورية سعيدة هتعمل يا باشا يلا قبل ايه يلا مش عديد ما فيك بالزحمة دي يلا السلام عليكم عقبال عمدوكو جميعا عقبال عمدوكو جميعا مش عايز تحيي سات اللوة تحيياتي بقى لسات اللوة وقلينه ان انا بشكره جدا جدا على عشرة يام ايهم دول السلام عليكم باي باي كده لو قلتلي الجواز حلوة ولا وحش مش عايز اتطمينين انت شراحة قال انا يا حسين معادة بفكر كنتي الكريمة جدا سلمة؟ قال انا من ايه؟ يعني خايفة من روتين ما بعد الجواز روتين ما بعد الجواز؟ يعني ايه روتين ما بعد الجواز؟ كل البنات اللي تجوزوا بيقولوا انه الجواز شهر العسل وبس وبعد كده كله ملل وروتين كله ملل وروتين؟ يا السلام التلام ده مش معايا ماما انت معاك يا حسين انا شخصيا شخصا متغيز احب التغيير واموت فيه زي عنايا يا سلام؟ بتحب التغيير؟ يعني انت بعد شوية تيجي تقولي انا بحب واحدة تانية وعايزة تجوزها؟ شفت انت سيئة الناس ازاي؟ شفت انت سيئة الناس ازاي؟ هنقصوا للتغيير يعني هتلاقيني بفاجئة يوم هقولك يلا سلمة حضر الشنطة هنسافر دلوقتي يوم هقولك البيت بقى ده متقيل يلا لغير البيت يوم هقولك يلا نعمل اي حاجة المهم مش هيجيرك لا زهر ولا ملل ولا روتين ولا الكلام الفوضي ده كله المهم انت بقى ما تعيش في الاخطاء اللي بتوع فيها البنات التانية اللي اول ما تتجوز هم؟ اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ البنت من دول تبقى حتنوت عالجواز اول ما ربنا يكرمها براجل تبتدي تتنمرت بقى اول ما ربنا يكرمها وتخلف تنسى جوزها ده خالص اكيد انه جدي قاعت في البيت كل الوقت لولادها ده طبيعي يا حسين يسلم؟ لا طبعا مش طبيعي الست العقلة هي اللي تقسم وقتها ما بين جوزها وبين ولادها الرجل مننا برضا سلمة يحب يتدلع يتشخلع يتقلو كلمة حيلوها صح ولا غلا؟ ايو بس انتو برضو لازم تعرفوا ان الولاد بياخدوا من وقتها ومجهودها كتير انا شخصيا حغير حتى من ولادي خلاص يبقى بلاش ولاد من اساسه استغفر الله العظيم بتقوليش كده الحسين ربقانا يا حرمنا ان النعمة دي ده انا حموت مستنى اليوم اللي تجي فيه سلمة الغنونة كده قاعدة العب بيها م شفت بقى دك قلتها انت هتوأة العب مع سلمة صغيرة وهتسيب سلمة كبيرة لوحدة انا هقعد للعب مع سلمة صغيرة هتسيب سلمة كبيرة طب اي رھك بأننا نعيز العب مع سلمة كبيرة دلوقتي ايها وصيب اللي ايه حس doubledき ايه وانا جايب من جامعة الدول عربية هنه هيزا العب مع سلمة كبيرة دلوقتي قومي يلله قومي يلله تعني مارك يا جماعة انا حالة العب مع سلمة مبسوطة؟ ق specifications قولين عنك مبسوطة؟ يعني مش مبسوطة قوي يعني مش مبسوطة قوي؟ مش حل لو ما بقلناش أسبوع متجوزين يا سلم؟ أسبوع؟ بنزيلك فاتو كنون أسبوع؟ اه أنا بقى بنزيل لي كنون يوم ايه رايك بقى؟ شوفت أنا أحسن منك ازاي؟ اه بتكسر فيه يا طب ايه رايك بقى ان انا فاتو عليك كنون ثواني؟ ايش معنى؟ ساعتي وقفة ساعتك وقفة يا حسن؟ سلمة ايه يا حبيبتي؟ سلمة ساعتك وقفة؟ سلمة ما ينفعش كده بنزيلة بالسلم؟ سلمة يا سلمة ما تجرنيش وراك يا صح؟ سلمة يا سلمة سوري سلمة مي وايف مي وايف مي وايف شي لبتي مي أندرانوز ده بسكليتة سلمة ايام الكلية بقى كانوا ركبونا من غير سرج ومن غير سرعة يا مطالبة الدغداغة صف الزبط يقولنا اركب هتعملي ايه؟ لازم تركب هاش يا زار؟ هو ده اللي علمنا ركوب الخير ايه ده؟ ايه الرزل اللي يكلمني دلوقتي بصورة حبيبتي لازم اردك علو يا طهر ايه اللي أخبارتهم مني؟ قلي عرفت معاد ومكان العملية الجديدة خلصني المكان عند البحر الأحمر على الحدود مع السودان والمعاد امس؟ يوم الثلاث الفجر طيب يا بقى اتكلمك تاني عشان نعرف كل التفاصيل ها؟ الله كريم سلام سلامة عندي لكي خبر باية احنا لازم ننجل مصر بوقت الحاجة ايه لو حسنان فيه ايه ايه اللي حصل؟ ما عليش عندي مأمورية مهمة جدا لازم مقموط في مصر البلادي بس احنا مكملناش اصبوع ليك عندي اول ما تخلص المأمورية نرجع نقعد اصبوع اتنين شهر اتنين زي ما انت حايزة زي علانة صح؟ اوامرك يا ست الرائد انا اعمل ايه يعني ما هو شبك؟ انا اعملت تستلاتي بقوات الجيش وحرص الحدود عشان يساعدوكم في المأمورية واظنوا كل واحد منكم عارف هيعمل ايه بالزبط ان شاء الله يا فن بيزن الله اهم حاجة عندي السرية في تنفيذ العملية والقفض على المهربين وهما متنبسين مفهوم؟ تمام يا فن اي اسئلة تانية؟ ما اعتقدش يا فن بتمام ان شاء الله ان شاء الله تفضله وربنا هو وفقه استنى انت يا حسام عايزة تفضله يا حب لله يا رب هو احنا يعني ولاد البطة السودة ماذا درطم تقول ايه؟ مش معنى يعني سيادة اللي هو عايز حسام على انفراد؟ ولا هو مفيش غيره على الحجر؟ وانت مالك يا عشري ما تبص في طبقك مش طبق غيرا طبق ايه؟ هو ده بيكفي طبق ده مكوش على الحلة بحل او مستيبلينا جريفة فيه يا ستر يا رب ده انت نفسيتك زبالة يا ابن حسام ده اكتر واحد بيتعف في الادارة دي ومشاء الله سجيل لابده زي الفل اللي بنسعت ما تخرج وبعدين قلبه جامد ما بيخافش وده اللي بنجحه ونخلي كل الزباط بسومب وزايف ده اللي انا انا مش هايزها بقى زايف حتى لو قصت والله ما تبقى ربعه شفت يا محروس ازاي بندخله البطاعة؟ اه شفت واوعدك يا ذياب اني هتعلم ان شاء الله اخوي يا جابر لك يا سجاب لك يا محروس جيفك الحمد لله مش بعادها دياب تاجي وتستلم البضاعب بذات نفسك يتفرج محروس عالشغل وبيجي واحد من نينة بلك انت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل لا يعرف يستلم ولا يخزن كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس وبعدين يروع يأكل حمام وينام هاة جابر ديب ملك الدخيل والتغزين والتشوين كمان والتوزيع واللزيط ياك ان ده منستش امو يا رجانة قوام قوام اشتركوا في القناة 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 ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام اشتركوا في القناة 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 انا مبركش بص انا مش شايفة فيك اي حاجة وحشة بس في حاجة واحدة بس بتقريني منك وبحاول مفكرش فيها كتير ايه ما تورهوشنيهش ساعات بحس انك شديد قوي في الحق طب وده غلط لا مش غلط بس لو زاد عن حده يتقلب ضده مم شديد في الحق طيب بصي لو كنت شديد في الحق سميها بقى طبيعة فطرة سلوة عالتنا سميها زي ما تسميها ايه بس انا بس اصلا مل اكمل كلامي اهدي بالله كده اكمل كلامي ايه انا حوالي يا ابالسة كتير اسمي كتير قوي وشداد شداد قوي بس في الحرام عشان كده لازم ابقى شديد في الحق طيب ممر عشان قاتري تاخد بالك من نفسك شأنه مليش غيرك في الدنيا من نبي ملكيش غيره في الدنيا طيب ماشي عايزك بقى تشدي حليك كده وتزبطي نفسك ها عشان حاجزت كم يوم في الغرداء انكمل شهر العسل اللي اتقطع ده بجد؟ اللهي طب هنسافر امتا؟ بص يا ستي اخلص خطو بتلات محمد وقفل شوية حاجات في الشغل وامطيل على طول طب ونبي قولي قبلها يا حسين عشان انا بحبش المفاجئات انا بقى ما بحبش غير المفاجئات مش قلتلك انا بتاع تغيير يوم كده يوم كده امر كده امر كده وعملك حتة مفاجئة بقى دلوقتي ها مش عايز تعرفيها؟ اللي اعايز استني بس الماد في الوقت اللي كل اسكينجد عسيني بوص عليك وهم ضعينك يوا انا ما اعرفش عنه اي حاجي لا يا راجل لو انت ما تعرفش ان دياب هربوا بيراحلوهم المحكمة لا يعني سمعت سمعت زي زي اي حد لكن ما اعرفش هرب راح فان ولا لقم الفلاحين ده مش هيكل معاه هلا ها أنا زرعك بسطوم عشان تجيب لي معلومات مش عشان تقول لي سمعت ما عرفش الحبتين دول من الخمسة دول أنا اللي اخترطوهم يا باشا أنا مهما كان هناك حتة خدام لرحوة لجي وهم لا يمكن يقولوا معلومة مهمة زي دي قدامي لو أنت مستنيوا لما يقولوها قدامك يا بني أدم أنت شغلتك ترمي وتسمع تتطقص وتيجي تقول للمعلومة شكلك كده طهر كبيرت وجلدك تخن عالشغل أبدا والله يا باشي بس أني كل اللي بسمعه هناك يعني معلومات ما تستهلش اللي أقولها لك وإنت إيش عرفك يا حلوف تستاهل ولا ما تستهلش أنا اللي أقول تستاهل ولا ما تستهلش اسمع على فتح موخك معايا وركز في معلومتين تقب وتختص تجيبهم لي من تحت الأرض الأولانية مكان الولد ياب التانية دليل إدانة على منصور يا إما عملية جديدة يكون بيرتب لها علشان نمسكه ومتلبس ونخلص من الفيلم ده ونقفر القضايا ونرايح دماغنا بقى أوامرك يا سعد تلباشي وتاخد بالك من نفسك سل لو حسوا بحاجة ها حيتبحوه ربنا يجيب العوائب سليمة ويسطورها يا سعد تلباشي ها مين يا رب يعني يعني مش عايز بني حاجة تانية سلامتك يعني أمشي والله لو مش عايز تمشي ممكن تعوم اختار واحدة منهم ويعدي لغاية تلاتة لا لا خلاص يا باشي اتنين خلاص حامشي يا باشي خلاص والله مش عامل حسابي حعمل ازاي انا يالله يا باشي كفتر ألف خيرك سلام عليكم سلام عليكم سلام باشي سلام يا باشي ازل بقى مفيش احلى من كده أربعة يام في البحر لا قوتيل ولا وجع دماغ الوقت أحمد صاحبي ده وقت جدا عاوني ما فكرش مرتين أم أقولت له عايز الملك ايه رايك بقى في المفاجأة دي على فكرة أنا كمان عندي مفاجأة عشانا مفاجأة؟ ممكن تيجي توقعات جامدين؟ هيجي عبي يا بانك ها ديني جيت يا ستة اسمع؟ اسمع هنا؟ ها مش سامح حاجة انت سامعك وفاهمك توال قوي يا عسانا ها انت اسمعتين يا بنتي مش سامح حاجة تستهبت؟ حلف والله رحت بالدكتورة وقالتلي يعني سلمة الصغيرة جاية؟ وحلعب بيها؟ حيبع عندي يا سلمة الحمد لله يا ما انت كريم يا رب الحمد لله يا رب حب أعب حب أعب يا بحر لا 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 انت تيجي هنا تعري كدك وقعودي هناك متحركيش وما تلعبش في أي حاجة لا استعمل يا ستة ما الكيش دي عايش تاكلي؟ عايش تاكلي صح؟ أنا هعمل لك الأكثر يا ما انت كريم يا رب لو وعي تلعبي في أي حاجة جبنا عايش فاكهة في حلوة الحمدية كمان دي وقا اه اه الحاجة دايك اليادي وانت بسمع مرد الحمرة او الصفرة او القادرة اه الله هتبقى قد الحسيم ضمها تفرح قوي عشان البوتاسيوم ده بتاسيوم صح؟ ده بيه ده أكيد بيعمل حاجة التفاح أكيد بيعمل حاجة يا محمد ده وقتك علو يا محمد خير إن شاء الله ما تحذر فذر كده أنا عاوزك فيه يا سينيو ده وقته وقل لي أنت فيه إيه سيادة اللواء هاني نقلني معاك الإدارة بتتكلم جد؟ والله يا زي ما بقولك كده ألف مبروكة حضرت الزابط بسم الله ما شاء الله ده أنت جد تحت درسي سبعة الصبح تبقى على مكتبك حدورك مكتب كل ساعة وأنا تحت أمر تدوير مكتب ساعدتك ما نعارف لك تحت أمري أنت مش عاوز أي حاجة؟ ولا ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة بوصل إيدي لأمك بس وقل ليها تتعلم أخذ بالك من لغاية برجع يا عادي إيه يا عم أنت مالك مستعدت كده ليه؟ بقولك إن قلت معاك بتقفل معايا ليه؟ لما جيلك لما جيلك سلام سلام علشان إنت يا دي أنا حاج لك المالي علشان إنت يا دي هناخد دي بدل ها الكوي الكوي أكيد برضو ليه لازمها يضا يا دي أنا يا دي أنا سالمة يا دي أنا يا دي أنا يا اللا سالمة سالمة الأجيك منطرف واحد حبيبا لا لا يا ده سلمك هديتك يا عريق اشتركوا في القناة 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 طم مني حسام ولاي حاجة استنوا علي شوي استنوا علي شوي حبيب ألبي الحمد لله يا رب حبيبي حبيبي أبني الحمد لله سلامتك يا حبيبي ألف سلامة الحمد لله على السلامة يا حسام نورت بيتك ايه حسام بقولك نورت بيتك اتوحي دي الله يا كده هيله إلا الله هيله إلا الله هيله إلا الله انا عارف إن الصاد مكات شديدة بس ده قادر ربنا ولازم نقباله نعمة بالله نعمة بالله طب بقولك ايه ما ديه طوال معنا في البيت اليومين دون على قلة تجوزتنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله انا عبت هنا محمد مع سلمة أستاذ بالله بس يا حسين سلمة هتعد مع سلمة إزاي بس محتش بسدك اني عبت مع سلمة؟ الله يهبت مع سلم تفكرني مجنون صح أخوك متجننش يهبت مع سلم وانت روح سمع صوتها تندقلي جوا روح أنت عشان أدخل لها سلام هذين جهت البيت يا سيد أنت أنت فين بقى فين سبتين الواعد يمشي تيه كيرا سلمة وانت عليكي سمش أنت اللي ألطانة أنا اللي ما عرفتش عاملك حي بس والله العليه العظيم وغزب عني وغزب عني وغزب عني سلمة الله والله وغزب عني حبت وغزب عني وغزب عني وغزب عني سلمة وغزب عني وغزب عني السلام عليك وفنة انت من امت بالدخل؟ المعرفزة باشة وعصبين كده ليه؟ عصبين كده ليه؟ هيا بازنة باشة كل ما هنالك كل ما هنالك ان انا ظهرت شرطة مرأة قد محت قد معنيه وويف زيل اعرفش يامل حاجة ادي كل الحكاية حسامة انا مقدر موقفك وفعلاً عايزة ساعدك ساعدك عايزة ساعدني بقى تستعجل اذن النيابة بتأمر معليك باقتحام الاماكن دي ليه الاماكن دي؟ دي الاماكن اللي احتمال يبقى مستخب فيها دياب ابن منصر مبطاشة عملت تحرياتي على الاماكن دي قبل ما اقتحمها؟ من غير تحريات يا باشا انا متأكد من اللي بقوله متأكد؟ ده كلام حسامة انت عارف ان احنا بنشتغل بالطريقة دي؟ يا فندم انا مش ظابط شرطة بيجيب حق دولة انا بني ادم مدبوح مدبوح يا باشا وجرحي بينزف ومش هيهدالي بقى إلغير لما اخد حق امراطم اللي دبحوها بسكينة تلمة قدام عيني حسامة روح دلوقتي وهدى عصابك واسبنا نشوف شغلنا مش هرتاح يا فندم ولا هيدالي بقى إلغير لما اخد حق ولو ما اخدتوش بالقانون سامحني هاخدو بيدي حسام ما تنساش انك زابط شرطة والمفروض تعافز على القانون مش تكساروك والعدالة البطيئة ظلم العدالة البطيئة ظلم وربنا ما هرداش بكده ومش هستنى لما تجيبوا لي حق ده لو عرفته تجيبوه يا باشا انا مش عاصبك دلوقتي لاني مشفق عليك انا مش عايز حد يشفق عليك ولا عايز اصعب على حد ولا حد يعتف عليك انا عايز حق امراتي يا فندم وانك هسامن باللاحقته بيدي حسامن انا بعملك لغاية دلوقتي كابني ارجوك ما تتطرنش ان انا عاملك رسمي حاضر فندم سيادة المخدمة ما تنساش انك بتكلم له ساعتك ما تنساش انك بتكلم بني هدم تمام ساعتك انا انا اصحبنا ايه لوحدك ليه؟ انا مش لوحدة طب يا حبيبي تعال اعود مع ماما ومحمد عشان نبقى متطامنين عليك دي ليش علاجها ان انا كويس ايه حسام السجارة دي كلها؟ و ايه الدخان اللي انت عايش في ده؟ حرام عليك صحتك كده احسن كتير حسام انا مقدرة حزنك ومشعرك على سلمة الله يرحمها وعارف انت كنت بتحبها قد ايه؟ و انا كمان سلمة كان بالنسبة لي صاحبتي و امرة اخوية و اخت جوزي و ربنا واحده اللي يعلم انها موجوعة عشانها انت ايه؟ عشان خاطر يا حسين و عشان خاطر ما توجعش قلبنا ما هيبقى المصيبة مصيبتنا كلنا مش مصيبتك لوحدك لو بتحبيني تعالى ععد معينا بس انا خاطر ايه؟ لو انت بتحبيني ما تضغطيش على ايه؟ سبينينا كويس مش هسيبك ايه رأيك بقى؟ حسام لسه فيناس متعلقين فرقابتك و محتاجينك و انا اولهم اصل انت مش اخيك كبير و بس ده انت بوي اللي انا اتحرمت منه و صاحبي اللي العرفته لا في مدرسة ولا في شارع ولا في نادي انت اللي انا تربيت على ايده و فتحت عيني و شفته و سندي و دعري في الدنيا دي و لسه محتاجي لك في حياتي يا حسين و حياتي تعالى عود مع ماما و انا هسيب الدنيا كلها و هجاعد معاك و بيتك و جوزك دول اهم مننا كلنا بالوقت عشانت يعني انت برضو مصمم؟ عشان خاطرين ما تضغطيش عليها وتوكلها الله سيبيني الوحدي حاضر يا حسيني مش هضغط عليك و هسيبك الوحدي بس لازم تبقى عارف ان احنا موجوعين عشانك قوي و تعبنين بسببك طب اجعو دانا معي مو سيديك ما توجعيش علبي بقى وتوكل على الله شوف صاحبك شوف صاحبك و من يحميه توصى يواء شوف صاحبك ما تحاوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده لما صدقت لقيتها وقلت ربنا بيعوضنا على اللي فات انت قمت الدبح انت الدبح قدام عناي وقف مش عارف أعمل حاجة أنا آسف والله العظيم آسف بس انت بغلدش يا حسين ما تقول ليش مغلدش يا معتز تقول لي اني غلطات وخايد ما عرفتش هدافع عمراتي وطلع طبان جيتك وضربني طلقه وبعكب ليها لو أنا بجد صاحبك واخوك لازم تساعدنا معتز لازم أخد طرسة المميري وملكي لازم أقطع من لحمهم حتت طلبي يا حسين والله العظيم ما هتساعدني بس كل حاجة بالعقل عقل ما لعد فيه يا عقل أنا خلاص مختار يا حسين مختار أنا معك يا صاحب ما مش حسينها انت بس سيدة وكل حاجة تمشي إن شاء الله زي ما انت حيز وبعدين خلاص أنا دلت معك أنا في العمارة أنا عارف العديد لوقنا كل هساوا وماركما انت قندها إيمان عشان بتعايز تسلي معيك ترخيرها ما فيش ده تتعبق إنها علي بس يا حسين أبوك صحيت وعمل إيه؟ الحمد لله حاجة بغير خليلي إنت نسفين ده انت من إمت بتشرب سجاير يا حسين؟ هو بنفخ ما فيش غيلة أمام حابني ربنا موجود ما تعملش في نفسك كده؟ تحدي يبقى حرام؟ يعني هو حرام أشرب سجاير ومش حرام اللي حصلي استغفر له يا العظيم أبني يا حبيبي ده قضاء ربنا ولا رادة لقضاء الله يا ما فيه ناس بتحصل لهم مصايب كتير وبيتصوروا من دي نهاية العالم لكن بعد كده بيكتشفوا إنها مجرد محطة وبيتعدي سلمة ما كانتش محطة أمام حسين يا حبيبي يا أنا تقريبا مريت بنفس ظروفك دي لما أبوك الله يرحمه مات الدنيا ظلمت في وشي بس اكتشفت في النهاية لما ربنا التاني نعمة النسيان إن دي كانت مجرد مرحلة وكان لازم أبتدي مرحلة جديدة ليك أنت وأخواتك والحمد لله ربتك أحسن تربية كبرتكو ومليته علي الدنيا كلها كان عندك حاجة تعشلها فأنا شايندة محمد لما أنا عايش ليه تعيش لي نفسك لحياتك لمستقبلك حسامي يا حبيبي أنت ابن عمري أنا لما انكسرت ما نقيتش حدي يقف جنبي غيرك النهاردة لما تنكسر بستكتر علي أني قف جنبك أحياتي ورحمة سلمة لو كنت بتحبني ومعي بمروح معي يا حبيبي حاضر حاضر أمو طيب يلا يلا أمو ومعي ما نحضر أهتم مع بعض نيلي تخلصي بتطفح اللي حنتفح يا لا لا هتفحك الدم يا يا مستيه حسن بيه انت خليتي يا حسن بيه تبيني يا جنعي انت وعايز تبيني يا جنعي انت وعايز أنا أكلمك تيفي الفوشي يا ابن الكلب يا عاطي انتهدى بالله بس يا بهشي خلينا نتفاهم انت فاكر اني مش عارف أجيبك ده انت لو في ما تطمك يا لح أجيبك يا لح قادر وتعملها يا سعدت البهشي بس يكون في علمك وقلت ان سيادتك هتفهم وما كلمت ليش لما خلصت مع عاسي زافت ها طب ممكن تهدى بقى عشان تفاهم ولا تحب تكمل ضرب بلاتك دول ايوة باشا ما تخافوش يا حبايب انا صاحب ابوك وبهزر معاه شوية ما تخافوش طب انتو صاحبو بتهزروا مع بعض انا زنبي اكل كافو زي ده على جفاي ايوة باشا بس يا باشا بس يا ابن الكلب يا واطي ايه؟ وانت يا وليه خلش انجري اعمل لنا كوبايتين شاي بدل ما انتواقفة كده زي التلاجة البيضة وما تخافيش ده حسان باشا مديري في الشغل متعمليش حاجة يا ست انا عايز جوزك في كلمتين وهامش على طول يلا بقى في حياتك يا باشا حياتك البقى يا طاهر والنعمة الشريفة انا اتفاجئت زيك بالظبط بس انا حذرتك يا باشا وقلتلك ان منصور دي حطك في دماغه المرة دي بقى ان اللي حطته في دماغي هو ودياب ابنه وانا يا هما في الدنيا دي كلها والله عندك حق يا باشا يا ساتير ده اللي زي منصور ودياب دي مساخوا الدنيا اله ربنا يبتنهم بمصيبة ويريحنا منهم على هيد ان شاء الله اسم عطار ركز في اللي هقولولك ده وترتق ودانك كويس وتنفذ اللي هتسمعه بالحرف الواحد السلام عليكم يا باشا يا باشا منصور حيسلم عملية كبيرة بعد بكرة الفجر فين؟ وورا الجابة الأصفر عندي كيلو سبعين متعكب؟ متعكب يا باشا دي فرصتي وجاتلي الحد عندي عشان اسلمك رقبة منصور تفيش فيها غلك الولد ياب فيها اخبار عنه؟ لا لسه يا باشا بس والنعمة الشريفة اول ما عرف عنه حاجة حاجة اقولك على طول اسمع مستيب انا عايزك تفتحينيك مش عايزه يفلك لو فلد ورحمة الغالية رقبتك قدامه يا باشا ما تقولش كده ده احنا خد دمينك انا عارف عارف يا مستيب ايه تستمعين؟ لا يا باشا امشي؟ السلام اوامرك يا باشا السلام عليكم امشي بي اي اسئلة تانية يا رجالة؟ لا تمام فن فيه تنبيه مهم لازم كلنا نعرفه منصور البطاش لازم يجي هنا حي واي ازية حيتعرض لها هيعرض العملية كلها للفشل واضح؟ واضح فن اتفضلوا ربنا معكم مسام مسام امشي ما بلاش المأمورية دي يا حفصان ساعتك عارف المأموريات اللي اطلعتها كلها في حياتكم والمأمورية دي بالزادكم تاني عشان كده بقولك بلاش بطيلاش ساعتك طب ممكن اوصل منك طلب؟ انت تطلبي طلب واثنين وثلاثة واربعة نجد تغمض عينيك متفتحش غير لما اقولك مغمض انا ايف محاط رمضت عن اي ايف خليك مغمض أم ماضعينة مفتح واحلام معايا وهيت ايدك تفتح بقى مش مفتح يا رايبا يوم احلام فتحت الله أوه، ده حلو يا أول خاتم ده إيه رأيك؟ استني بقى ده، ده تلبس هنا؟ لا، لا، هناك يا؟ آه كل سلام أنت طايل تصبقي أن أنا كنت ناسي ربنا ما يحرميش مني ما يحرمني مني من المصري كدري؟ ما شعولك؟ ماشرز لباقولين، من المصري كدري بلما؟ ما شعولك؟ ما شاء قدري؟ ما شاء قطره؟ ما شاء قطره؟ ما شاء قطره؟ آه المسلاحك اتراه اندل على روك فراحتك يا عدد الحلال اقفض علي انا طالع طالع وانت ما عتشوفش مرتك حسام لا يا حسام حسام ماتس سمحنا ماتس سمحنا صاحب الله العظيم لك المصدي انا انت الوحيد اللي عارف انه ما كانش قصدي انا كنت في دنيا تانية يا معتس ما كانش في دماغه يرسال معطرة معتس اصطرها يا رب اصطرها يا رب عشان خاطر انجنتهم بغضوا موتس ماتس يا عصام قبيبي اللي حصل لك اللي حصله بحسام الحمدلله لا ما في كده استاهدي بالله بس انت كنت فين يا عصام انا كنت موجود انا كنت موجود الله حصل تعامل اسناء المؤمورية ف الله يهرأ المؤموريات بتاعتك على سوالنا بتاعتك حسبي الله وانه من مكينو اللي عمل فيه كده اهدي بس سمدان ايماني ان شاء الله خير طبعا دكتور قالك ايه هسأل الدكتور عن حلق كبرو هسأل الدكتور يا حسيم ليه ما هتأسكت أسم الله ونعم الوكيل في اللعبة ترجمة نانسي قنقر سيادة المقدم حسام ايه باش انا المقدم حسام تفضل معك تفضل معكو؟ على فين يا باشا؟ عندي أمر بتفتيش شاقيتك شاقيت اللي تتفتش ليه باشا؟ يا فندي مشاقيتك اللي في مساكن الزباط يا باشا حراك متأكد أكيد في حاجة غلط في سوق تفاهم اختار مش مزموط لا مفيش حاجة غلط خطزك لما نفتش هتعرف وعموما إحنا معنا إذن ونيابا هنأسف يا فندم مرة تانية وياريت من داعش وقت بعض يا فندم أكيد في حاجة غلط تصميش هندي معا إذن ونيابا فقط أمامي قدخول خلاص اما ما فيش حاجة تطرحوا سامو عايز حكا في حاجة غلط أكيد هعرف فيه واجه على طويل متلووش يلا ماشي يا باشا بتحت أمم توقع الله يلا ما تفرغوش علىنا الشارع يلا خلي بالاكم نفسي خد يومك ودخولي يلا تفضل باشا نمشي قدامي تفضل يا بيت البيت كله قدامي حضرتك تقدر تفتشوا ملي ملي يا باشا تفضل 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 أجلسيا تفضل 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 تحضل تحضل صندودة تعيش سنبير تعيش كنت قايب؟ أهما الله رحمه حيطة من جيازي يا نعم يعني مش غالية بس هاو والفلوس اللي جوا دي الفلوس دي انا معرفش عنها حاجة مش حسنبي احنا قاس فيه مضطر اقبض عليك طب تفسر باي وجود صندوق الفلوس اللي اقناها في شائتك قلت المعليك مئة مرة معرفش عنه حاجة ومالدخل شائتك ازاي نقول تاني ساعدتك السندوق بتاعك ملكي اللي جوا السندوق انا معرفش عنه حاجة يعني بالبلد كده ساعدتك حد حط الفلوس دي جوا السندوق بس المعمل الجنائي اثبت بالمعاينة ان مفيش اي كسر في كلون الباب ونوافذ الشقة كلها سليم يعني اللي دخل دخل بالمفتاح ما عليك احنا بشر بني ادمين واجلا من لا ياسو ممكن اكون يسيب باب مفتوح شباك مردود واللي دخل دخل منه يا فنن ده وارد برضو بس المعمل الجنائي اثبت عدم وجود اي بصمات لاشخاص مجهولة داخل شائتك يا باش احنا رجال قانون وانا رجل شرطة يعني بالوايم كده اللي حيدخل يعمل عاملة زي دي لا حيسيب بصمات وراه يا اما حيلبس جوانتي انا عملك رئيس نيابة مبني على البراهين والاسبتات مش بالوايم يا سيد المقدم بقولك ايه ما تعترف يا باشا ما صاحش كده يا فندم ما صاحش كده والله العظيم ما عرف حاجة عن الفلوس دي سبق بالمعينة وجود مبلغ 250 ألف جنيه جوى الصندوق واكرار الزمة المالية اللي انت قدمته خالي من المبلغ ده وده معنى ان فيه شبه التواطق بينك وبين مجموعة المهربين يا فندم مجرم مجرم انا قابض عليه قبل كده مئة مرة طبيعي انه يعمل كده يا باشا وبعدين يا فندم انا لاقي اسمي في الدخلية يا حضرتك تقدر تسأل زمايلي عني وتشوف ملفي يقولك مين حسامي الهلالي بقولك ايه اهدى بقى كده بقولي ايه مصدر المعلومات اللي كنت بتبلغ بها الإدارة بتاعتك عن مجموعة المهربين ده كنت زرع وسطهم واحد ساعتك يعني بالبلد كده مرشد بيجيب لي أخبارهم أول بأول اسمه ايه؟ لا حولوا نقول دينا لله اسمه طاهر المشطيه يا باشا بس من فضل ما عليك لو حتستدعيت تستدعيك في سرية تامة ليه؟ علشان لو عرفوا هناك البطاتشة حيتبحوه وحيغيروا سيستم شغلهم كله ونرجع من تاني بقى حاوليني يا كيكا والسلاح يملى البلد وهو كذلك هل لديك يا أقول أخرى؟ لا يا فندم ساعتك لديك أهو أمر تانية مبرنا نحن يش يام رشوار رئيس النيابة استدعاء السيد طاهر المستيهي المشار إليه في المحضر لسمع شهادته في سرية تامة كما أمرنا بحبس المتهم حسام نجيب الهلالي أربعة أيام على زمة التحقيق وأكفل المحضر في ساعاته وتاريخه اتفضل ساعتك إمدع المحضر الله العظيمة محمد ما عرف حاجة عن الفلوس دي أنت تصدق أن أخوك يعمل كده؟ طبعا لا، أنت بتحليف لأني أحسان تلاش، إن شاء الله ربنا هقف جنبك ويزر براتك كمين عاملوا فيك الوقت حام عارف، عارف ومش مستغرب لأنه هات خسيس بس يبقى خسيس لدرجة أنه وضاع مستقبلي ليه؟ ليه؟ أنا وراء الحد ما اعترف إنه شاهد تزور مش هعترف مش هعترف ومتتعبش نفسك ده ما صدق يستطف المال عكرة عشان يوسخ سمعتي يفكر إنه كده حيركب في الإدارة أكسم باللامة حينيه على ساعة واحدة فيها أنا عايز أعمل توكيل لساير عشان يدفع عني احنا طلبنا من سهر إنه يمسك القضية ورفع السهر بغير قوي معناه حسين من ساعة متقبض عليك أنا كمان بقول ما شفتوش يعني في تحيات النيابة ما تشيلش أهم يا حسين أنا جبتلك أسماء وعنوين أكبر محامين في البلد اختر اللي يعجبك عشان تعمله توكيل خلاص اخترت مين يا حسين إنت شد إيه اللي إنت بتقوله ده مش هلاقي حد قلبه عليا زيك بس أنا مقدرش هتحمل مسؤولية كبيرة زي دي أنا لسا محامية صغيرة موضوع مش محتاج محامي كبير موضوع محتاج حد ميحبني وقلبه عليا واصق ومؤمن ببرأتي أنا مش عارف أقولك إيه أدعو بدودة أستاذة برا يا أمي ما تلعيش على عيني يا ابني أشوفك في البضع ده ما تلعيش يا أمي أنت بس دعيلي دعيلي وربنا كبير وبناء على ما قد سلف فإني أطالب سيادتكم ببراءة موكلة من التهمة المنسوبة إليكم خلاص يا أستاذة خلصت مرافقتك في كلمة أخيرة بس تسمح سيادتك إن أقولها اتفضلي هي مش متعلقة بالقانون لكن مهمة القانون دايماً بيحكم بظاهر المستندات لكن روح القانون دايماً بتبحث عن العدالة فيما كانت حتى لو في أدلة وشهود وكتير من القضايا كان فيها أدلة دامغة على الإدانة لكن في الآخر استقرد أمير المحكمة على العكس ذلك سيادت العاضي أنا بعترض دي محاولة للتأثير على هيئة المحكمة الموقرة الأطراض مرفوضة فبدالي كميلي يا أستاذة كل اللي عايز أقوله سيادتك إن موكلي كان طول عمره حسن السر والسلوك والكل بيشهد له بذلك ده غيره إنه زابط مسؤول عن تنفيذ القانون ولو كتير من الأعداء اللي بيتمنوا إنه هم يلفقوا له قضية عشان يخلصوا منه فمش معقول إن إحنا نساهم معهم في ظلم ونشوه سمعته اللي عمرها ما تمثت بسوء لذا أطالب من هيئة المحكمة الموقرة بالرقفة مع موكلي وتطبيق روح القانون وليس تطبيق القانون نفسه وشكرا الحكم بعد المداولة أحكامها أتلاش يا حسن إيشاء الله مره أتلاش أحكامها يا حسن يا حسن المحكمة استعملت معاك الرقفة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً حكمت المحكمة حضورياً على المتهم حسام نجيب الإلالي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاس وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط موسيقى شكرا المترجم للقناة 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 خليجي يزورني وأنت من جوش هنا تاني خالص ليه؟ ليه حبيبي تقول كده ليه؟ يا ماما المكان ده مش مقامكم لو قاستوا حاجة تبلوها لمحمد يجي يزورني بلغالي ويقضي الغرض وأسف مرة تانية عشاني أبي كنت السبب في طلاقة مش أنت السبب يا حسين هو السبب لأنه مش عارف يخوك قرار لوحده وماشي ورى مامته طول الوقت ما تشيلش هام يا حبيبي إن شاء الله هيرجعه لبعض وخصوصا لم يعرف إنها حامل ولسه ما يعرفش إنها حامل يخلص على وش ولادي ما تشيلش هام يا حسين خليك بس في الهموم اللي انت فيها لو ما سمعتش كلامي تبقى إن زوادي هام بهمك وبعدين إنك تقولي السهر إنك حامل وإنك ترجعه لبعض إن شاء الله يا حسين إن شاء الله يلا أمام أخذي شاين دو همشوا من هنا يلا أسمعي كلامة بتوجعيش قلبي يلا أم يلا أمام يلا أمام يلا أمام يلا أمام أخذ أمك شاين دو همشوا تخلي بالك من نفسك موسيقى 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 حضرك ملك بس قاعد لوحدك إلا طول وما ساعة ما جيت وبتتكلمش محد خالص وبتخرجش فصحة وبتأكلش إحنا ناس جواسين المحترمين أتكلم معانا ايه الكسلانس خف سجاجر شوية يا اخي فبكل لقمة تقعد على طول كده ولا بتاكل عمال تحرق في سجاجر صحتك يا اخي دي سمو دي سمو يا موبيل ايه شايفني شوفك ازاي بعد بخط اللذارة اللي بيشوف بيها طب يلا حالتها انت وهو ومعهده بعيد عايز اتكلم لوحدي مع حضرة الزابط انت مش فاكرني يا حضرة الزابط ولا ايه لعله اه طبعا هتفتكر مين ولا مين بس انا بقى فاكرة كويس قوي عارف ليه لانك كنت السبب في انك بتعيكش في اول مرة في حياتي لما كنت بتخدم في الصعيد يا حضرة الزابط حسام الهلالي اسمك ما ننسوش ابدا الا بالحق انت وصلت الردبة ايه لما جابوك هنا لما عارفوا انك وزخ ها قطع لسانك وراحلت ابوه في تلبطه ها قطع لسانك بايشي 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 من امتى ما انا بقى شغور باكل منه وقت ما اجلي مزاجك ايه الجديد الجديد ان ماليش مزاج اسيبك تاكله دعا انا ليه يا نفسي اكون وصلت ايه رايب بقى يا حضرة الزابط ان انا هاكل الطبق ده طب اي رايب بقى العله انك مش هتاكله كده برضه محمد اهون عليك ما تسألش فايا المودة دي كلها ما علي الشخص الواحد كان زلو فم لغبطة شوان فاس بنعلك بصدوك من لغبطة ازاي يعني خير؟ امك كويسة؟ لا امي تمام الحمدلله بس انت عارف بقى ده خطاع عالي والسكر بيلعبها من الساعة اللي حصل لك واضح اني مفيش امل كتب علي اتعقد على جريمة انا اصلا ما عملتهاش ربنا كبير على فكر شهنده خلفت وجابت حسين الله امو صلى على المادي طب مش تقول لي يا اخي اهو في خبر يفرح اهو فرحني ما انت عارف انا بتنشع على حاجة حابة اسمعها انا امحمد طب مني رجعت لسيار جوزه اولا لا لا امو صممه ما ترجعلوش وعزت ربي الواد لوحدها ما تعقلها يا ابني ورجعولها ربنا هيهديها يا كمان تعاملين انت وريام انا وريام سيبنا بقى سيبتوا معا قال الله فاسخوا الخطوب طبعا انا السبب لا يحسن انت ملكش زمن مليش زمن يا انا مليش غير زمن واضح ان بقيت وباق على كل اللي حوالي محمد ورحمة كبور انت مصدق وعارف ان انا معملتش حاجة ايه؟ واضح كده عقسلم ان احنا كلنا بندفع تامل غلطة محدش فينا اخذت صحيح يا اخي انا برده قلت ازاي زابط باشا زايك يدخل السجن عشان رشو هايفة زي دي متين وخمسين الف جنيه بقى رشو هايفة انا اعمل وكيد ياه وانا كنت متخلل ان مصبت دي اكبر مصيبة من مصبتك انت تبقى ايه؟ لا صحيح انت مصبتك ايه يا سيد دولار عارف مصبت ايه؟ مصبت ان قلت الحق يعني ايه يا عشان؟ ولا حاجة في يوم واحد صاحبي طلب مني ان ارسم له صورة صاحبته رسمت يا له بعد ما رسمت هالو رحمت ديني حتة حشيش واضح ان الصورة عجبته طلعا ما بشربش قال لي خليها معاك مس بيه على ايه حد من صاحبه والاسف انا زاي الغاية بروح تواخدها وحطيتها في جيبي وانا مروحة قابلني كمين بيه فتشوني لقوا معايا حتة الحشيش وهما بيكملوا تفتيش لقوا في جيبي التاني مئة دولار كنت لسه رسمها يا مارزة يعني القضية بقوا اثنين مخدرات وتزوير تحظك الهباب هو فعلا الهباب سعرفين اما روحت النيابة ايه اللي حصل جال المحامي قال لي ولا تقلق كل انو على واضي دي بتخلص بحاجة واحدة بس قول ان الزابط هو بيفتشك انت رفضت واول ما رفضت راح راميلك الحشيش وراميلك المئة دولار عدت علي الحاجات دي كتير بس الاسف بيه انا رفضت وقولت الحق واول ما قولت الحق جيت هنا اخطي نورت يا دولار اهم اين ما وريتك يا حضرة الزابط ما بقاش لعلو جار ايه انا مش ناو تتهدي بقى واتبطل شغل الوساخة اللي جواك مش فاهم اصد سعدك ولا امور اللاوع وشغل الحوارتاجية ده مش عليا فاهم ولا لا انا لم لاوع ولا حوارتاجي انت اللي فاهم ولا لا اه ده انت مش مرتاشي وبس ده انت هليل الادب وبجع كمان شهر حبس انفرادي يمكن تتربع يحسام اهلالي ... سالماء لذي حتى تزالي أنت كمان وحشتيني بس أنا زعلنا منك ليك حالي؟ ليك حالي تزعلي؟ بان لو كنت أعرف تحميك ودفع عليك مكنش تبقى حالي بتمنى الموت يا سر بتمنى الموت عشان أجيلك عايز تموت من غير ما تخد لي حالي بان وش أنت حسين؟ أنت أقوم كده؟ قوة لي أحد ودسل ونخلص تعبت وكسرت تعبت تعبت أواسل تقول عشان تستريح عشان تقدر تكمل عشان تخلي حالي مريش نفسي مريش نفسي يا سلو مش عايز تعيش؟ مش عايز تاخد لي حقنا؟ تقول يا عزي تقول 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 تعبين يا سلو 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 الله سلام يا شهران الله يسلمك أولاد وحشتنا وانت في الانفراض يا فوكس وانتو كمان وحشتين طممينوني عليكم الهات لعله والهات بوب لسه بيرازوا فيكم او يرازوا فينا وانرازي فيهم ايامه بنعديها بيعجبني تناكتك او هاد هاريان اللي قولي صحية شكلك ابن نيس يعني شكلك جفان دي ايه اللي حدفك على السجن قتلت ابوية قتلت ابوية قتلت ازاي يعني؟ قتلت بالتقسيط المريح على 25 سنة قتلت هو كل يوم شايف ابنه الوحيد بيتنقل بكاس من ترابيزة خضرة من صهرة حمرة قتلت هو شايف شاع عمره بيديع جنيه ورا جنيه قتلت هو شايف شركته اللي كبرها وتلاعينه عشان تكبر وتبقى من اكبر الشركات وهي بتفلس وهو غنان في ديونها لغاية ما صحته راحت قتلت له لان عيل تافي ما بيهموش اللي نفسه يعمل اي حاجة اي حاجة عشان يرضي غرائزه مهما كان التامن ايه لم تطلعت عيل زبالة اوه اجدع واضح ان انا كده فعلا بس هتعمل ايه سلافين سلافين انت قلبك قاعد يعني انت مش ندمان خلص اللي دخلت السجن عليك بص يا مونبي ندمان ومش ندمان لا معلش ما يا مونبي فاهم هالي يعني ايه ندمان ومش ندمان قطر حاجة حظة في نفسي ابويا وهو بيموت قال لي انه لسه بيحبني بعد كل اللي انا عملته فيه ده ولسه بيحبني ايه شو مام انه احبك مام انك تبتلي اتحب نفسه عشان ترضيه في طلبته كل اللي انت قلته ده بالسبب يخليك تيجي معانا هنا بعد ما بويا مات لقيت نفسي مرمي في الشوارع بحلتيش غير كميتين اللغات اللي بعرف اقولهم على كم بدلة سنية اقد بيهم الحياة اشتغلت الناس اللي حولي ونصبت عليهم تصدق شكلك يجيب بصاب ونصب شاطر كمان ونصبت في ايه بقى كل حاجة بس مش يكن ايهب ماي ايهو لقرائي ايه طب ده انت نصب شاطر اوي كده ايه اللي وقعك وجبك اينه شوية كمبيالاته على شكات اتلا ساعة تلت سنين تلت سنين تلت سنين؟ ايه بصرع ريال اه اوه اوانها يا رب الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيها تنعب دويل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تقبل الله الربيان هوااا Buddhism اه اهمان استغف Script بتحرم انه جننو uns جائع معنا دولار ما صلتش معنا اليانان معنا نقولت شبش علين اللي واحد sold باستغفض اللي انتمي اللكم اللي عرية بصراحة جننول بصلي ازل دولار ده مش حافظ حن الفداخ تبتتكلم بجد اللي بتغذر بدي الله يكسفك يا باقي يعني بترسب الجينيه والدولار واليين الياباني والبنياباني ومش حافظ قايتين تصلوا بيهم اسمع كل يوم تقعد معا شوية حافظك الفتحة وكان صورة قصيرة كده تصلوا بيهم وما تقولش لحد لعالموضات عشان حاجة تكسف بنا اخليك لا اجدنا انا مش عارف والله من الوريك كنت عملتين تطرع النار بنا اسلح حالك هم ايه الفتحة انا حتى دي مش حافظ من ورايك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لا مش الرحمن الرحيم الرحمن ما خارج الحروف مهمة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك انا عبدو اياك انا استعلم شنرام عايزك تقول لي اراك في الصورة دي ايه يا ابن الجنية ده شبه الخلق الناطق يا شبهك يعني مش انت قول لي هذا دولار وانت تعرف ترسم اي حاجة واي حد كده ايه باعرف ارسم اي حاجة واي حد بس على شرط بيكون الحاجة اللي بحبها والبناة ده من اللي بحبها انا خال؟ صدق فنان انا برضو فباق يسلم مينة بياه حبيبة شونا ايه ده انا شبتنك الحاجة اللي بحبها والبناة ده من اللي بحبها مين ايه انت حسام الهلالي؟ ايه انا حسام الهلالي انت مين؟ انت متعرفنيش ولا عمرك شفتني قابلك ده لكن انا عارفاك كويس جوي ومش هاهدى ولا يهنان يباعش برا انا مااخد بتعري منيك ايه ده اصلا براسة انت وانا عرفك عمري شفتك قبل كده عايز تعرف انا مين؟ انا حكمة لاي لاي الا الله حصل لنا الرعب يا ستة حكمة ممكن اعرف بقى حكمة مين؟ مرة دياب البطاش اللي جبطت عليه وقتلت ابوه واخوه وقتلت معاه اخوه المحروس وحركت جلبي عليه انا قمت بوجبي جوزك واهلك هم اللي غلطانين بدل ما تيجي تلومين يا ستة حكمة روح اليومي عليهم انه هم مشوا غلط عيشتك لغاية دلوك هي اللي غلط بس انا هصحح الغلط دي وجريب جوي الله 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 ده انت ايه جاية فاردة قلوعي بقى وبتهدديني لا انا جاية برد ناري واتشافة فيك لحد ما يقوني الاوان واخد بتاري منيك وريحوا في جبرهم جوزك غادر بيا وضربني في دهري وانتي بسلامتك جاية تهدديني النهاردة يا سلام ده انتو عيلة بكحة بجاحة واضح ان الخيانة والوساخة والجبن مقصالين في عيلتكو حتى النسوان اسمعوا ستة انت وانا لما جيت اواجهكم جيتنا ننشوكم ملفتش زي الحية وجيتنا ندهركو علشان انا على حق وانتو على باطل قبل حكمة الزيارة انتهيت انت بتحب بستاشر واحدة على ينفعت واحد ما الصرف الحب يعني لا مش قوي يعني بس فيه المهم اللي كنت ايه بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت فوق وسخ عملتلك ايه انا اه عملتلك ايه حتبارك من هاري ماكي انا لو عايز اتباحك دلوقتي هتباحك بس انا مش واسخ زنك ايه دا ايه دا فيه ايه انتو لتين حبس انفراضي عشان تبطلوا تخنوا مع بعض يلا خدوا خدوا يلا يا باشا هو خلاص مش عايز ولا كلمة خلاص مش عايز ولا كلمة getrak ún فش français كان محدش عاملها قابلك الناس طول عمرها بتترجى الرحمة منلي ما برحمهاش وعمري ماحتاجت لحد تيجي انت اتعلم علي كميلك دع الراس يا عموك ومن النهاردة ليحرم علي أزيتك لومدي يعني خلاص لعلو صحاب وإخوات وحبايب وقال لا هتخضر أنا بفهم في الأصول وعلى فكرة بقى أنا كنت مزقوق عليك واخد عربون تمام يسوء علي مين اللي زقك الوات زين زين ومين اللي زق زين ده وات اسمه أبو لغم أبو لغم وزين بقولك إيه سيبك من أبو لغم وسيبك من زين قول لعل إيه اللي حدفك الحد في السودة دي ما تقوليش أنا أنا مليش دعو أنا بتاع الصعيد وكانت القضية ست شهور وأنا افتكرت طمعي وغباوتي ما انت عارف أنا طول عمري شغال في البلطجة قلبت التخصص وقلت أشتغل في النصب وطلعت الطلعة والتانية وللأسف بقى في الثالثة وقعت وشرفت هنا خمس سنين ما انت قلتتك الأخ العلوه هو سكتناله دخل بأحماره كنت ماشي في البلطجة والأشية بومبون إيه اللي خليك تغير الكرير بتاعك النصب ده فلسفة علم شياكة أخلاق دخلت بالحمار خليه يلبس ألبس سببك منها معلم ما هو على الشاطر عندك حق يا ده بوب ما هو على الشاطر يا حسن باشر أنا عايز أقول لك الحاجة ما تزعلش مني وأنه على أي حاجة اللي عملتها في حق الغلط وعلى مادة إيدي اللي عزت تتعدي سماح يا سيدي وانا يم أحلى واحدة كوكو في الدنيا طب بمنازمة الأعدة العائلية دي مش عايزين تصلحول أنا كمان صحوا صفحة جديدة معايا في حاجة بس أستاذ العلق وناخدها مني في العمل خالص النضارة مش شاف أحقك خالص لعله عشان خاطر عشان خاطر حسن باشر النضارة انا كلمة كرب حبيبتي عشاني قوي إيه ده 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 إيه إيه يا عم في إيه شاف عفريط ولا إيه إيه منطبنا عافوين إحنا عاديين فيها دي لا 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 خدها أستاذ هد إيه خد إيه ألبس أنا تعبت من جرجارتك طول النهار أو اسأله مش أنت كنت نازلت أحط على أرضه في السيد وأنا كنت ريسه بازه جنرام جنرام يا فوكس فوكس إسعاف إسعاف بصورة إسعاف تكويش يا فوكس إسعاف ألف سلام عليك يا حسان أنا زعلاء زعلانة رفعت بياهوين طوى مفتكرت تسأل عني ده أنا مربي هنا بقى لي سنة ونص أتحقق علي يا ابني أنا فكرت كتير أجيلك بس كان صعب علي أشوفك كنت بالبدلة الزرقه هولا هولا بعد ما كنت بتشوفني بالنصر والنجمة تشوفني بالبدلة الزرقه في السجن يعني بس بس علش يا مشا عندي سؤال لحضرتك يعني خضر لما هو كان صعب على ساعاتك تشوفني كده ما وقفتش جنبي ليه مشان راجل من رجالتك مشان عيل من عيالك زي ما حضرتك كنت بتقول بسلام انت عارف منقفة حساس بحكم وظفتي وما كنتش قدر أعمل أي حاجة لكن لما لكن صدقتوا الادلة وكذبتوني يا باشا صدقتوا الفلوس والسندوق وانا انا راجل مرتشي وكذبتوني يا باشا صدقتوا صابت ما يسواش تلاتة عريفة وساعاتك عارف الكلام ده ما يسواش نجمة من اللي كانوا على كتافي وكذبتوني يا باشا كذبتوا تاريخي كذبتوا عمري اللي كان هيروح مئة مرة في مئة معمورية عشان خطر البلد كذبتوا حاجات كتيرة باشا أنا زعلان أرجوك زعلان يا رفعت بيه ما تقوليش أرجوك أنا زعلان بس الأيام دي ولا لا تزعلش مني الأيام دي ولا وحقي حاغض وحاغض أرجوك يا حسان أرجوك بلاش مفعال دلوقتي عشان الجرح اللي عندك الجرح قالتوا كان خلص علي كنت ارتحت الجرح ده عمر ما هلم يا باشا مش هلم غير لما أخد حقي ألف سلام عليك يا حبيبي الله يسلمي كمان حبد الله على سلامتك انتي ليش عمر الشاي بقى انتي اللي جاب كنت يتعباني ما أنا لو ما كنتش كي تتطمن عليك كنت هتعب أكتر أنا زي الفورد صارغ صليم أدام يا خباب الحمد لله يا حبيبي الحمد لله عرفت من اللي عملت كده؟ عرفت؟ وحسابه معايا قرب قوي لا يا حسان بقى لاش لو سمحت احنا مش مستغنين عنك هاو النبي يا حسان يا حبيبي الناس دول ما يعرفوش ربنا أنا بقى هعرفه لهم يا ماما ما تقنائش أنا واخد عالتعامل مع الأشكال الكويس طمينين يا شهيندي بس أنا الصغير عام دي كبر يا سيدي وبيسنن دلوقتي وكمان ما بينايمنش طول الليل نفسي شوفه أوعيدك المرة الجاية أنه هيكون معايا لا لا بقى لاش تجنيه زر نهيرا خليلا مخرق إن شاء الله ونشبع منه ادعيلي بس يا حسان إن انت تخرج تلاقيه في حضني لحسن زاهر مصر ياخده مني وما بيزهقش يا إله إلا الله يا بنت ما ترجعي له بقى وتريحينا وتريحي نفسك قول لها يا بني قول لها ده أنا لساني نشف على قل الوادي تربي فوسطيه مش هرجع له يا ماما مش هرجع له يا حسان انت حرة دي حياتك انت حرة فيها طب مان عليك غابور الشغل يا محمد والله الحلام شوالا بولا في صلاح كتير قوي داخل البلد ومش عارفين مين وراه أنا عارف عارف طب عارف أحبهولك مين دياب البطاشة يا محمد مش شرط يا حسان لا شرط وأنا متأكد من اللي بقولهولك ولو تحب أدلك علي يسلمهولك أدلك والله لو كلمك صح دلني علي في ودي اسم الطاهر المستيح شغال في الإدارة عندنا في البوفي متطوع دلوقت أنا كنت زرع وسط البطاشة عشان يجيب لي أخبارهم أول بأول وإزاي بد مهمة زيته شغال في الإدارة محدش يعرف حدا عنه لأنه كان عميل سري محدش يعرف عنه حاجة وأول ما القضية خلصت مهمته خلصت وبعد اللي حصل لي طبعا محدش يعرف عنه حاجة وليس شغال في بوفي الإدارة هتلاقيه متلاقع في البوفير بقولك يا فاكس فاك ان الكئبة اللي انت فيها دي بهدت علينا الله احنا كنا فرفوشي نعنوشي بوقي وقع مني مش عارف هاتحك تاني فيها جنرال بقى نتحزم ونرسلك فكها بيقى هتعدى رجالة تحملوش همي ناموا انتوا رياحة بس نفيش حاجة اسمها نمو احنا شافيناك كده ننام ازاي يعني بقولك إيه هفكك يعني هفكك هفكك من إيه بقولك إيه اللي زعلك يزعلنا واللي فرحك يفرحنا ولعله خير إن شاء الله عندك حق العلو الله يا رب العلو يا رب يجي الخير ربنا ما يحرميش منك يا رجالة صحيح الناس معادة ما تعرفهش اللي ما تعشرها على الرأي المثل تعرفه لا ما يعرفه عشرته لا ما عشرتهش تبقى ايه ما تعرفوش وأنا عرفتوكم وحقوكم علي لو حد زعلمني في حاجة فك يا فكس حاضر يا ريال يلا رجالة تصبعوا على خير رياحوا أشوف وشك بخير يا باشا كفار يا العلو ولو إنك هتوحشنا صحر انت هتوحشني يا باشا وربنا يفك سجنك قريب إن شاء الله قادر يا كريمي لو يتشتغلي لما تخرب أي شغل أنا أزمهاني ربنا إن شاء الله أكون بارس في السيمة المهم إن أنا خرجت من هنا وعايزك يا باشا تسمحني على أي دقاء تناصع مرتبعك نسامحك يا العلو والله العظيم نسامحك من قلبي اللو اللو السلام يا زميدي السلام يا بو السلام يا عميب ها الشلق هتوحشني على العلو ناسب إذن الله خير إن شاء الله لعلو إلوما أنانت حبساجي كنت أتمنى تبقى أخويا هتوحشني كلنا في الهوى سوى لسه ما ماتش كيف يعني انت ما كانتش حد يخلصنا منيه وافس جروه وحياتك مرتين مرة فانت منيها والتاني السلاح بدل ما يجي في قلبه صاب جنبه والحل دلوق ادخل عليها في الجنوب اتطمن هنجربه مرة ثالثة والثالثة تابته ثالثة وربع وحشر كمان اقتلوا يا بلغم اقتلوا انا قابلت طه وقعدني نوحي بلغني ايه معلومة يعرفها عن دياب ابو سيدك يا محمد انا مش ارتاح ولا ايدالي بالي لما اشوف دياب لم يتعلق في حبل المشنا اتطلاش اتطمن عليك انت اعمل ايه زي ما انت شايف انا حطت ايدك او استنى الهيام تعدوا اخلص اتطلت انا سيجتلك فلوس في اليابنات عشان اوزة تعمل ايه حاجة بيه ازمه وتعدى يا حسين اهلتي يا مازال ايه سلام يا دونر أو براك من نفسك يا يا ايه يا ايه واحد ايه يا ايه والمس يوم ايه ومز ايه يا شبه جواريب ادعلنا خبيبي شو دي تعليّل أنا وانت ولي إيه؟ اهل لدي explicuhan حسامله ن Starbucks هم بدي لي بقى emitى نترة في ع Ming أنت الحرق هاضي هم حنتي لك ههههههههههه تفتكر هين أحسن ولا برا أحسن الحسنت خفف ووايا كلهم حصل بعضه يا ابني هنا سجن صغير وبره سجن كبير وده إحنا عايشين صح بره سجن كبير ماشي ببخلينا نشوفك بقى شو بك في السجن الكبير بقى حصور إن شاء الله السلام يا حبيبي السلام الله السلام دفع عربية كبيرة؟ آه يا حبيبي مبروك الله يبارك فيدي حسين هقبالك يا إبراهيم آلو آي يا أستاذ إبراهيم الملف هتلاقيه عندك في درج المكتب لا أنا ساعتين إن شاء الله وهكون عندك يلا مع السلامة واضح إنك بقيت مشغولة هعمل يا حسين شغلتي علمت نجيل هموم ومشاكل للناس فوق مشاكلي آي يا علا ها أجلت القضية في المحكمة؟ طيب تمام لا استنيني في المكتب أنا ساعتين وهكون عندك إيه؟ آآ آآ أنا في مشوار شغل هاجيلك على طول على المكتب يا بنتي قلتلك بقى قضية الشيكات دي ملهاش حل حليها أنت يلا مع السلامة يو مش هرود بسور يا حسين مش عارفة أتكلم معك كلمتينة على بعض أنا يا ابنك مش حاجة بتفضل على حلها واضح إن الدنيا اتغيرت بقيت مهمة بشغلتي كلنا اتغيرنا يا حسين وما فيش حاجة بتفضل على حلها صح ما فيش حاجة بتفضل على حلها صح ايو يا محمد انت فين يا حبيبي؟ هكون فين يعني في الشغل انت نسيت إن النهاردة معت خروج حسام؟ حسام لا مش ناسي بس اتخدت في الشغل وانت عارف الشغل ما بابحمش فعرفتش هل أجيبه معلش؟ ولا يهمك يا سيبي أنا روحت وجبته ورجعنا على البيت وهو عايز يكلمك لا استنى يا شهين ده بس عشان أنا في اجتماع مهمة وشهين فأكلمه دلوقت هكلمكو تاني يا سلام بيقول إنه عنده اجتماع مهمة وأول ما يخلص هيكلمك لا تقعد ناكل عود يا واضي أنا عاملالك بقى النهاردة كل الأكلات اللي انت بتحبها ربنا خليكي يا ماما الله الله يا سيحسام بقالنا كتير قوي ما شفناش وليمة زي دي من الواضح إن انت غالي عند ماما قوي كانش فيه دعا تتعبي نفسك يا ماما يا حبيبي لو متعبتش عشانك هتعب عشان بيه أنا كان نفسه ريحك وما تعبكيش جرى يا حسام ما تشمر إيه دك يا الله وتيب عشان أول ما تخلص أكل إنه هو كده مخلينه في جبايتين شاي زي زمان عشان نشوفها تعمل مين هعمل إيه في إيه؟ في مستقبلك طبعا هيكون في إيه جرى يا شان بس بيه يشم نفس وياخد حريته الأول وبعدين بعد كده يفكر هو هيعمل إيه؟ حريتي كل يا شان كل أماما صباح الخير يا ماما صباح الفل يا حبيبي ماما مال فيه محمد وشاهين ده؟ محمد وشاهين ده راح ومشاعله بص بقى أنا حضرت لك الفضار هتقعد تفتر زي الشاطر كده على المروح السوق هجيب شوية حاجات وارجعلك على دموشات آخر تروحي السوق؟ انت من أنت يا ماما بتجيب حاجات بنفسك؟ يا يا حسام يا حبيبي دول ثلاث سنين فيه حاجات كثير قوي قوي تغيرت عنديك حاجات كثيرة جوالت خدي ألف أمك خلي دول مع أكيم كن تحتاج حاجة كتر خير يا ماما مستورة لسه معاي شاهين كده بتشاهينهم من قبل مقبل مقبل ورحمة أبوك ورحمة أبوك وغلوتي عندك لو كنت بتحبيني متكسف إيدي وله أتكسر بخاطر اخدهوا بقى شكراً يا ماما يلا سلامني يا حبيبي السلام مش مهم انا شايف نفسي ازاي المهم الناس يا ماما الناس اللي شايفاني رد سجونه وصاحب سابقة ان شاء الله ربنا هيظهر برقتك يا حسين وفردي ما ظهراش هروح فينا انا بقى اعمل ايه ان مع العسر يسرى وبعين ربنا عارف انك انت مظلوم ومش هيسيبك وهيقف جنبك ان شاء الله سامحين يا ماما بس انا على اخر على اخر ومخنون والله العظيم مخنون وعاسى ان تكرهه شيئاً وهو خير لكم انا عاوزك يا حسين تصبر وتتفاعل وتدور على شغلانا تطلع فيها طقتك كلها بدل من انت قاعد تنضب حظك وتبكي علي فات يا ابني اشتغل ايه بس يا ماما اشتغل محامي يا حبيبي بالبساطة دي يا ماما محامي مرة احلى لصنس الحقوق اللي انا عارضه ونقريت شرطة ده قابله واشرب ميته انا عندي سابقاً رد سجون يا ماما للمرة المية بقولها لحضرتك انا مش سايب الخدمة بمزايا ما ينفعش اشتغل محامي طب انبص النص الكوباية المليانة وافتكر قبل ما تكون رد سجون كنت ظابت شاطر وليك خبرتك اللي تتتقل بالدهم ما ظنش ما ظنش يا ماما صدقني يا ماما زي ما وجعت لازم يكون عندك الارادة اللي تخليك تقف وتقوم من جديد عشان تكمل وانا هقوم بصا هوم اطلع عطي عشان انام احاول انسى احاول انسى بماغي هتفرق عمي ما تشيلش هم يا حسين ان شاء الله ربنا فرجه قريب يا رب بص لو ملقيتش شغل اشتغل حر الشغل الحر مفيش احسن منه بقى مرة ايه الملاليمي اللي فضلت بعد ما اتجوزت سلمة الله رحمة وقابليها مجوز شهدة وبعد كده الشقة وتشطيب الشقة فلوس اللي معها ما تعملش حاجة ربنا بكرا يدبرها ان شاء الله يا حبيبي وحتى لو ملقيتش شغل انا تحت امرك في اي حاجة تطلبها تحت امرك في اي حاجة تطلبها ازاي يعني فلوس توصولي؟ اه يا حبيبي هو مش انا وانت واحد استنى مام لا يا شاند انا وانت مش واحد احنا اتنين انا حسامة اخوك الكبير اللي كان بيصرف عليك وجوزك وكنت بتعودي على رجله زي ما كنت بتقولي ماينفعش تقولي كده وعيب انا هاوم انا هاوم عشان شكلها بتخرف ايه كلمة برضو تليها له انا قلت ايه غلط يا ماما انا قلبي عليه وبعدين بقى هو انا هلقيها منين ولا منين يا ربي خلاص يا جماعة سيبوري يهدى شوية مهما كان برضو الله يكون فعونه يعني ازايك يا فؤاد بين ازايك يا مادم جهاني انا هستنىك في العربية يا فؤاد بتعمل ايه يا حسام تسمح لقد؟ لا مسمحش طب تسمح لو اوضح لك احنا هنا مش في المحكامة عشان توضح لي حاجة طب يا فؤاد بيه بحكم العشر اللي بينا والعشر والملحنة واقع في عرضك ومحتاج شغل اي شغل بسكلك الامن الكشير حسابات ها حسابات اعوزنا اسلم القط ومفتح القرار اسف يا حسام احنا هنا مكان محترم وبيجينا زباين محترمين قصد حضرتك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس قوي اتفضل مع السلامة ويريد تمسح لمريتي من عندك المترجم مرحبا هسام باشر انا اسف انا سمعت تألمك وغاسب على نزل انا ايهام تابعين مش ممكن أساعد حضرتك بأي حاجة ممكن وأمورنا فين ادعيل يا برايب ادعيل يا فراجة يا رب أنا معك فين أصيلي يا برايب روح شوف أتلعي الشكلة بعد ذلك مش الشغل بس اللي رفيتنا هماما الدنيا كلها رفضها كل الناس زي ما يكون جارة بقى أول ما دخل حتة الناس تتفرق من حولي صحابي ما عارفين ما استغربوا إن الناس دي يعرفاني ومعشراني بس فجأة ولا كأنهم يعرفوني ولا عشروني تخالي مهاردة روحت بقى الحبيبي أو يعني المفروض إنو كان حبيبي قلت أصدق شغلانا كده تمشي الحال يعني تخالي يرد على يقولي إيه إيه اللي جابك ما يغيخ تم كلامه بإيه امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعطل تبا والله يا ماما كنت باجي داخل عليه كان بيوم يوقف ما عليش يا بني إحنا بزمن العجايب البلاو ما بيجيش غير من أقرب الأرهبين لنا الناس خلاص ما عادش عندها ثقة بحد صالح يا ماما إن أنا بقيت عالة على الدنيا عالة على كل الناس حتى عليك إنتي محمد وشالي مش نتحك على بعض تصدقنا ساعات ببص لنفسي في المراهة بحس إن عالة على نفسي بتقولش كده يا حساب ما ما توجعش قلبي أكتر ما هو وجوع يا بني إيه الحقيقة يا بابا إيه الحقيقة ده أنا مقهور أهرب والله يا ماما مقهور أهرب ما زبر على نفسي يا بابا ما زبر على نفسي يا بابا زيك يا حساب ما عمل إيه؟ إيه دولة محمد؟ أولا حاجة أنا كنت جاي أشوفك بس ما لقيتكش مش عاوز حاجة أنا راح الشغل مستنى بس إيه دولة؟ ده ماملة بسيط كده أنا عارف ظروفك لي واندول إيه حصلت يا محمد؟ إيه حساب في إيه؟ ده إحنا أخوات تنتامة وقفت جنبي ودتني فلوس إنت ناسي؟ تبقاش حساس كده استنى يا محمد عايزة محمد يا محمد ما ندهلك فيه إيه يا الله؟ ما تستنى يا أخي؟ يا حسام انت متعصب كده ليه يا حبيبي؟ مش عايز نتعصب؟ وانت جاية ترميلي يا رشين بعد ما قلت بديك المصروف؟ يا حسام احنا ظروفنا كلها دلوقتي اتغيرت وانت بتعيرني بظروفة بقى؟ ما عاش ولا كان يليقول كده يا حساب؟ يا حسام محمد ما قصدس إنه هو يضايقك يا حسام يا حبيبي أخوك بيعمل كده عشان المفروض كلنا نقف جنبي بعض في المحنة دي يا حبيبي انت أخويك كبير ولما قفناش جنبك دلوقتي هنقف جنبك قيمة يا عم انا مش عايز حد يقف جنبي مش عايز حد انت ليه حسام رفض إننا نساعدك؟ مش عايز مساعدة من حد يا حسام انت في حد وأكيد محتاجنا جنبك انا مش محتاج حد ومش عايز حد يتطبطب علي يتطبطب ده ايه؟ انت ليه بتحسبها كده يا حسام؟ لأنها ملهاش تفسير غير كده يا ماما يا حبيبي يعني لو حد فينا وقع وقع مش المفروض ان احنا كلنا نقف جنبه؟ انا بقى مش عايز حد جنبه من بكرة انا شاقيت وعد لوحده ده كلام يا ابني تقعد في شاقتك لوحدك وانت في الحالة دي انا مش عايز اشيء الهم حد ولا حد شيء الهم يا ماما طيب خلاص يا حسين قلت في قطك لوحدك ومحدش فينا هيزعجك بس خليتنا عنا والنبي اوه بقى لا 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 أخوكو حالته صعب أبي خلاص يا جماعة محدش عنده هو متعصف كده يعني ايه يا محمد هنسيبه ينفذ اللي في دماغه؟ لا مش هنسيبه بس نسيبه يهدى ومحدش يضغط عليه واحنا من الوقت اللي التاني ده ما نشقر عليه عشانت؟ يا ابني انا خايفة ليعمل فروحه حاجة؟ اشتركوا في القناة لو لعبت قدام الباب تاني حرطع له الكرة دي سمعينه ولا لا يلا برا يا ريت العقد بقى يبقى جاهز بكر الصبح وبرق الكوافيره طبعا مش هوصيك يا متر متشكرة قوي الله يبارك فيك مع السلامة مالك يا حبيبتي ماخدونا كده فيه ايه مالك؟ فيه واحد زعق لنا ورم مننا الكرة وكان مسك فيه ده مسدس وكان عايزي موتنا مين المجنون ده؟ ده اكيد واحد مجنون يرفع مسدس على بنت صغيرة تعالي هنا وريني بيته فين طب استلي طب هاجي معاك بدي شو يا لوك انشاء هي دي يا مام متأكدة يا لو لو؟ هي وحيا دي فيه امان ما لها الشقة دي؟ الشقة دي بتاعت حسام الهلالي صاحب معتز اللي يرحمه بالو اكتر من ثلاث سنين مش عايش فيها ما فيش مشكلة ما هو ممكن يكون بيأجر يا رف الاجار لا بقى هنفضل كل الشوق هو ماذا امان؟ ازاي كامال؟ وماذا امال؟ مالكككمي؟ بسم الله ماشاء الله كبرت بقت عروسة ساي كامال لوكة؟ ايه بادي عني يا وحش؟ حبيبتي انا مش وحش انت خايفة مني ولا ايه؟ طبعاً خايفة دي طفلة وانت طلع لها بالمسدس وبترعبها عايزة تعمل ايه؟ انا ما تخافش؟ بس يا عمر، ده عمر اخوي يا عصير اه ده بسهل انا وصلت عمر انت و... وصلت انت؟ من جيتي لحق انا وصلت وموصلتش بص باعمل لك مش عايزك تزعل مني انا اسف انا كنت متغاز عشان انتو بتلعبوا كرة من غيري كنت عايز يلعب معيكو فخرجت زاعد والمسدس ده اليعمة هجيبليك واحد زيكو طلع بايا ايه رأيك؟ خلاص صوف يا لبل ووصة بقى بتشاوب احلاقة عشان خاطر عينيك يا احلاقة اتفاقنا؟ موسيقى يا بنت العالي مساء الخير يا حسين مساء النور ازاك يا اماني الحمد لله انا كنت عاملة شوية كريم كرامة للقوز ده نازل لك طبعا لشان تحلي بعض الوالغداء حلي رابدان وقبت بخاطر كنت اسلام ايه جيت بس واحد خلاص مقبت ويتعاوض هلمر الكلام التيل ده مقبت بخير ايه مش عارفة قولي جيل بله انا مش شفا ايه باني خليك ايه ابو انت ليه قاعد هنا الوحدة اكتلي مش قاعد مع اخوتك ومانتوك انت قادر تقولي كده اخترت ان عود الوحدي يعني او ما ينفعش اخي اننا بقى الوحدي او مصر اننا بقى الوحدي اتفاهم او مصدك انا عملت نفس الحاجة طب انا عندي سؤالي بتحت عمرك انت سمعتك طول عمرها كويسة انت ازاي ستتتعليك التهم بتقولي ايه بقى اتفاصلت بالملي اللي عملوها الشاطين وعملوها محبوكة ايوا ازاي انت ما عملتش اي حاجة غلط شعرايا ما بين الصحة والغلط لو تقطعت كل حاجة بتسيحة لبعض اللقصة صحة انسي انسي الوضوع تسبع الاخير بوسيلي ملك محاضر محسنا محسنا لو سمحت معلش بعد اسنا حضرتك ممكن نبرة ثلاثة اه بعد اسنا شكرك محسنا او غطة المترجم للقناة 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 خالد يونس وكيل النقب العام ما يالي يخلى سبيل المتهم حسام نجيب الهلالي بضمان محل اقامته ما لم يكن محبوسا او مطلوبا على زم التضايا اخو لا امو انا مش هسيبك تمشي كفاية اللي جارة قلتلك مش هينفع امامه ليه بس يا حسام تحنا هنشيلك في عيننا انا عايز اشين نفسي مش عايز حد يشيني لو بتحبوني بجد ساعديني ان نرجع حسام من اوله جديد شايف عنده امام هسمت بطل عند فيه ايه هتخسر ايه لو قعدت معهم وطمنتهم يعني هو انا عائل صغير يا حبيبي انا مش هبقى متطمنة عليك وانت بعيد عني تلي ايش يا ماما تطمنة اللي هيفكر يعملها معايا تاني حيبقى اخر يوم في عمره ان شاء الله مش كل مرة تسلم الجر عشان خاطر امامي سيبوني يا ظبط اموري بنفسي طب يا حسام عمل اللي انت عاوزي بس لازم تبقى عارف ان كلنا هنبقى قلقنين عليك خلاشة محمد هيحصل لي ايه اكتر من اللي حصل لي يا ولادي اللي اعبها لنساها والله انك وحشة عامل ايه يا عمام عظيم يا عريان تعالوا تعالوا انه وريد الدنيا خش يا رجالة خش بعد انا خش يا عمام والله العظيم تلاتة ليك وحش عمهم عني والله انت العلو عشني يا بوب خد ايه يا بوب تعالوا والليلا ايها يلاقيها يا باب عامل ايه علاك حبيبي مورد حبيبي عمام سجارة عمام تسلم متعارف من ايش فيه لما اخذ العلو فاشربها والعب ايه مورد حبيبي ما اعجش ولاهه ايه ما اعجش لجدا ببسوا يا حبيبي مالك ما خشر اللهه ليا باشا 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 مالك ما حاش في حاجة لست ابقى جراء ايه فاكس احنا مش اتفعنا خلاص نخرج من اليه فكهة بقى مفتل تشاقم التشاوم التشاوم ده هو الحقيقة المرة اللي كلنا عايشينها تتصدق وتقاملوا بيا لنهاردة صرفت اخر جنيه من البنك وكنت امتالك ومش عارف هتقضى ازاي لغاية اخر الشهر ومين سمع؟ ده انا اخر جنيه شفته كان من زمان قوي ما عايش ازاي يا دولار؟ ما عايش ازاي يا دولار؟ ما عايش سفلاء او رمي بقى على خارق الله وانت عريق؟ انا مقضيها فعلوة ما ينعش من النصبية كده فاست فود حاجة علماشي يعني ما الصبية فاست فود؟ لاي جزيج اشيخ وانت عادة مبت؟ انا الحمد لله اللي علموا زبطني معاه هنا وراحامني من شغل المقربصات والكارتة وال... طب المقربصات والكارتة كنا عارفين بتعمل ايه؟ هنا بقى بتعمل ايه؟ زي ما كنت بعمل في سويسا دراعه اليمين كاك قطع دراعه اليمين ده باختك انا لقيت وظيفة عر بقى والخلق الخلق ده زبطكو زي ما زبطتك وقتا عارفين الرجل اللاه انا انك ده صاحب المحل بعزين حبيب ومرفضليش طلبة واعينكوا قبل ما يدخل معاشي ليك هاي هتنوّر المحل يا حسان باشا لما تشتغل هادي هتنوّر المحل؟ ها؟ طب انا هشتغلي هنا العسان يا حبيبي يا حسام ألف مبروك الله يباريك فيك يا حسام ألف مبروك يا حبيبي الله يباريك فيك يا حسام شوف ربنا عوض صبرك خيره هون الحمد لله ولقيت شغل فينا حسان في شركة أمن تعرف الشركات الأمن الخاصة دي طبيعة شغلهم مريض من طبيعة شغلنا في الداخلية؟ وربك يسألها إن شاء الله طيب وأنا عندي خبر ليكو حلو برضا أنا نويت أكلم اللواءيني في أن أنا أرجع لرهام تاني الله يا محمد إيه الأخبار الحلوة دي مبروك؟ الله بارك فيك ألف مبروك يا حبيب ربنا بارك فيك يا حبيب ربنا أنت المالك على خير يا محمد شكرا يا حسين هاي وكده عاوزين أخبار تفرح الحمد لله وأنت بقى ستة شان مش ناوي أنت كمان تفرحينا كده؟ أم أفرحكو إزاي يعني يا ماما؟ أه فرحنا بمحمد وفرحنا بحسين أنت كمان مش ناوي كده تفرحينا ولا إيه يعني؟ هو أنت يا ماما يا حبيبتي عايزة تجوزيني وأنا عندي عيل؟ لا يا حبيبتي مش عايزة أجوزك وأنت عندك عيل أنا عاوزاك ترجعي لجوزك عشان تربي العيل ده وسطيكو تاني يا ماما تاني تاني وثالث ورابع لحد ربنا ما يهدك ماما عندها حق أشان لازم تدي لساهر فرصة تاني أنت عندك عايزة يا بنتي؟ هو يا حسن مش بيقوله الجواز أساسه القبول؟ بشارعنا؟ طيب أنا بقى ساهر ما بقاش لي عندي قبول خالص بالعكس بقى شكله بقى بيفكرني بأيام سودة نفسه نساها بقى استغفر الله العظيم ربنا يسلح لكم الحق ما يفعش الكلام ده يا صوار الكلام ده ما يفعش عندي الزباين شفت بطلها وبتعدم المحل ولسه في جيوبهم فيه فلوس يعني ساعتك عايزة نعمل يا مجربي؟ مدي ايدنا في جيوبهم؟ تمدي ايدك إن شاء الله في عينيهم الله الحق عليهم جنب رجليهم يبقى الحق عليهم انت عايزة نسرقهم بقى؟ نافر يا دولر مسي موني أكيد خانوا اللفظ متعلي هو قصده ننصب عليهم ويا فرد ايه؟ نسرقهم زي ننصب عليهم لتنين واحد نسرقهم ننصب عليهم إن شاء الله حتى نثبتهم المهم ناخد القبيل والعلو خير إن شاء الله الله عليك العلو هو ده الكلام المزبوط على فكرة هل أنا بيعجبني اجتهادك وإخلاصك في العمل؟ العمل عبادة يا مونير باشا بس أنا مش موافق عالكلام ده احنا شغلتنا هنا نقامل المحل مش نهدر الزباين ونقلبه ما مونير بايه؟ ها 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 نقلب الزباين؟ ها نقلبه حلو هاوي انتوا ناسين انتوا لد سجون لصوص وحرمية همتطبوسوا قديك ووش وضهر إن انا شغلتكم بالكابرين المحترم ده وانت اشتريتنا ولا ايه؟ اشتريتكم؟ يا ريت يا ريت ليكو سعر انت وهو عشان عرف اشتريفه؟ يا عم انت بتعيرنا ولا ايه بس؟ لا يا جماعة بليز اكيد فيه ميس اندرستانددك مسيومونير راجل جونتي واكيد هو عرف احنا مين كويس انا بس بفكركم بفكركم عشان تحطوا عقلكو في رازكو وتفكروا كويس قوي فشولة اهلة كميلة عشان شغلتكم بالكابرين المحترم ده هم يعني انت شغلتنا هنا عشان احنا حبساجاية ورد سجون وحرمية لا يا حبيب تقول مش رد سجون انت وده كثرة خرجين من السجن يعني ده كثرة واضح يا سادة ده كثرة انكم مش هتعمروا معانا في الشغل هنا لعب مش عليك والله يلعب ما عليك يلعب ع الدنيا اللي خلت واحد زيك يلطننا ويتحكم فينا بس ليك يوم يا مونير وخليك فكر الجملة دي كويس ليك يوم احنا ملناش سعر ماشي تفيت في عقلي وجبتك معاي بطبق البصارة اللي انت لابسه دي اكيد يا جمعة تصورين الله يخليك حريبت تطلبوا حاجة تشربوها ولا تلوطوا بعشا لا خش في العشا على طول طبعا ويارد تشوفوا الأمرتين الحلوين دول حياخدوا ايه الأمرتين ضر يخشوني على ايه يا حياء وانا انت ما تتبسل ايدك انت هوري عنوان يا انت عزباتك كمان يا ما يصحش كده يا حضر ما يصحش ما سعرش وانت مين انت كمان انا بعد اذنك خطير ام المكان ده المكان ده هيتدردق على اصحابه ايه حسان به الهلالي وستهي باش انا مالش اي علاقة بالراجل اتعور ده وراح المستجفى وانت مين؟ انا راجل صاحب كباري محترم كل مهمتها باشا ان انا احمل زباين اللي عندي واشفط بطني وعدي ورجالتك دول بقى هم اللي عمل المجزرة دي؟ يا خسارة باشا كانوا رجالتي زمان لكن من دلوقتي خلاص حض الله ما بينوا وبينهم يا باشا دول بلتجية كسروا المحل على دماغ الزباين انا حاوز اعمل فيهم احضر يا باشا لطيف قوي جو البيع ده يا ميسيو مونير دي جزاتنا ان احنا كنا بنحمل كباري المحترم بتاعك صحيح اخرت اسموهم ايه دول علقة مين يا باشا اللي بقولك اخر اسموهم انا بقولك يا باشا انا باشا هتمنتلوقتي وبعلنها الناس دي انا رفضتهم خلاص والكلام ده شاهد عليه حطرتك يا باشا بنبعش تقول انتك انت هتطردنا بالجنة وانتوا اسمائكو ايه بقى اسمك ايه يا رحمة ايه يا باشا رحمة من مين ده المقدم حسام الهلالي ده كان زابط في مكافحة التهريم اكيد سيادتك سمعت عنه لا طهر ايه طهر ايه ماهم لازم ان يعرفوا برضا ان انت مش ويه ازاي تقول كده يا باشا انت تقرب لمحمد بي الهلالي يقرب لمحمد بي الهلالي يا باشا ده حسام الهلالي اخوه الكبير وانت مين ان شاء الله اني طهر المصطه يا باشا اللي اخوه مرمي في المستشفى بس مش مهمة فداكم يا باشا اني اهم حاجة عندي ان الموضوع ده يخلص عشان خاطر حسام باشا انت ما تعرفش غلوطه عندي يا محمد معارضك هو اعملش فايا كده يا محمد ما صحش يا بني قدب ما توقف بكلمة انت عايت مني ايه بعد ما عارتنا وبعد ما احرقتني قدام زمالي انت واحد كدير ما كان لازم اجدب يا بني كان لازم اجدب علشان تنسوني انت وامك واختك ايه دي بقى شركة الامن اللي انت اشغال فيها حط نفسك مكاني ما كانش فيش اغدالة شريفة هتقبلني انت اشتغل بلدجي وفي كباريه يا حسام في كباريه لأ وزعلان قوي ان انا اديتك فلوس لأ ان انا الكبير انا الكبير ومقهور ومكسور وعاطل يا ريتك فدلت عاطل وعلى عارتنا دينا انتيت اشك دلوقتي ان انت دخلت سلجني بسبب جريمة انت ارتك بتاع اخرص بطي سلطة لأ مش هاخرص ومش هازكت وكفية بقى دور الملاكة اللي انت عيش لنا فيه هل انت بصدق ان اخوك وسخ يا محمد؟ اه وانت اللي خلتنا يصدق كده ما تقولش اخوك انا اخويا مانت انت ما بقتش حاجة تشرف ايه دي ايه يا حسان باشر هو ماله جاي متشمل علينا له كده ماني خلصت الموضوع جوه وبعدين انا مش عايزك تزعل دي مصارين البطن بتتخانق وانت اخوات واكيد حتتصعفوا لعله خير ان شاء الله سبنا لعله سبوني في حال وكلكم سبوني في حال رايح فيه رايح في داهية سبوني في حالي جنرال الكلام اللي سمعته ابن اخوك ده صحيح؟ انت الكلام اللي سمعته ابن اخوك ده صحيح يا حسام؟ ايه يا ماما ايوه انا مش مصدقة نفسي معقولة انت حسام الهلالي انت ابن البطن نجيب الهلالي ابن اللي ربيته على الاخلاق الحميدة والطيبة والاحترام تبقى كده يا حسام كبرتك وخليتك زابط قد الدنيا يضرب بيك المسا في الاخر تشتغلي بلطاجة وفي كاميرا ايه؟ مش بصدقة نفسي لا صدق صدق يا امو البطن اللي وقف قدامك ده حسام هلالي تاني خالص غير اللي بطنك شالته وغير اللي ربيته وكبرته ويه اللي تغير فيه؟ وقع نفسك كسرت بعد عنك بقى عامل زي الفرس اللي مالوش لازمة ولازم يضرب بالنار الفرس القصيل لما يقع وينكسر بيقف تاني ويكمل المشوار مش ينضرب بالنار ده كان زمان يا امي انما احنا الزمن اللي بيقع فيه دلوقتي بيتداز بالجزم ومحدش بهم يدروا اينا وانا رحت فين؟ انا امك رحت فين؟ تناصة انا فشلت ابقى سندك كمان هبقى حملة عليك حملة علي يا يوسف؟ حملة علي أمك؟ وعشان ما تبقاش حم تضيع نفسك وبعد ما كنت ظابط محترم تبقى بلطجي بعد ما كنت بتحمي الناس تبقى بلطج عليهم وفي ايه؟ في ايه بتحزبوني علي ايه؟ بتقطعوا فيه عليهم عليهم للمشانق ليه؟ انا تبهدلت انا تظلمت وتهنت اتسجنت ظلم وماش فعليش بلوف الخدمتي في التخليق اللي مفهوش نقطة سودة دوقت تعملت ظلم على تهمة انا اصلا ما عملتهاش ارحموني بقى ارحموني وفي اخيات ده عدف البيت زي النسوان واخوية الصغير بدل ما دوله مصروف بيرميلي حسنة لأ انا اكرم لي واشراف لي ادوس عالناس كلها بالكسر بدل ما يدوسوا علي يا ماما لا لا يمكن تكون ابني لربيته لا يمكن عمري ما كنت اتصور انك تبقى مهزوم بالشكل ده انا ربيتك عشان تبقى بطل مشي فوق يعني فوق اللي انت فيه منفاية بقى فوق 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 سيكو طهر عرفت عنواني من ايه؟ مين اللي يسأل مايتوشي؟ مش هتقول لنا نفضله مين اللي فاندي؟ ده كامل اخوية اللي كان منتن ما انت عارفه لا بس دلوقتي اتغير على الاخر بقى بيستحمه وبقى يحط برفان واضح ان مش هو الواحد اللي اتغير وبقى يستحمه ويحط برفان يا طاهر كلنا اتغيرنا يا حسان بيه هو زمن بيخلي حد على حاله معاك حق انما انت ايه اللي ده احضر بك الحل تحت اوي كده ده قاني الدمعة كانت هتفر من عياني لما شفتك في المخروب الكباريت نستني ايه من واحد رد سجون زي وايه اللي حصل يعني يا باشا انت مهما حصل حاطيف ضليل باشا الكبير بتاعني ده كان زمان انما انت يا ما شاء الله يعني ايه اللي نقلك النقلة دي معينوك مدير الادارة وانا مش داريان او ليه ادارة ايه يا باشي اني بعد اللي شفتوا بعنيي وشفتهم رموك في السجن اكتقبت من الشغلاني وستهني وبقيت بشتغل في التجارة التجارة ايه اللي انت اتصيع وانت كنت لقيت ايكر ولا حلتك حاجة من اساسه اني بشتغل مدير عند اخويا كامل المنتن دي هو وشريقه اخوك ده ايوة عقبال امال تكلوه واحد صاحبه راجع من اطلية معاه فلوس ايه بالزوفة وطبعا ملاجاش غيري انا واخوها طهر عشان يقاملين على فلوسه اه بتشتغلوا في ايه بقى ايه في الاستراض والتصدير بتصدروا ايه بهاين احنا مش بنصدر احنا بنستورك كل حاجة منصيل ما شاء الله واضح ان الشغل ماشي معاك واشيادكو معدد هذا من فضل ربي وكله بالحلال يا حسان بيه وعشان كده احنا جايين لك المعارضة جايين لنا؟ عايزين ايه؟ عايزينك تشتغل معانا اشتغل معاكو اشتغل معاكو واقع مستقية انا ما بعرفش صيني بيقولك ما بعرفش صيني يا باشا ده انت تعرف الكفت يا باشا واكيد بحكم شغلك في الداخلية لك علاقات في المواني وعا الحدود ده حقيقي بس ده حيفيدكو بايه؟ يفيدنا كتير جاوي ما هو انت لو مسكتنا قدرت التخلص الجمهوريكي عندنا في الشركة هتخلصنا عمليات كتير وبسرعة وانت معارفك يا امي وده هيفيدكو هوا يا امي؟ هي بتتكلم انجليز يا باشا يا باشا يعني هي جات عليا لأ جات لحد عندك وتحت رجليك وقيت عليا انا وده ستنا واحنا بقى جاينت لك عشان نهل بيوت يعني نساعدك ونشيلك بقى قبل ما العجلت وفرومك واضحت حضم الدنيا غدارة يا عسان باشا واني بصراحة من ساعة ما شفتك مبارح واني مش على بعضي طب ده انا ما عرفتش هدام طول الله حتى اسعى للوات كامل يا انا يا اخوي اطار عمره ما يجد بابده جان انت هو انا وانتو شايفاني ماشي برايله دي ما اطاعها دي العفو يا باشا بس انت باشا وحاطف ضل طول عمرك باشا وبصراحة يعني شغلانة بلطاجة دي مش لد علي انت حقتك يا باشا تقعد في مكتب ويكون متكيف وتبقى حواليك سكرتاريا وتبقى مدير وتاخد خمس تلاف جنيه في الشهر كم؟ خمس تلاف جنيه يا باشا خمس تلاف جنيه؟ يا شغلانة التخلص الجمروكي دي بتكسب او كده؟ امان دي احنا بديستورت شوحنات بقلوفان واللي خلصينا مصلحتنا بسرعي لازم نحليله بوب قلت ايه يا باشا؟ قلت ايه؟ ولو اني مش مرتاح لكم بس ما فيهاش يوالي خليكم وراك الدهب لحد بقى بالضبط يا مرحب يا حسان باشا يا مرحب ده ايه النور دي؟ دي الشركة موارت بداخلتك عليها والله الشركة موارة بصحابها انا مش بيصدق نفسي من الفرح انا نودي ودي افرشك الارض رملة ايه يا وات شغل الفوعلية اللي انت فيه ده يا وات ما تنزلش كارتي الاسمنت من على كدفك وانت بتسلم عليها عب كده نزل ياد رجلك نزل رجلك اهي حسان بيه مش محتاج للمحلسة دي حسان بيه صاحب مطرح اتفضل يا باشي اتفضل افرجت على مكتبك الجديد اتفضل مش تتفضل معاني اتفضل يا حسان بيه اتفضل 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 يا حسان بيه اتفضل ايوا من ايه ها ايه رأيك بقى في مكتبك الجديد لا لا اني عايزك تقعد هنا عايزك تجرب المكتب الجديد ده اني دفع فيه دم قلبي بس والله مش خسارة فيك ده احنا بينا عيش وملح واني لحمك تافي من خيرك وجبنا لك كمان سكرتير اخصوص تقنيلة عليك وعلى اندفاعك دايما كده مندفع وحريق لكل مفاجآتي هاتي تشرب ايه يا حسان بيه لا على حالة طعم تشكر لا ازاي اياكش يا رب بعدم كامل اخويا ديه لنتشارب حالة خلاص 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 شارب هاتي شارب هاتي بسرعة بسرعة ح performing اني عايزك بقى تورينا الهمة تورينا الشغل واني زي ما اتفقت معاك و كل شهر حدىك في ايدك ما conferمت 되jetة أنا رقبتي سدادة الخير كتير والحمد لله ده أنا ممكن كمان أفتح لك حساب في البنك وحطي لك فيه المرتب بتاعك والقسط يبقى يتخصم منه ها إهؤولك وحشتنا قوي يا حسين معقول تغيب علينا الغيبة دي كلها والله شاين دونتو كمان وحشتوني يا قوي إزاك يا ماما؟ نحمده على كل حال نعرف إن إنت زاعدانة مني ما عندك حق بس أنا جايلك النهاردة عشان أطمنك خير يا حسين فيه إيه؟ الحمد لله اشتغلت اشتغلت في شركة استراض وتصدير أجل مرتب كويس أوي خمس تلاف جنيه في الشهر بجد؟ ألف مبروك يا حسين وحيددو لك المرتب الكبير ده إيه؟ طمن يا ماما هقدوني المرتب الكبير ده عشان هشتغل في التخليص الجمركي يعني بحكم معرفي وعلاقاتي في المواني من الأهام الداخلية يعني خلاص فوقت من اللي إنت فيه وهتمشي صح يا حسين يا أمي محدش بيمشي في الغلط بمزاله الظروف هي اللي بتجبرنا على الغلط بس مع أول فرصة للصح واحد بيرجع مساء ما أنت شايفه أيها كده يا ابني طمنت قلبي ربنا يطمن قلبك أنا مش عايز أقول لك يا حسين أنا مبسوطة بكلامك ده قد إيه؟ مساء الخير مساء النور تعال أبارك له حسين أبارك له على إيه؟ حسين يشتغل في شركة تصدير واستيراد إيه؟ مش طلع منك كلمة مبروك يا محمد؟ مبروك بس على كلامك يطلع صح يا حسين معلش يا حسين ما تزعلش منهم أنت عارفه يعني لما بيتقمس بتبقى راسه نشفة قد إيه؟ الأخوك فيه ده مش عامس أنا مربيه وعارفه كويس مربيك أنت وهو أنت اللي اتنين عيالي مش إخواتي أخوكي كان شايفني حاجة كبيرة جدا ومن وجهة نظره أن أنا خزلته كسرته قدام الناس بس إذا ربنا قد أنا العمر الأيام جاية كتير وكفيه لا تثبت له أن أنا ما خزلتوش يعني خلاص؟ من زعل منه؟ حد يزعل من عياله ما قلتلك أنت وهو مش إخواتي عيالي ربنا يهديك يا ابني ويخليكو البعض ربنا يهدينا جميعنا مهما وطرد عندنا كده إيمان إيه ده حسين؟ ده عربية جديدة؟ إيه رائك؟ مبروك الله يبارك فيك يجبتها بالقسط عشان أتراحم بقى من زحلة الموصلات إيه رائك يا ملوك؟ يعني؟ يعني؟ الله أقول أنت الكبتية عشان تقولي يعني؟ أم اللي ما تسوقيا هتقولي إيه؟ أنا لسه صغيرة وإنت عارف كده أنا عارف يا سنتي بسنتي مش هتسوقيها لوحدة أنا حسوقها معاك إيه رائك؟ اتفقنا 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 المماذبة دي؟ هعملكو بكري يوم رياضي يعني إيه يوم رياضي؟ يوم رياضي يعني آآ يوم رياضي يعني آآ قصد نحتفن بالعرضية الجديدة نخرج نفسح ماشى شوية يعني عشان خاطر ملوكة؟ ولا إياه ملوكة؟ هنيجي طبعا أهو شفت بقى؟ ماشي؟ هتيجي؟ ايه؟ لو ملك وفقت يعني أنا موافقة ايه ملك وفقة؟ طب خلاص أنا موافقة يعني احتمال ماما تبقى موجودة شاهندة حسان الصغير يعني لابنا اتبسط شوية ياريت طيب أشوفكو الصالح إن شاء الله بإذن الله سبعة اللي خير مبروك الله مارك فيك اه سلامة اتبسطت يا ملوكة؟ اتبسطت قوي يا أمك الحسين أخيراً لقيت حدها هي تعود تلعب معني إن شاء الله بإذن الله كلها بما فاضي موريش حاجة حنخرج كلها نساعدة والله دي أول مرة تبسط فيها من مدة طويلة قوي لا يرحم لا يرحم ويعسن إلي لا يرحم ستاعت أنا كمان أول مرة تبسط فيها من مدة طويلة قوي امك ربنا يصبرك يا حسين ربنا يصبرك الله ينور عليك يا باشي هو ديه الشغل ولا بلاش إنت مش عارف فرحتي من ساعة ما عرفت إن الشحنة دي وصلت بالسلامة أنا ما جاليش نوم ليه السلم؟ وش معنى قالي الشحنة دي؟ من أيامة خلصتلكو شحنات إيه المشكلة في دي يعني فيها إيه دي غريب يا لا يا باشي أصلي الشحنة دي زبدة الزبت زبدة الزبت؟ مش ماه؟ ما فهمك ما أنت لازم أن تفهم دي مينتا خلاص يعني بقيت واحد من نيني ما بقيتش غريب اصلي يا باشي الشحنة اللي انت دخلتها بشطرتك دي في أجرة الصينة متهربة في لعب أطفال يا نهر أبوك إيه سود بقى هي دي البضاعة اللي بتستوردوها بالصين الله ينور عليك هو ديه أصل الشغلانة والباقي كله دموية ده أنا حاوديكو في ستين داهية أنتو زي تخلونا اشترك في جريمة زي دي؟ جريم ده جريم ده لسامح الله هو احنا قتلنا قتل دي تجارة ده تهريب تهريب أنت لأس يا طاهر أنا كنت إيه؟ كنت يا باشي كنت إنما أنت دلوقتي حاجة تانية رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك وبعدين اللي احنا بنعمله ديه خير فيه ناس غلابة يا حسن باه ما بيقدروش يرفعوا رصهم قدام راطتهم ورقابيتهم قد السمسمة اسألنني احنا بقى بنستورد الفياجرة دي عشان الغلابة دول يرفعوا رصهم قدام راطتهم وبيوتهم ما تتخربش انت أكيد الجنة انت في دمارك ما تكبرش الموضوع يا حسن باه ما تكبرش الموضوع واحسيبها بالعقل عقل انت خلت فيها عقل انتوا عايزين نتخلف مبادئ ازاي؟ مبادئ ايه؟ مبادئ ايه يا حسن باه؟ المبادئ دي خلاص ما عديدش بتأكلهاش بيعها بيعها واستفيد بفلوسها بدل ما تصدي جواك وتضطر يتبيعها ببلاش بعد كده انت الزهر نسيت نفسك يا طهره مسته اني عمري ما نسيت نفسي بس الزهر ان انت اللي نسيت نسيت انك رد سكون وما بقيتش الباشا بتاع زمان طهره مسته اني بوعيك يا باشا اني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي انت مش عارفها تقدر تقولي خدت ايه من شغلك مع الحكومة؟ غير المرمطة وقلة القيمة واخرة المتمة استغنوا عنك ورموك في السجن عارف ليه يا باشا؟ عشان هما موظفين ما بيحبوش بعض ما بيخافوش على بعض ان ما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض لان المصلحة واحدة حق مش عليك انا اللي استعل ضرب الجزمة ان قبلت اشتغل مع واحد وقتي زيك ماشي انا واطم بس يكون في عيونك انت مفيش حد حيوظفك ولا حيديلك المرتب اللي بدهولك وخصوصا لما اعرفوا ان انت سوابق برا الباب دي مستنيك الفقر وقلة القيمة ودول ما بيرحموش حد اسمع كلامي اسمع كلامي وانا اخليك تلعب بالفلوس لعب وخلي الكبير والصغير يعمل لك ألف حساب احسبها يا باشي بس ياريت احسبها صح حسبتها يا طاهرة مصطي وموت مجوع اشرف لي ان ابيع كرمت الواحد واطي واسخ زيك ازايك يا حسين؟ ازايك يا عمان؟ جبتلك شاية روز بلبن انا مش عارفة ودي جميل كفين؟ كفين يا بقى كرم ده؟ عنتي المرحومة ده فيك يا حسين عندي شوات مشاكل في الشهر مش عارفة حالها ازاي ينفع سألك ايه المشكلة؟ طبعا ينفع بس في شوات مخالفات بتحصل في الشهر قول لو وفقت عليها عبق بشارك فيها طب توافق ليه فيما تريع ضميرك وتقوله مديرك طب لو قلتلك من المديري الشخصيين هو اللي مصر عليها وانا مش هادر اطوعه لاني عبق بخالف ضميري قولت خالف ضميرك يا حسين مفيش اي حد يستاهل منك تعمل كده عشان هتستفيد ايه لو كسبت العالم كله وخسرت نفسك؟ كلامك سليم بس حتى لو قلتلك ان اللي انت بتقنيدة هيخسرني شغلة وهرجع تاني عاطل شغلة انا مش عارفة حتى لو خسرك العالم كله ربنا هيعوضك بشغلة انا احسن فيه يا حسين احنا نقصين تشايف كده؟ كل واحد لازم يحط الخطوط الحمراء لنفسه ما يستنيش حد تاني يحط دهوله ده لو انت عايز تعمل حاجة صاحة في حياتك بصراحة كده وما تزعلش مني قالتني كنت مكانة مكاني؟ مش قاملة دي مصيبة يا ابني عندك حق فعلا دي مصيبة انت سعدت في التهريب من غير ما تعرف مصيبة؟ يا مين يشايني شي لاشمال تصحصحني وتعيشني باني آدم باني آدم؟ وما الحيواني باني؟ الحيواني يا حبيبي اللي يفوت فرصة زي دي وما يستغلهاش فردوان يا فوكس ماقوله يا رب اللي بحصل لي ده يعني بعد ما كانت شغلتي ان انا قاوم الغلط وامنعه دلوقتي مجبر صحين عنه واشارك فيه كمان طب باشا ما اتجربت المقاومة قبل كده وديك شفت النتيجة ايه ما اتجرب بقى المرات دي السكوت اكيد دي يعني النتيجة هتختلف وباعين انت موظف عنده يا رزق يعني ما تأخذنيش والمثل بيقولك قربط الحمار واطرع ما حب صاحبه ايوه يعني اتكبر لها اتكبر لها؟ اه عيش وكل ارعيش يا فوكس ومطرح ما ترسي دقل وبعدين دي مكويات يا مخدرات يا بوب ولا ايه ما تفاهمه سام الهال دي مجانين وانت اكيد مش تسمع كلامه ما تنقلت انت بسكياتك بقى ما تخيبش الراجل بص يا عمام فويتها واعني من نفسك مشوخ ببالك بقول عالله خير ان شاء الله خير خير اي من خير بس يا مرحب يا مرحب يا حسان باشي نورت مكتبك اني كنت عارف انك هتحسبها صح بص يا مستهي انا زي الزيبة ومليش ملكة وصوتي من دماري واللي افرام غير كده يبقى ما يعرفنيش فمش معنى ان انا جيت تاني انك مسكني من ايدي اللي بتوجعني معاش ولا كان اللي يمسكك من ايديك اللي بتوجعك يا باشر ده انت البشر بتاعنا ده انت الكل في الكل واني كل غرضي انك تبقى موجود في وسطينك المصلحة تمشي ايش معنى انا طهر صعبت علي يا باشر بصراحة صعبت علي فقلت نرزق سوي احسن ما نرزق لوحدينك بتهرب حاجة تانية للادوية هي الادوية وبس ادوية وبس وكل غرضي اني اساعد الناس الغلابة وارفع راس الرجالة وفي النهاية اكسب لي ارشين اقسمهم معاك احسن ما اقسمهم مع غيرك هصدقك يا طهر هصدقك لاني ما عنديش حل تاني غير ان اصدقك لو على الادوية ماشي هو ده الكلام هو ده الكلام اه عذر والحدي يقرب لدك اكسب في تليفونياتك لنا في مصيزة في ايه يا شعينة امني اتخطف يا حسين اني مني اميني اتخطف ازاي؟ يقرب يا تاني مش فاهم ايه؟ دي بس عشان نفعل عربية كان فيها تالياتة قابون لحده قص هرايش شو طب 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 يا ميه يا ميه ايه على فان عامل محضر إزبات حواب طبعي طب 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 اه 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 حاجة معاه مهم مستهلة طب مش مستهلة مش مستهلة دي مستهلة ونص مش قادر حسام هتجنر خلاص يا شاهندا مش رحنا لإسمه عملنا له محضر واته نتيب خطر وقت خالصنا بقى اه ولا خطف حسام محدش لي مصلحة غيره قالي لو شفت ساهر طليق ده حتلوا بسناني فسان تعالى نطلع عنده على البيت أنا متأكدة أن هلاقي ابني تلاقي أمه اللي مقوياه معقربة معقربة الله يسامحها وعيد السوداء هو وأمه إن شاء الله قوليه لي السكة يا شاهندي اطلعه على مصر الجديدة بسرعة يا ستة شاهندي مصر الجديدة مش كده سوء أنت الساكت يا طالب حاضب وفوق لنفسك حاضب حاضب أبني خد يا ناحا فايه تعالى بس عمتة تعالى نخبف معاهم إنا كده إحنا في ميوتك أيه ابني فين يا ساهر ابنك تقصد إيه بالكلام ده ما تتلويش قوي كده وحات أبوك وكلمني اللوت فين مضي إنت يا سيدي واتخلصنا دي مهما كان أمه وقلبها بيتقطع على ضلابي إنت مين إنت أصلا يا ساهر بقول لك ابني فين ابنك ابنك قف حضرتكو وشكلك كده أهملتيه وسبتيه لحد ما تخطف منكو والله شكلك أنت اللي بتضحك علينا يا ساهر بس ورحمة سلمة مراطي اللي هي أختك لو عرفت أن أنت اللي خطف الواد لحيبقى لي معاك كلام تاني وريزل قوي أنت بتهددني يا الله أحسن يا عمى أنا لا بهددك ولا يحزنون كل الحكاية اللي لوقت تخطف وأنا عايز أعرف أنت اللي خطف ولا حد تاني وهتفرق في إيه يعني؟ الله يطم من قلبك كده ريحتنا وعرفت أن الواد عندك هقصلي أن أنت اللي خطف الواد أيها أحسن أنا اللي خطفته آه يا حرام يا ناد لحوديك في ستين ألف ده يا روعت غلطي بأي كلمة وإنت وعتمد إيدك لحسن أقطع أهالك ماشي يا حسن الواد ده ابني زو مع ابنها بالزبط وما فيش أي قانون بيعاقب أن أب ياخد ابنا سليم ما فيش قانون بيعاقب أن أب ياخد ابنا نتكلم بقى لما تهدى كده وتركز وععلك يرجع في رأسك سلام إنت هتسيبه هو بيقولك أنه خطف ابني؟ ما هو ابني ابنه من حقه يتمتع بيه زي ما أنت كمان من حقك تدلعيه ويتمتع بيه بس بعدين مش دلوقتي عشان ده هو إيه اللي مش دلوقتي إنت مش هيف قلبها بيتقطع إزاي الوقت ده لازم يصار النهار ده خلاص يا طيب خلاص نتكلم بعدين يا ما عشان ده يبا 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 روح يا شيخ إلهي ربنا يبتليك بمصيدة يلا طيب يلا طيب يا حسيمة إيه دي يا شاهند إيه دي حبيبتي هذا إزاي بس يا ماما خلاص يا شاهند إيه اللي حصل إزاك يا محمد باشي صهر انت قعد هنا بتعمل ميه؟ مش وقتها أسئلة دلوقتي ابني تخطف صهر خطف يا محمد أنا مش مصدقة إن ساهر يعمل حاجة زي دي انت بتقوله إيه؟ هو الجنن ولا إيه؟ ده أنا هروح أجيبه دلوقتي وأكسر دماغه ابنك حيباد في خطنك يا شاهند استعدى بالله بس يا حضرت الزابط بتكسر دماغه وليه؟ بأمرت إيه؟ الراجل خطف ابنك يعني مفيش جريمة يعني مفيش جريمة متحت حميلة ولا إيه؟ أنا مش بحميلة يا حضرت الزابط أنا بتكلم بالعقل وفي الأول وفي الآخر مش عايزين الوقت يشوف هم أبوهما بيعطاها في بعض ساهر ما بيجي شغل بالعافية يا حسام أنا عارفة معاك حق يا سيدي شاهندة فيه ناس ما بتجيش اللبار بالبلغة ما تخرص إنت إنت إيه لدخلك ما بينك؟ بس يا طاهر أظن مش من الزوء يا محمد بيه؟ وعيب إنك تعمل ضيوفك كده انت هتعلمني العيب وليه لا يا باشا؟ ده كان زمان قبل ما تبنى على حياتك ما يصحش كده يا محمد عيب طاهر اتغير يا محمد بيه اتغير زي ما كل حاجة اتغيرت بقى بيه يا بيه بيه ده منظر بيه بقى بيه من إيه؟ من كرم ربنا عشان نيتي الصف يه وقلب اللي زي الحليب طاهر بقى مديري في الشغل يا محمد مديرك؟ وأنت مليش غير طاهر المستيه عشان تشتغل عنده؟ وماله طاهر المستيه يا محمد باشي ده احنا كلنا ولاد تسعي وبعدين أنيامة خدمتك اطلع بره يا ده اطلع بره بدل ما تتخنقوا معا بعد يشوفوا لي حل في المسيما اللي أنا فيها دي أخوك يا حسامة عنده حالة ندي فرصة لسهر أن نفكر شو هي ويرجع العقل ويرجع الولد بدل من خش في مشاكل معاه انت كمان يا موم هتقولي كده؟ ما احنا لازم نحايله انتوا أحرار أنا ممكن أجيبه وبقيته في التخشبة لحد ما يجيب الوقت بتهمت ايه باشي؟ من غير تهمة بلطاجة كده وخلاص ولا انت نسيت انا بقيت ايه؟ بطل افترع على خلق الله ملكش دعم قعب يا محمد انت بتكلم أخوك الكبير الكبير كبير بقى أخلاق ومش بالسنة وأنا مش هرد عليك عشان انا الكبير بقى أخلاق يا محمد بسيب يا ماما واضح ان اللي محمد بيه نسي حاجات كتير طبعا لازم انسى لازم انسكت بقى التمثيل اللي انت مثلته عليه مطل بقى دفاعي بقى ايه؟ ده تبضل بتحلقه كتير حسامي على فكرة يا أخوك عاوز يكتب كتابه الاتبوع اللي جاي ممكن عاوزك يا انا عشان تساعده في كل حاجة لا انا شايف اني نأجل المرأة طبعا بيوجة نظر يعني يعني ايه يكتب كتابه واخته عن ده المشكلة انت مالك انا معزمتكش ايه اللي انت بتقوله ده يا محمد انت بتخرف؟ يا خراس انتو مالكش دعو انا عارف انا بقول ايه؟ انا حر اعزم اللي يعجبني واللي ما يعجبنيش معزموش ولا انت لك رأي تاني انا بقى ليش ايه يا رب انا لحد كده وحلو اه يا محمد باش مانيزك يا مام مانيزك يا شاهد يالله طيب يالله يا باش يالله السلام عليكم يالله قاشت عمري كله انحد في تمثال الشرف تمثال الاخ الكبير اللي الكل بيعمله الف حساب اللي في معامل قب وفجأة طربة التمثال على دماغي اتهد وراح اتملامحه كل تفرق من حواليك بقى طولة مهو حسابة مفيش حاجة اسمعه كده روح الهزيمة دي مش لايق عليك اصلا فيك ايه فين عزمتك ليه مش قادر تقوم تاني تعارف ان محمد مش عايز نحضر فالها تعارف عن ايه اخوة الصغير مش عايز نحضر فالها اهلا للمفروض انهم اكتر ناس عارفاني وحاسين بي بيشوفكوا فيها ايمان بيشوفكوا فيها الدرجة شاككتنا انا شخصية في نفسك يعني ايه تشوفك في نفسك ده انت اكتر واحد عارف نفسك هو علشان هما ظلموك انت تظلم نفسك ساعات الظروف بتظلمنا كلنا مفيش حاجة اسمعه كده غير الظروف غير الظروف يعني ازلم 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 بشان ما باش بازلم انت اللي عايز تظلم يا حسين بعد كل الظلم اللي انت شفته عايز تظلم ده انت اكتر واحد عارف يعني يا ظلم بقول لك ايه تتعباني تنام هعدي عليك بكرة ومتفكرش كتير احاول احاول مفكرش كتير مديني جيت ايه يا بقى المفاجئ اللي انت جايبني عشان هلحط المطوع ده طه فيه موضوع مهم ولازم ان نتكلم فيه يا حسين يا حسين ماشي ايه بقى الموضوع المهم موسيقى 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 كنت عارف انك عايش كنت عارف انها متخلش عليك وكنت مستني اليوم اللي اشوفك فيه عشان قتلك يا ذيك وكنت عارف اني نحن بتجابله هاتيلك يا دياد يا سنة سوخة يا سنة سوخة ما يصحش كده استهدى بالله استهدى بالله استهدى بالله ايه ايه يا حسن با مش كده احنا النهاردة حياتنا كلنا متعلجة ببعض عشان كده لازمة نهدى نهدى ونتفاهم نتفاهم عليهم وبعدين انت يلد الخلق وسطين يا زبالة يا واطم انتو الاثنان انتو الاثنان اللي دخلتوني وانتو الاثنان استغلتوني كل واحد فيكم افتكر انه اشتراني لكن اني اني خدمتكم وبحبوكم انتو الاثنان انتو مبتحبش غير نفسك عشان كده بعتني واشتغلت مع دياب واشتغل معاك وتنساشي وباع ابويا واخويا كمان وشاهد علي يا زور كلنا غلطنا كلنا غلطنا ومفيش حد ما بيغلطش وكلنا عدنا الخط ودلوقتي لازم ان نتفق نتفق؟ ايوة نتفقوا بات من الاخرى دياب عايزيه دياب دلوقتي حد تاني غير اللي كنت تعرف دياب اللي انت كنت تعرفه مات الله يرحمه ويحسن إليه لكن دياب ده واحد تاني اسمه ديابو محمود من جنوب أفريقيا زي ما بجيت انت حد تاني اسمع يا حساب مفيش حاجة تقعد على حله واحنا كده ولا كده محتاجين البعض يعني ايه؟ يعني ننسى اللي فات ونفتحه صفحة جديدة واني؟ حمد يد ليك مين نسى اللي فات؟ ده انت بيح بجاح اخي احسن لك تنساه زي ما انا حسن اسمع كلامه يا حساب دياب عايز مصلحتك انت تخرس خوص لا مش هخرس اني مش هخرس ويكون في علمك مشاني اللي شاهدت عليك زور وعبطت التمن اللي شاهد عليك زور زميلك الظابط حامد وعبط من دياب وعبط من دياب اشتريت حامد كمان طب والله العظيم عجبتك انه ملعوبة دياب ملعوبة سداجني يا حسن بيه احنا محتاجين لك وانت كمان محتاجين لك وكله بتمنى وكله بتمنى وكله بتمنى ملعوبة دياب ايه دي؟ خمسة مليون جيني وحربون شركتني بدل ما نتجاتل ونتعاركوا خلينا نستفيدوا عايزني بعد ما كنت بكافح التهريب اشتغل فيه ما انت هرفت قبل كده هرفت عشان الغلابة ولا نسيت الفياجرة واللي بيمرج الصوفية ريه بيمرج الكبيرة كمان احنا عايزين نشترو دماغك السم دي بأعلى تمن وبعاك تفكر انك بجده هتتنازل لا 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 انت شاريك وراسك بباسك كمان انت مش هتتنازل انت هتبقى جوي وحتزل كل اللي زلوك واللي بعوبك اسمع كلامي وحتعيش مالك ولو ما سمعتوش ابجى خل اخوك الصغير يديك المصروف محمد ده موسيقى 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 يا اما تصرف عليه انت موسيقى عشرين في المية من كل عملية موسيقى 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 محدش غلي بس انا عارف فكر يا حسن فكر وعاك تغلط الغلطة دلوك هبتتغفاش هبتتغفاش لعلو أريان دولار والبوب رجالتي وظهري وإخوتي أجد عناس أهلا نوصل وهدان دماء اليمين وكامل وطاهر أنت تعلم نتكلمه في الشغل اسمع يا حسن بي عيب ده أنت معلم كبير وإنه معلم كبير كلام في الشغل يبقى لوحدنا الله يرحبو صح طب يا أخوانا يعني ديكو سمعتكم نفسيكو لو ما فيهاش إحراج يعني معلش كامل مش حوصيك شيات جهاوي وهتلوهم غدي ها؟ نايا يلا يلا يا كامل ها متأسفين يا رجالي ها تفضل نتفضل نعمل إيه؟ نتكلم في الشغل ما نقولت لما نبقى لوحدنا ليه وما إحنا بجينا لوحدنا اطلع برا طه اطلع برا إزاي؟ ده إنتو أصلا ضيوفي وبعدين أنا معه طب يا هيا خلي حسن بي على راحة ماشي طلعت طهر ليه؟ خاين خني وخانكو قبل كده يعني ممكن يبقى إحنا الاتنين على بعض شروع بالعربي كده ملوش أمان وروحنا في إيده ما نقدرش نستغنى عنه لأنه يعرف حاجات كتير قوي عنه هنعملوا معاه إيه؟ هنعملوا زي الكلب الصعران من وقت للتاني ينرمي له حتة لحمة فيفضل تحت إيدينا هوههههههههههه براوة عليك براوة عليك يا حسن بي إحنا اتفاقنا على نسبتي 25 فى المية بس ما اتفاهلناش على طريقة الشغل كيف يعني؟ يعني كل واحد في ملعبه حدش ندخل فى اختصاص التاني أنا محبش حدة يفتي فى شغلي درسلك ايه؟ أصد إن اختصاصك واشي ان تتعامل مع الموردين اللى برا والاتفاق على البضاعة وأنا شغل دخول الحاجة والبلد والتخزين والتشوين وأقول إمت الحاجة تدخل وإمت الحاجة ما تدخلش وإمت تسمع كلمة التفاجنة، في حاجة تانية؟ لما يكون في حاجة تانية أقول لك على بركة الله، التفاجنة التفاجنة لم أغزار الجارة؟ جرائي يا عمو، أخدتنا كده على ما شمينا وقعبتنا مع الناس ما نعرفهم مش وجبتنا على هنا بس أقول لك، أنا شعور ليه حاجة حلوة مدام أنت قلت حاجة حلوة، يبقى كده حاجة شمال بس أحسن منوش في الشمال مقال يا دورف؟ مقالك في إيه؟ مش شمال؟ دليني على سكة تانية مشي أيوا بقى يا فوكس، خليها نتمعني أولا الكلام واليمين مالو صح؟ وهو فين اليمين ده؟ تبس ألنا أنا فين اليمين؟ مش أنت اللي حفظتني الفتحة؟ وكمان أنت اللي علمتنا صلي؟ مش كل ده يمين؟ ولا كان تمثيل؟ ليه؟ ليه واحدة بس؟ أنا عندي ألف رد اللي بتاعتك دي توصينا اللي أنا وصلتله، ومش بمزاجي، غزب عنا يا دولف؟ مفيش حاجة بالغزب، كله بالمزاج وأنا قررت أعمل الغلط بمزاجي أنت هتجنني؟ ده أنت اللي قلت لي أنت زوير حرام؟ ده أنت كنت القدوة بتاعتنا؟ كنت، كنت، خلاص، كنت ومزال، ومزال يا دولف؟ كدوتنا، وتجرزنا، وكبرنا، ولعله خير إن شاء الله؟ يا باشا احنا معاك هنمشي محمدين، هتقول شمال معاك، هتقول يمين برضو معاك والمرا دي مقلقه شمال خلاص، شمال، بس قولي، ايه الحكاين متبطنة ايه؟ سلاح، تقول معايا بطيف أيوة بقى يا فوكس، أنا من الزمان وأنا نفسي هتعلم على إيد ظهورت، بس ما جديش الفوكس عدي بقى يا مراكبي، وعدينا معاك الناحية التانية اللي قولي يا عموهم، الناس اللي إحنا كنا معاهم دول يطلعوا مين؟ دول صحاب راس المال، عايز تعرف إيه تانا لعلم؟ بس واضح إنه هما بيقدروك قوي، وبيعزوك قوي هما من ناحية بيقدروني، فبيقدروني قوي، أما من حزبي عزوني، فبيعزوني قوي 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 تدرجة إنه هما اللي قاتل أمراتي هما دول اللي قاتل أمراتك؟ وكمان عز تشتغل معاهم، وتحط إيدك في قدهم؟ طب إزاي؟ لازم أعمل كده، عشان أبقى قدهم، وأكبر منهم، وأعرف أخد حقي وده مش هيحصل اللي بقفتكوا جنبي، يعني تبقوا معايا، وسندي، وفي ظهري ها؟ تقول ده إيه؟ طبعا معايا طبعا معايا بيعمسيوها فكتوها منفير الكلام وانت طبعا؟ بش معايا؟ 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 أنا كنت بشتغل إيه؟ زبد يعني مش مهندس ام عمالي؟ والحاجة جاي من نيل جاي من على الحدود يعني في حرس حدود وفي دخلية يعني وارد ان انا الكعبل في حد مما عارفه ساعتها بقى ببعكم او بسلمكم لكن طول ما انا بعيد انتوا في امان وامتبعكم خطوة خطوة وصلت وصلت اما واخد خيدي وصلت الحاجة اللي جاية ميت صندوق سلاح خفيف وميت صندوق زخيرة ويا ريت اللي انا باطلا نلعب في اسناننا ونخلص لها عشان افاهمكم هتعملوا ايه ايمان عميك هاتي لا 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 مش مستحن لا ازاي ده انا معقول لك انا موجود وانت تشيلي شمف وستطلع معاك يسلم على ملك تسلم على ملك ايدي نايمة من بدري عندها مدرسان تنسيتك نسيتك عديت عليك النهاردة الصبح ما لا اتاكش يعني ايه زي انت تماشى شوية كده كنت محتاجة اخد شوية قرارات ما خدت قرارات اه خدت قرارات ترتاح قراراتك؟ يعني مش مهمة بأمر التحلال مهمة تريحني؟ يوز نقول لها الواحدي لعله لعله خير ان شاء الله كده الواحدي بتدي صح صح اه لليك سوات او مانديو معقولة جارت السلاح بتطلع الفلوس دي كلها؟ اما انا كنت احبال وانا شغال في النص بكل ده الفنان ليه في الفلوس الشمال؟ ولا اوضح كده ان انا كنت غلطانة يا جنرال حعك علينا يا يسف اسفك مقبول المرادة فلوس اللي صاباتك وعملها تعدي فيها دي وبترييلوا عليها ولا حاجة تل خمس تلاف جنيه كل واحد فيكو لسه ليه في زمتي خمسة واربعين ألف جنيه يا فورا ألفا وحقنا وتعبنا وشيئنا دول فيه لا انا عايز افهم لها كده افهمك يا برماجي ما انا لو وديت كل واحد فيكو خمسين ألف جنيه في ايدو هيوضطولها في داعي اللي هيدرب بيهم واللي هروحي بعطرهم على النسوان واللي هينقق بيهم في كابارين واللي هحطهم التنوي يقلدهم مرتين ثلاثة وساعتها حيبان علينا مظاهر الصراق الفاحش وهنشرف كلنا في نفس العنبر في كلاب شو أحد لا والنبي تكلبوش تاني لا والنبي عندي الحق يا قم ضغم تصدق نبتعمل اينا لك هزا مش سايبين حد في حالو ما لنا بتعمل بيوم يا جنرال السؤال واجيه الفلوس دي وهحط عليه ومادهم هنفتح بيهم شركة الشركة دي تبقى غطة نستخبه جواه ونشتغل من خلاله يا عيني عليك يا فوكس يا جمد قوي واحد كده الفلوس تولد فلوس وتبقى الحياة في البنبا بس يا عمام الشركة دي هتشتغل في ايه اسهل حاجة استراد وتصدير كلنا شركة فيها بنفس النسبة فضل يا ملوكي كل سنة عندي طيبة ايه دابليس تجد شكرا يا أونكل حسام العفو يا عيون أونكل حسام ما تغلي قوي يا أونكل حسام ما تغليش على ملوكي وبعد إذنك لو تقبالي انت كمان يا أمان مني الهداية ليه بقى ملك وفهمنا أنا ليه انت وملك بالنسبة لي واحد وبعد إذن حضرتك لو تقبالي مني دي تبقى يعني مش عارف أقولك مرسي مرسي تعبت نفسك والله يتكلف لنفسك يا حسام ولا تعب ولا تكلفة ولا أي حاجة والله انتوا بالنسبة لي ربنا يعلم بقيتوا عائلتي وأنا وسطكم بحس اني مش بطول وده أقل تعبير عن تقديل واحترام إليكم أنا مش عارفة أقولك يا حسام ما تقوليش حاجة تديني حطة من الطرطة وانت ساكتها إيمان الله إيه دا؟ هم أنت جايبين بيستشان عشان معنا بلواحدين؟ لأ طبع هلعب معاكي يلا بينا؟ يلا بينا ونوصلها بقى ونفي التوصلات والحاجة تعالى شكرا طيب ودنين هسألوا بساتة إيمان شكرا لنهان صلاوتهم؟ الله يشكرهم هم الطيبين ويبنزرموا في البلد دي بس كونجرا يا ابن انت خيلتلي أصلا يعني يحسام يعني يحسام بايه؟ يعني كنت عايز أتكلم معاك في موضوع كده خير إن شاء الله؟ طبعا إنت عارف دلوقتي يحسام بايه يعني أن أني دلوقتي وضعي بقى مختلف يعني يعني أني دلوقتي ربنا كرمني ومعايا فلوس كتير بني زيدك اختصر فيه إيه؟ أني شايف إن إحنا يعني لازما نقرب من بعضين جراء طائر فيه إيه؟ لا يا حسام بايه لا إنت فهمتيني غلط أنا قصدي يعني خلاص خلاص شكلك يعني شكلك مشغول كده ومن ناحية مشغول فمشغول ومناسبة مشغول دي بقى عندي ليك خبر معرفش احتمال يزع عليك شوية ولو إن شك خير من أول الشهر الجاي هفتح شركة صغيرة كده على قد ليه؟ 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 ده أنا لا لا ده أنا ممكن أعملها في أي حاجة طاهر أنت تكره لي الخير؟ لا طيب كل ما في الأمر إن أنا هفتح شركة صغيرة كده مع نفسي ربنا يكرمني إذا ما كرم ها طيب لا أكره لك الخير إزاي يعني لا طبعا ربنا يوفقك ربنا يوفقك يا حسام ربنا يوفقك يا حسام ما إحنا يعني هتفتح شركة وحتنفسني يعني خلاص باجا نشيل التكليف يعني عادي طاهر من هنا لغاية ما موت التكليف ما يتشلش وزي ما قلتلك أنا مشغول سبها على الله بيهايك يا حسام بيه يا مجلو يا خط دورت شركتك وشركتك عليهايك ألف أبروك يا جنرال أبروك عليك الدولار أبروك عليك كلهيك روى ده مهمك عمارك ومهمك العلو ولعلو خير إن شاء الله بيهايك بيهايك أبروك عليك شافوا بطاعتك وانت طالع يا جنرال بصوا مع رجالة الشركة دي مش شركتي باحني شركتكو زي ما هي شركتي ونازم نتعاهد نبقى ايد واحدة عشان ما حدش يغلبنا نبقى يا فاكس معاش ولا كان اللي يغلبنا سبارت ونولتا باشا ما هو ده مهمك ركزوا معايا الشباب من وجهة نظر الناس كلها الشركة دي بتشتغل في الاستيراد والتصدير ومحدش غيرنا بس يعرف إنها ما بتشتغلش في الاستيراد والتصدير يا إم هنروح في داهيا تمام؟ دي حاجة الحاجة التانية يا جنرال خير ولي حامد حامد الزمد وحشني محتاج له عشان حاجتين الحاجة الأورانية يسهل شغلنا زي ما كان بيعمل مع البطاطشة ودي مهمتك عاريا إنك تستغضوا والحاجة التانية إنه وحشني قوي قوي وعين الاقوان إن ناخد حق إلي اتطمن يا فاكس بخصوص حامد ده تحديدا أنا عامله خطة بحث ما تخرش الميا والمسيح الحالي اللي أجيبهولك هنا راكع بيتمنى إنك تسامن محياتك عندي يا حسان باشا لاجيبهولك مكتف تحت رجل ربنا ما يحرميش منك رجالة طب ايه؟ هنفضل مقضينا كده سلامات ونتعي لبعد ونتقيم لبعد ونتجودها كله على مكتاب يلا يلا شاو فاكسي شاو فاكسي شاو فاكسي باجي نعم اسمع اللي بقولك عليها دياب ما عاد استلام الشوحن الجاية يتلغي يعني يتلغي فيه قلق يا بني آدم يتلغي كيف؟ والناس اللي اتفاكت معهم مع تسلم البطاطعا كلهم احد أنا مالي ما تقول لهم اللي تقول لهم الله دور على حاجة تقولها لهم أنا مش عايز رغي كتير يا ابن حساب قول لي هي اللي حصل الدنيا مش مظبوطة اليومين دول واصحابنا اياهم ما بيناموش عن ايهم مفتاحة وفيه قلق علينا أفاهمك إزاي يا بني أعدم في التليفون ليس حاجة تقول كده يا حساب جو جالبك عاد إحنا جدها وجدود وإن شاء الله ما هتحصلش أي حاجة بقولك إيه إحنا اتفقنا على إيه فاكر فاكر ولا فكرك أنت أضرب حداتك وأنا أضرب حداتك اللي أقوله وتنفذ هادياب مش عايز رغي كتير ماشي يا حسابي تيجي بالسلام الخباوة دي أنا أنا مش هاكون لوحدي يعني إيه مالك معروسو معروسو كل السلاحان ده معروسو مش عارفة إزاي أنا يمكن خايفة يمكن مخنوقة زي أنا خايفة مخنوقة زي أنا من الوحدة عايش أنا وبنتي لوحدنا خايفة من بوكرة مخنوقة من نظرات الناس لي يبصو لي وأنا واحدة ستة الوحدة عايشة معي بنتي صغيرة وعني يوم هتاكلني وأنا بيبصو لي صح وإنت عارفت دا كله منين؟ يمكن عشان عرفك كويس أو أو يمكن عشان حاسس بيكي كويس يعني بعدين بتشعرك شوية الشوكة شوية أو شفتي؟ شفتي؟ كل لغة الجسد بتاعتك بتقول كده بصوت نفسك حتى وصلني نفسك خايف وأنت بتتنفسي أنا كنت كنت فاكريني أسطر من كده إن أنا خادي بص إيمان أنا لعيزك لا تخافي ولا تتخني ولا تزهاي ولا تهلاي أنا جانبك وأقسم بالله لما طول أديك يعنيي أنتي وملك حد إيالك تحمليش هم أي حاجة تتجوزني؟ أنا أسر أنا أسر أنا أسر موسيقى موسيقى خير ازاكي امان؟ خير يا حسين عايزي كان في موضوع كنا تتلقى؟ انسى خالص الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه انا اسفر و تعديد حدودي اسفت مقبول بس انا مخلصتش كلامي؟ خير عايزي بتتجاوزيني؟ بصبت المغوزيني؟ ناسي؟ مقربة عادل حتى اعرفت اجريتك من التطير فقط هل تتتجاوزي مالي حسين؟ وهو فيها يهي فيها ايه؟ انت هتستعبط؟ ما انت فاهم وانا فاهم فيها ايه؟ ولا عايزنا اتكلم وقول فيها ايه؟ انت توصل يعني علشان اللي حصل لنا ايه وعشان قتلت جوزه ده انت اللي حرامها منه قتلته من غير قصد وانت عارف كده كوي يا سامحان تجوز اي واحدة اي واحدة تانية ما عبكتش يمام انت هي اخي ما عندكش قلب انا عشان عندي قلب هتجوزها لان دي الطريقة الوحيدة اللي قدر اكفر بها عن زنبي بتاحت عيني اخد بالي منهم وراعيهم بتاحت استعبط يا حسام ما انت ممكن تراعيهم من غير ما تتجوزها؟ ما عبكتش تتجوزها؟ ما انفعش احنا في مجتمع شرق يا محمد وادخولي وخروجي من غير جواز حيبقى شكل وبايخ ده غير بقى الشوشرة وكلام الناس انت عايز تقنعني انك هتتجوز عشان كلام الناس؟ والله دي الحقيقة ودي نياتي انا كل يوم باكتشف فيك حاجة دي انا كنتش هتصورها اذا كان انا نفسي كل يوم باكتشف فيها حاجة دي غريبة ما كنتش هتصورها يا محمد دي ماما مش هلتغدى ولا ايه؟ استيس حسان او مانديور ما بلاش القفص يا فوق اسبع الهربية افهند فيه احكي معك موضوع كتير مهم فيه احكي معك طبعا فيكي تحكي معي بس اتشرف بحضرتك بس نقعد مع بعض ونحكي رح تعرف مين انا سري انا بحبش المفاجئات وعندي شغل ومش عايز اتأخر على مواعيدي بس مش اهم من شغلك مع دياج مش هيك مش كل الناس محظوزين مثلك وانتي شايفة بقى ان انا بحظي حاله اذا البصل كبير حابب يشوفك فحظك حاله كتير والمواب كله رح تنفتح لك البصل كبير شخصيا عايز يشوفني ليه شكله حابب يعمل بزنس معك معانا طب ما الاولى ما تأخذنيش طبعا ديدي يعني يشتغل مع الراجل بتاعه دياج لا تيب خلاص شبع بعدين طمع كتير وعمل ونسحه نحن هلا عم نفتش على بديل عنا اه عم نفتش على بديل وانا بقى البديل اذا نجحت بالامتحان ده لسه فيه امتحان واعمال سانا اه الامتحان هو انه لازم البيك بوس يعطي ابروفل عندك هم واللقاء ده هيبقى فينى ان شاء الله انا رح تدبر لك موعد سريع كتير تطلع بتسفر وبتقابل وصدقني هادى السفرة رح تغير لك حياتك كلها رح تصير حسام الهلالي الجديد ومن بعد ما كنت عم تتقسم رزق مع غيرك راح تكون الملك الملك السلاح بمصر ها ها بأحسان الهلال جديد واضح انه فهم شغلته منيح ومتمكن من حاله انت متأكد من اللي عم تقوليه؟ بعتقد انه هو أفضل شخص ممكن ياخد محل دياب بمصر رديلي موعد معه وعندي بكرواتيا اوكي كونجراتشوليشنز مبروك شوف تنبوت بعيني ايمان ما انا قلتلك خليكي قاعدة معايا يا مام الحمد لله حضرتك قدر ورطف وكويس قوي انها جات لحد كده المهمة طمينينا عمر اخباره ايه عمر تعبان قوي الجران نزلو فيه ضرب فاكرين ان هو اللي جاب الوينششن يهد العمارة طب ده قلو اجيب يعملو معايا حرام عليكي بدل ما اتطميني على اخوكي في المستشفى مستشفى؟ والموضوع وصل للمستشفى؟ ايوه طبعا مش الجران كلهم منطلو يتربوه مضايز ديك حرام عليكي استهل ايه بس؟ والستة لولا ما انا بقاش بالضرب جانب؟ ستة لولا اختفت جيسوسة وقت الضرب ما لا انهاش لكن وقت الاسعاف ظهرت لا حاولها لا قواتها الا بالله ربنا يطمينك عليها وايومه بالسلامة وقولك يا امان انا هسافر بكرة اوروبا يومين تلايطة كده وراينا ان شاء الله يا نية تسافر بكرة انت لي ما وانت ليه شابلي كده؟ شوفوا لانا جيت طياري على السريعة كده لازم اسافر لها وهسيب لك هنا دولار واريان عشان ياخدكم تشوفوا الفيلا الجليدة اللي انا جبتها عشان تبقى بيتنا ان شاء الله فيلا مرة واحدة؟ بس انت جبت فلوسها من ايه؟ بالقسط بالقسط وعلى سبع سنين ليه تورطنا في قصاد بقى حرام عليك يا حسين؟ ما تلايش خير ربنا كتير والحمد بالله معدين مفيش حاجة تغلى على ملوكة عشان تلعب في الجنينة والبسينة هو في بسين؟ في بسين يا حبابتي في بسين يا غالية يا غالية يا بنت الغالية تفضل من هنا تفضل ماما اهلا واهلا اسد حسام اهلا بيت لا 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 لاحظة عنا بزنك اغنطي الناس اشتركوا في القناة اهلا يا حسام اهلا يا حسام اتفضل للحقيقة سمعت عندك كتير اشياء وهذا اللي خليني اهتم ان نشوفك شخصيا يارب تكون حضرتك سناتي خير لحد هلأ خير انما اللي ممكن يكون من وجهة نظرك خير ممكن يكون من وجهة نظري شر والعكس صحيح صحيح كل واحد ونيته مستر ألبير وبناءا على اللي سمعته بالدياب تشتغل عندي وبالتالي تترك ادياب وهيك بصير لك كيان خاص فيك طيب ما بديان يا مستر ألبير انا ما بشتغلش عند حد انا ودياب شركة مش بشتغل عنده بس انت معنا رح تكسب كتير انا مش عارف انتوا بتعملوا فيها ايه بالزبط وانتوا بتحلوا لي الدنيا وتطمعوني ولا بتنتحنوني نحن عم نعرف كل حكايتك مع ابن البطاش حسن والله يا طيلا أنا بتعرفي كل حكايتي مع عبدالبطاش يبقى أكيد بتعرفي إن في بني وبني ابن البطاش ديل وأنا كلمتي عقد أنت كيف قدرت تشتغل معه وبيناتكن دم وطار؟ والله يا إنيسة ديدي المصالح بتتصالح والطمع فضيلي وبعتقد اللي متلك حابب يطلع لفوق حتى ما يبقى تحته يتدعوص بالإجرام مش كل الناس تتدس بالرجلين يا مستر ألبير في ناس عضمها ناشي في تجي بدوسها برجليك رجليك تتقط النصين واسمح لي بقى طالما قررنا نلعب بوكر على المكشوب أنا ما عجبنيش الخامسة اللي انتو دخلتوا علي بيهم دول هي تقول لي تفضل عمني اللي جاو وكده مش ولابد للمواخذة وأنت مسك واحد عملت بكسله ومسكوني من رقابته يبيتخوفوني يعني؟ بيتهدتوني؟ أنا لا بخاف ولا بتهدت؟ وما بقولش ما تكلمت اسمعني بتعرف انه أول مرة واحد بيحكي معي بيحط طريقة وما بيزعل منهم؟ وادعي لربك اني مكون غلطة ولمواخذة انت كمان اسمعني منيح يا مستر ألبير قالي لما جيت لك هنا جيت بكيفي مش غصبة عني علشان عارف نظامك ايه وعرفت؟ عرفت عرف يا مستر ألبير اللي زي حضرتك زمان كانت شغلتي أقبض عليهم ورميه بنا مواخذة في السجن هذا كان وكان فعل ماضي خليه نحكي بالمستقبل والمستقبل بيقول انك رح تشتغل عنده يعني رح تشتغل عنده حسام ما تشوف حالك علينا انت مانك ملك غاطس بالغلط غاطس بالغلط بكيفي انت مواخذة؟ حسامنا وين رايح؟ وما قبل انتهت حسام؟ 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 حسام لحظة لحظة مفضل ما تزعل من مصر ألبير هو كان متعصب شوي شفت المشكلة قدامك بس بصراحة انا كتحب قللك شي كتير كتير قثرت فيه هلا اول مرة بشوفه للزلمة متوتر هلا قد واضح انه كان متوتر يا جديدي شكلك انت كمان متوتر يمكن بدك شوية رليف بقولك ايه؟ لو فكرت في الرليف اوعادك مش هلاقي حسن منك بس انت جتيلي متأخر عن رجل مرتبط ودقة قديمة ومليش في النوع ده من الغلط ليه تجارة السلح مش غلط؟ انا قلتلك النوع ده من الغلط او الغلط انواع يعني اختصاصات الغلط الله يفتح عليك ايه؟ الغلط اختصاصات دعانك بالصح يا حسن انت كده هتكون كتير حلو بالغلط طب اخد تاكسي والله هتوصليني في البلد اللي انا مش فان فيها حاجة دي معقولة تاخد تاكسي ولاو؟ حياة تتاع انا بواصل ما قلتلك مليش في النهضة من الغلط تتفضل حقيقي انا بعتذر لك عسوق التفاهم اللي حصل بيناتنا بعتذرك مقبولة مستر البار ولا يهمك بب ما كنا نعرف انك بتحب الدياب لهالدرجة انا اكتر واحد بيكره الدياب بس زي ما قلتلكم فيه بيني وبينه التفاقق وانا كلمتي عاد ومنشان هيك نحن حابين نتعامل معك بالطريقة اللي بتريحها وبتمشي لنا شغلنا مستر البار قلت لحضرتك انا مش بديل لحد وبعدين اسمحولي يعني سؤال انتو ايه اللي قلبكو على دياب مرة احدة كده؟ انتو كنتو حبايب الحقيقة دياب صار طمعة زيادة عن الزهم ومش عام يسمع الكلمة مثل الاول تمام انا موافق بس بشرط احتفظ بحقي في التعامل مع دياب علشان ما بقاش كسرت الاتفاق اللي بنا ونحنا متفقين معك بس بدنا ايك تتعامل معنا متل ما كنت اتعامل معنا بصدقنا رح تكسبه اكتر معنا لما نشوف واثباتا لجديتنا بحديثنا عندي شحنة اسلحة صغيرة خارج الميهة الاقليمية المصرية قادر تفوت ليها؟ فاتت اعتبروها فاتت المهم؟ نسبتي بالدابة تذكره يعني علشان اول مرة حنتعامل مباشرة ممكن عملوك الديسكاونتا بستر البر خمسة في المية كواس انا موافق ديل مرحبا ربنا يا ربي قدرني مسالك انتي وملوك بالمناسبة اه في شوية حاجات فنشتاها في البيت علمتك انت عملا بس على زوج يا ربي تعجبت ليه رأيك؟ تمام حلوة اوكي عايزين يا ماما تابت؟ حياتي حاضر احمد انا ازناك معلش يا حسين براحك أسبوع اللي خير يا ملوكا مرحبا 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 اشتركوا في القناة اتبصدت موضوتها؟ أوي الحمد لله أنا الأسفل الأسفل؟ الأسفل على إيه؟ أنا ملك ملك دي بالذات تعمل اللي هي عايزان عارفة لو ما كانتش هي شابتة فينا وجبت معنا؟ كنت أنا اللي هشبط فيها وجبت يعني طب جد مش متدايب متدايب من إيه انت بجنوها؟ إحنا تجهزنا عشان نتلم كلنا سوا مش عشان هي تبقى في حتة واحنا في حتة طب إيه؟ إيه؟ أعمل لك حاجة أكلها؟ لا أنا مش جعينة لو أنت جعينة ممكن أنا هقنأ معك كده ونسك لا مش جعينة تمام، تمام إلا صحيح كنت عايز تقالك سؤالة مين الرزل ابن الرزل؟ سوري في اللبز يعني اللي اسمه شلبي اللي كان موجود في الفرحة آه هو فعلاً إنسان رزل ده جوز مونيرة أخت معتزة الله يرحمه ومطلع عينها أنا الله يرحمه مين الرزل أعمل لك شاي؟ 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 سد ده يخدتيها من على طرف الثاني؟ أنا لسه أبتحط له بينك شاي بس كنت مكسوف وصراحة أنا أعيز كم سكر؟ على أه ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى تسلميك حاببتي موسيقى تسلميك موسيقى 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 شكرا ده الواحد زكر موسيقى اخوه عمر اخوكي ما جهش الفرح لقى لسه مرمي في المستشفى بسبب مراته أمك عبا محنية أمك عبا محنية؟ مش لقى عليك هيما جبتيها منين دي؟ عجبيني معبّgere مف dingen هناك ماردك ماردك أنا غايفة يا ماردك أنا نعمل وحد ليه يا حبيبي؟ انت دايماً بتنامي لوحده دا كان في بيتنا وهو ده بيتنا برضه يا لولو إيمان عسيميه انت عايز على الم التوكي � ما لك هتننفحه وبني المهارضة قولي مامي تصبعها على خير تصبعها على خير يا مامي تصبعها على خير يا روح مامي تصبعها على خير يا مامي موسيقى 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 هلو عاش منسمع صوتك كنت فيين المدة دي كله ملكش دعو انا كنت فيه ولا هبقى فيه معليش يا باشا لانت طول عمرك اللي بتسأل وإحنا اللي بنجاوبم نفسي مرة واحدة ماشي يا سيدي وانا حجوبك كنت بتجاوز ها ارتحت موبروك يا عريس طيب كنت يضمنع الفرح أجلوا احنشرفوك ونقوموا معك بالواجه ماشي الحقك علي كانت حفلة عداية كده أسرية ماشي يا عريس حديك عشرة تيامة جازة وبعديها حتفضلك ربنا يحيينا وحييك إن شاء الله مع السلامة يا دياب حاجة تقرف صباح الخير صباح الفلة حبيبتي مين دياب؟ بسأل لي ليه؟ اسمه غريب يعني واحد من العملة بتوعي بس بعد عنك زنين ما وردش اه بالحق بقولك ايه في ناس جاي تعيني الفلا من هاردة عشان هيركبه كاميرات ايه الحكاية يا أحسن مقفل الببان والشباب يكبر حديد ودلوقتي جايب لي كاميرات في ايه؟ محدش بأضاء من الحد يا امان ليه من دول الناس بيتوحشة الشر مفيش أكتر منه وانا مبيلش أعمل الحد جنبه ايوه أنا سديدي ازايك؟ خبارك ايه؟ وزاي مستر ألبير عايزك تطميني من فضلك ما أنا عرفت بس كان بدي بس اتشكرك عمجهودك المتميز ما شكرا على واجب ربانا خليكي ألف مبروك عايز جواز انا يبارك فيك الحمد لله الحمد لله مع اني مستخسرتك كتير بالجواز اه حدش بياخد اكتر من نصيب وهاني سديدي الحمد لله الحمد لله اه سوري حسام انا متر اسكر هلا برجع بحكيك بعدين اوكي؟ ياريت 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 مع السلام مع البسلام اوكي باي نورتوني يا عرايس ده نورك يا طانت مرسي وليلي بقى هلأمرتك البنوتة الحلوة ما جاتش معاكي ليه؟ ودي نحا عند ماما قبل ما يجي عنا شان نعود معاك عنا رواقه لا ملكيش حقيقة ايمان دي بيت اللذيذة قاود انا بقى موت فيها والله ربنا يعلم هي بتحب حضرتك قدقين ربنا يخليها لك وحفظها لك يا رب اقوم بقى قبلوكو الجاتو الشي عشان محضرة كل حين لا من فضلك اسمحيلي انا الروحان لا مايصحش يا ماما يا ماما بقيتش غريب؟ بقيت وحدة من نم اكيد يا حبيب والله ربنا عالم غلوتها عندي قد ايه؟ يبقى خلاص بقى اسمحيلي يا رحمة خلاص يا حبيب تبراحة ملك يا حسيم سرحان في ايه حبيب يا فاندي يا ماما ما عليش يا ماما سامحيني ضغط الشغل ضغط الشغل ما خليني دماغي مش فيه واليومين الجايين دول عندي عمليتين مستقبلي كله متوقف عليهم ايه ده ايه لربنا يكرمه؟ ربنا يكرمك يا حبيب ووفقك وينولك كل اللي في بالك ما تخافش يا حسيم انت بتعرف ربنا وبتنطاق الله في كل اللي بتعمله ومن ينطاق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث يلاقي احدث ما تخافش من حاجة خالص موسيقى ما تلوعش معاي أنا عرفت كل حاجة وحش وحش يا دياب قصدي يا مستر ديابه بالرغم من الكره اللي في قلوبنا البعض كده لله في لله إلا أني لسه عند وعدي لأن ما تعودتش أخلي في اتفاقاتي حتى مع الناس اللي ما بقبلهمش يا أخي والدليل على كده أني سرك لسه في بير واقل لك وتسلمتك للحكومة وشفغلك مع البير والبضاعة اللي بتدخل لحسابه اللي بتسميها إيه؟ ما بتسميهاش خيانة؟ بيزنس بيزنس يا دياب بيزنس is بيزنس زي ما أنت كنت بتقصدني في سلاح بدخلولك وباخد مزبك هو كمان بقصدني فبدخلوله وباخد مزبتي فيها إيه دي؟ إيه أنت بتشغل لحسابه ولا لحسابي؟ إيه دل أنتققلك عائلة أنا لو بشتغل لا لحسابك ولا لحسابه؟ أنا بشتغل لحساب نفسي وإنت عارف كده كويس إنت بجده بتجسم السجبينتني وحتعص الموردين علينا والله كل شيخ ولي طريقة وإنت واضح إن إنت قدمت لما أرسل طريقتك بقيت قد فشل ما بقيتش تيجي على هوا الموردين والناس اللي بتشتاهم خلاص خسرت زباينة نصيحتي ليك بقى تقعد مع رجالتك كده وترجعوا وتشوف أخطائك فين وتصلحها إنت اللي حتقول لي أنا حامل إيه؟ أنا ما بقولكش أنا بنصحك أنا بنصحك نصيحة الوجه اللي عايزنا دخل لك سلاح؟ هدخل لك سلاح ترى ما أخد نسبتي تلت ومتلت إن إنا بقى تحتكرني وشغل النصب ده ما أكلش معايا بعد ما مدت لك يدي وكبرت بتعض اليد اللي تمدت لك واللي خلاج الخلج واللي خلاج الخلج هجلب عليك شياطين الإنس والجن يود الهلالي طب عوذ بالله من الشيطان الرجيب بتتحرق شياطين الإنس عالجن ولو كترت في الجلام هحرقك فيه البيع انت بتهددني؟ عاشا لله أنا التاني مرة بنصحك ويريد تحط الكلمتين دول حالها في ودنك ومتتهورش عشان شغلاتنا دي اللي بيتهور فيها بيتعور وأنت مش حمل التعويرك وأنا صبري بتدى ينفد بتدى إيه؟ ينفد وهقلب عليك القديم قبل الجديد أنا اللي هجلب عليك الجديم والجديد اسمع ياود الهلالي الواضح إنه طريقنا بجا مختلف ومن النهار دي خد بالك وانت ماشي خير إن شاء الله محدش ضع من عمر الأعمار بيد الله يا ولد البطاش وبعد يالك تاني لو قربت مني أحرقك حلو عجبتك؟ مديني وما عبد أحرقك يا ريال يلا شباب يلا شباب علو قال علو تاخد عريان وتروح للمعلم بارود تسلموا البضاعة بتاعته وتاخد منه الشيك بالمبلغ تخلي زهروا العريان وجوكرة الصبح يروح يسرف المبلغ ويحطه في البنك صح صحفات تحينيك ها؟ يلا خد بالك من نفسك سلام تصور رفض إن أنا أتعامل معاك وفضل الشراكة بيننا ما قلتلك إنه هذا واحد مشنوم واضح إنه عايز يأكل الطرطة كلها لوحده أتطمن من الناحية ما رح يأكل ولا فتفوتي من هون ورايا وأنت اللي رح تحل محله أفهم من كده مستر هربير إن أنا اللي أكل الطرطة كلها طبعا بس بعد ما تعطينا حقنا بالتمام والكمال تمام تمام يا مستر هربير بس إنت بقى بعطينا كامعة عملية كده نحل بقنا نحطر يومين دول الطلب زيادة في السوق اللحظة واحدة أمام بيزارة في أيام رح ببعط لك شحنة بنفس مواصفات الشحنة الأولمية سلام مع السلام أي يا مام ما علش حبيبتك ما معي تليفون تاج إيه مالك في إيه؟ طب قد قيدة إيه دي بس أنا مش فاهم حاجة أنا عندي معاد غادة أغير هدومي واجيلك على طول مع السلام خير يا رب خير يا مام في إيه ألقاتين مش هند يا حسان مش هند مالهم في إيه؟ عاوز تتجوز يا مام العنينة الياباني من أخر الدنيا وقال قيم عشان دولي ش هند عايزة تتجوز طب ما تتجوز ما وشارع ربنا يا ماما مش عاوزة تتجوز أي حد يا حسان يعني إيه مش عايزة تتجوز أي حد يا ماما أقولي معنا مش فاهم حاجة عاوزة تتجوز الرجل الرجل اسمه طاهر المصطفي ده شايم ده أختي عايزة تتجوز طاهر المصطفي أنا من فترة لم أحاول أقنع كلام ده مينفعش فترة بتقنعي فيها الكلام ده داير باله دي ايه قاله ما في شوية كده بس أنا محاولتش أقولك عشان ما أضغطش عليك لكن بانك دوت قلتي لازم أقولك حسان ده رحفي تزاك يا رجوع أصائع أنت تتجنن وتدهبت في البارك واتفتح واختش عندها في الجواز ودي فيها إيه يا حسان بيل إيه إيه؟ أنا طالبة تجوزك وديه شارع ربنا وأظن أنني ما عملتش حاجة غلط ولا إنت أقبل ولا تستعمل إنت مقدون؟ أجوزوك أنا لعيد صايع متاجر السلاح ما الحل من بعضه يا حسان بيل وأظن أن اللي بيتهم من إزاز ما يزقيلش الناس بالطوب ولا تكونش إنت متاجر في الكتلوب واني مش واخد مالي أنا حتى لو متاجر في السبالة أنا طولدت بقاشة وحعيش بقاشة وحنوت بقاشة إنت طولدت صايع وهتعيش صايع وهتنوت صايع طولدت صايع ماشي عشت صايع يمكن إنما حموت صايع أشوك عارف ليه؟ لأن اللي قدامك ده مش طهر المستهي بتاع زماني أنا بجيت واحد تاني وعلى عموم يا حسان بيل مهما غلطت فيي أنا مش هزعل منك لأنك جبلة جبلة وجلدك تخين ومنها حاسخنزيل ما عندكش دم وعدك لا يا باشر أنا ما بزعلش منك لإني بحبك وخايف على مصلحتك وعشان كده أنا بحذرك خد بالك من دياب لأنه نوي اكتلك حتنو وربنا المعبود لحقتنو المراضي دياب ابنه مات وتهمك إنت في جتله خد بالك منه لأنه دلوقتي بك عامل زي الطور الهاية على نفسه ألا طورهايك على نفسه ألا وعلي بيخافوا منه نعم إنت وهو عاية كده دهيتك رصاصة بيسارة داري فانتو قوس ساموالا ساموالا ما تهدى عموهم مش كده؟ ما هدى؟ هدى من هي ولا من هي العلم؟ إحنا نفدنا بعجوبة من ولاد الهرنة دول إحنا مش نفدنا إحنا كتب لنا عمر جديد الحمد لله على فكرة بقى الحركة الوزخة دي أكيد من وراء دياب ولتجنط هو اللي بسلطه عليها وديني وما يا عبد الله وطلقه هو اللي عامل كده اللي هعمل فين له عمره ما يتخيله ما قولك يا عموه ما نحرق له بيته ما خزنه مش كفاية لو هو اللي عامل كده مش كفاية بيته طلقه في دماغه نستريح منه ولعله خير إن شاء الله لا 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 إيه ده العل هو ده مش عايزين جناد الموضوع ده عايز حكمة عايز حكمة في التفكير لأن لو هو اللي عامل كده يبقى يكيد دلوقتي مستخبه في حتة محدش عارفه طريق وره وحوالي حرص كتير لو هاجمنا هنطلط ولو اطلط هنا ده مش مصلحتنا هلعمله يبقى نعمل إيه؟ يبقى نهدى ونفكر بحقل علشان لما لي نفصلها لنا وفصلها على ماسو طرحة تبقى على ماسو وديني لما بلبسه طرحة لهو على عمو مفكر يا عموهم وانا وعمري فدارك علين ودولار فين؟ قطرين الجدع للزابط اللي اسمه حامد اه ده كمان شو عملان تشغل انا بكرا الصبح معاندي بالنجمة اه ماشي لعله كله تحت السيطرة يا عموهم وقرايب اوه هنعرف مكان ديابه ولعله خير ان شاء الله علين الزابط حامد بأزاي الخاتم في صباحنا وكله ماشي تابع تعليماتها كفوكس دولار بتلاقش يا جدنون حامد ده بقى الرجل بتاعنا في الدخلية ويبلغنا بكل تحركاته بأول بقى بس اعزي اقولك على حاجة تكلفنا فلوس كتير اوه بوب يا باشا هو اصلا ماشي على نظام شايك تتشايك ده غير كده ان هو بيقاشق حاجة اسمه الجنس اللطيف طيب ده حاجة وايسة عند رجله جاي جاي هو على الرجالة يكون حس ان انتوا من طرف قعيب يا عموهم واحنا تلامزة انتوا سياد الرجال يا فوكس انا بقولك حامد ده وقع خلاص انساء من تاريخك الودي خسيسة عليان يبيع ابوه عشان مقرش وزي ما بعني ودخلني السجن وغبر التمن نهايته لازم تبقى على ايدي لازم اتشرفة فيه اما ديب هصبحولي انا عارف هعمل معا ايه وامتى وازاي وفين بس كل في وقت اشاهند انا مش مصدقك ازاي تفكرت تتجاوز واحد زي ده طهر انسان مجافع ومش عيب انه هم اتولاد فقير انا ما بتكلمش على الفقر انا بتكلم عن دماغ ده راجل مستوى الثقافي والفكري مش زيك خالص بس المستوى الاجتماعي كويس قوي وعنده فلوس انا مش مسدق ان انت بتفكري كده ومفكرش كده لي يا حسام طهر الانسان الوحيد اللي وقف جنبي وحاماني وهو اللي رجع ليه وانا اخوك ايه مش رجلتك لا يا حسام مش رجلتي انا كنت فكرة كده بس للاسف لما احتجتلكم محدش فيكو سعيدنا يا شاهندة يا شاهندة لو عالعنف مفيش اسهل منه اعقالي وما تفكريش زي اخوك محمد انا كان غرض ينحل الموضوع ودي يا بنت الناس مع ساهل من غير ما نخسر كلنا دي وجهة نظر كده لكن وجهة نظري انا اقطع عرق وسايح دمه وطهر بقى لا هيقطع العرق وسايح دمه اه يا بنت الحلال فهمي طهر ده صابي من صبياني كنت بمشواره ده عزره اجبح من زمك وبعدين يعني انت كان في ايدك تساعدني وما عملتهاش انا مش مسدق انت بتكلميني كده ازاي ايوا يا حسن بكلمك كده وان كان عجبك وانا مش قاصر ومن حق اتجوز الرجل اللي انا اخترته وحماني لاني ما ورايش رجاله هتبحك وديني هتبحك انت هو يلا تعفوه يلا ايه يا ملك في ايه نامت في اوضتها نامت في اوضتها ليه؟ ليه نامت في اوضتها؟ ما بتنام معنا زي كل يوم؟ ايه المشكلة؟ فيها يا حسن ولا حاجة مش عايز البنت تنام لو احدها بس تقلق وبتبقى خايفة يعني ما حبيتقول ناسنا حسن فيها ايه في اني معتزة على طول قدام حيني يا ايمان في اني في اني صورته ما بتفريشي خيالي مش عارف اخذك في حبه مش عارف المسك ايه انت مفكرتش في دالي قبل ما نتكاوز انت جاوزتني مجاملة؟ مجيد لا انا لما اتجاوزتك انجاوزتك علشان ابقى اضغر ليك يمتي وملك وتبقى تحتيني واخد بالي منكو ما كنتش عايزة حد يحميني يا حسنين ايمان ما تفهمينيش غلط بس بس يعني انت جاوزتني علشان تحميني نعمرك بس 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 او امركم التي توقعني بس ايه انتعام وان يكون عشانك. انا جاي للأنيكي وبيصرف عليكي. خشي جوه يا شاهندي. جوه. امرني يا حسان باشا. ده مهما كان برضو انت ابو نسب وخالي العيال في المستقبل ان شاء الله. طلع منك دماتي لقوي خالي العلوة ابو عسى. بس ما عليكي. اوعى تكون فاكر ان مجيتي هنا دي معناها ان انا موافع على الجوازة دي. لان مش من الرجولة من واحدة تجيلك هربانة من اهلها وتتجوزها. ومع ذلك انا جاي عشان اقولك يا مستيه اني قصة من بالله العليه العظيم. لو زعلتها ومستت منها شعر على ادفنك مكانك بالطول وانت واقف. رغم ان انا عارف ان احطا لجي عمتطلق. بس حبيت يعني. افوات. وعرفك. انه وراء رجالة. ولي هقال. هو هو انت ليه اباشي سيء الظن بيه للدراجاتي. عشان عارف يا بطار. عارفك يا مستيه. ايو 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 حاجة ساعة بيبس. نسيته اللي ايه. لا ما نسيتش. هو فيه حد ينسى اصله. اقمرني يا باشي. هقمرك. وحتنفز. ترطالي ودرك كويس امستيه. خير يا باشي. الولا دياب. مالو. وصلتني معلومات ان البودرة لاحس الدماغه. وانه لايف على المرة اللي كان مرفاقه قبل ما يتجاوز. والمطلوب. قبل حكمة تعرف. يوم يصفوا بعد. ونخلص منهم الجز. غالي يا باشي. غالي ودياب خلاص بقى الخيز. وعايزك تعتبر ان حكمة عرفت من دلوقتي. بس اني ليه طلب عندك. نعم. اني عايزك تعتبر الموضوع دي. عاربون المحبة والنسب. يا بو نسب. امان. يا اماني حبيبتي عشان خاطري. والله العظيم انا الكلام ده طالع مني. بس مقصدش المعنى ده. يعني كنت عايز اوصل لي حاجة ووصلت غلط. عشان خاطري. عشان خاطري ما تبداييش مني. حسامي انت كلامك كان صحي. خلاص بقى انت. يا الله. صلى على النبي. صلى على النبي واستهدي بالله كده. اي اتنين ما كاننا امان كانت قطم ونصين. اللي احنا فيه ده مش سهل. يمكن اللي بيحصل ده عشان ملك. ملكة. ملعة ملكة. عماها جالك وافير وهددني ان هو هيرفع علي قضية علشان يخدها مني علشان انكوزت. استغفر الله. ادي لي عنوانه وانا روح هتفاهم معاب العقل. حسام انا بقولك ان هو هيرفع علي قضية بسببك. عايز انت اللي تروح تكلمه عايز تكبرها في دماغه. لا صحيح. معتز اللي ارحمه كان بيحكي لي عنو ان رازل وسخيف ومغد تتعريف موضوع عبور. اسمه ايه. وحسن قبوس ايدك سبني في اللي انا فيه بجد فيه اللي مكفي. اسمه ايه. اسمه امونير. ايه بيش تغليس امونير دعم. صاحب كباري. ايه. صاحب كباري. ايه امونير. ايه كباري. ايه. 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 ايه قلتلك لي فيهم يا مونير. وهو يوم الجيه. يا حقير. لا على. ايه. 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 ايه باب. فينيتو ميسيو مونير. خلاص. زمنك راح. بالوقت زمن الفوكس. حسان بشا بس. هو اللي يؤمر واحنا اللي نفذ. انت بقيت الماضي يا مونير. وهو الحاضر والمستقبل ولعله خير إن شاء الله بقى كده الله لا 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 واحد ده لا أحسان باشا ما يصرحش كده ده أنتم مهما كان أهل أهل ها طبعا أهل يا مونير الله ده أحسان باشا مليونير من اللي تجاوز إيمان عرمانة معتزة أخوك مليونير مين يا أهل ده رصاد ده رانت سجول ده بيقصر عليك يا ده ده هو تعالي بقى النصب ده طول عمره لعبتك يا مونير أنا حسيبك بس عشان خاطر معتزة الله أرحمه لكن وديني وما أعبد لو قربت ناحية إيمان تاني حقطع خبرك سامع؟ حقطع خبرك انت بتهدتني بقى ها العفو أنا مش بهددك أنا بهددك وبحذرك ولعلمك اللي وقف قدامك ده حسان تاني خالص غير حسان اللي أنت عارفه حسان يعرف يدوس يعرف يهرس يعرف يهرس يعرف يوفر طب ليه يا حسان باشا طيب أحسن إحنا برضو بنا وبين بعض عشنا كان عنده حق الله رحمه والله المعتز كان عنده حق أولاد معرفة بصوا معرفة راجل معرفة ماشي أنا مش هرد عليك عارف ليه؟ ليه يا مونير؟ أخلاقي ما تسمحش عشان انت في مكاني طيفي ما دارش هرد عليك لأ انت مش هترد علي عارف ليه ليه؟ لأنك ما تقدرش ترد علي لأني أقوى منك وانت راجل جباني ولما أخذك خسيس ماينفعش ترد علي واشتري منك الألف بجنيم رمين على الرصيفة ولو انك ملكش تامن يا مونير وبعد هارك تاني لو هوبت ناحية إيمان هقطع خبرك لما أخذك هنفخ لك بطنك ومش هتعرف تعدي سمع؟ طيب انت راجبك هم الدنيا ليه؟ مل اسمه مونير جالك واعتذرلك وكان ناقص يبوس رجلك وتزللك خلسنا بقى ومن أمتى بتصدق كلامه؟ ومنت عارف انه هو ملوش كلمة ملوش كلمة على نفسه مش ولا موجود هنعيده تاني يا إيمان؟ ما قلتلك معرفة قديمة؟ ماشي هعمل لك بس لأ عشي ايه استاني مالك نامت؟ نامت 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 مش هالحاجات دي مفهاش مينفعش ناخد فيها ريزك نامت نامت مش هعرف حاسس بزنه في الكهرباء انه مش هتوقيق طيب وليه؟ بساني كده ببصها أولا ليه دي حتى الحال ده؟ نامت تماما رجالة؟ كل احتيكوا عارف الدور اللي هيقوم بي؟ تماما جنرال وطبعا حمد هو اللي هيأمن دخول الشوحنة دي من على الحدود سليم عليها حمد اللي هيأمنها بس من يعتمدش عليه حمد جبان وخسيس ممكن يأمن لنا حاجة ويورطنا في حاجة تانية الضكية جنرال ما تقلقناش واحد يبيعومه عشان الفلوس الفلوس عمياء مستني منه ايه؟ اي غلطة هو مش عامل حسابه ممكن تطدينا كلنا في دهج بالعربي كده لا يعتمد عليه لازم نمشي ورد مهن أنا بقى يا حسان باشا بنفس سمسك في صمارة رعبته هتلاحف ايدي اللي عملو فيه كده صبروكو علي بس نخلص المصلحة بتاعتنا دي هو رؤلو بن المفهوكة ده ايه دلال؟ بالراحة يا بوب حمد ده بتاعي يخصني خلينا دلوقتي في الخط تمشي زي ما اتفاقنا مفهوم؟ مفهوم مفهوم يلا طب اسبول انت رجالة انا عايز عموهم في كده ماشي يا العلم عملت ايه؟ ده عنوان دياب وحكمة عموهم والعلو خير ان شاء الله ربنا ما يحرمني منك العلم بقى لله الله يرحمه جايتش مت فيا ود الهلالي؟ بالعكس ده انا زيك بالزبط مجرب وعارف يعنيه الواحد قلبه يتحرق على فرق ناس بيحبوه ده حزنة وماليكش دخل بيه حزنة واحد كلنا بنيادمينا ستة حكمة وبعدين الاصول اصول ده انا كنت شريك جوزك شاركت الهم والنادامة بس الحج مش عليك الحج عليهم اللي سبك تعيش وحط يده في يدك اديكي جيبتي المفيد بص بقى عمو منصور الله يرحمه طبعا ويحسني ليه واضح ان انا وانتي فيه بنا من بعد عدوة وكره لله فلله بس انا عايزك تراجع نفسك بيتهيقلي لو عارفتيني كويس مش هتكرهيني ولا هتبقى عايزة تقتريني بالعكس ده انت احتمال تحدي ما عاوزاش اعرفك وبقولها لك يا ود الهلالي نهايتك على يدي يعجبني فيكي صراحتك وثقتك من نفسك وباحترامك وعشان صراحتك دي انا اجيبلك من الاخر خلي جوزك يبعد عني بدل ما هتبحولك ومش هيلحق يا ربي اللي في بطنك والمرة الجاية حاجة لقيكي بتقري الفتحة بس بدل ما بتقريها الواحد بتقريها الاثنين ولا تقدر تمس شعرة واحدة مني اعرف ليه؟ لانك ضعيف اضعف منيه بكتير مدريتيش مش انا اتغيرت وما بقيتش اضعف منيه بكتير وبقيت قوي بفره منيه بسكتي وممكن اسحله كمان وهعدهالك حطي عقلك في راسك تعرفي خلاصك خلي دي ابي ابعد عني دلو كنت لسه بتحبيه وعايزاه وربنا يجعلها اخر الاحزان ولو اني اشك يا ما انت كريم يا رب الحمد لله الحمد لله الحمد لا انت مش فرحانة ولا ايه؟ اكيد فرحانة ان انا اجيب اخي واختي الملك مشو متبقش وحيدة بتقوليش كده ملكة عمرها مكنت وحيدة ولا هتبقى وحيدة طب انا بقى البيت انا بقى فرحية الحقيقة ان ربنا هيكرمي بعين منك بل صغير او بامتي صغيرة اللي يجيبه ربنا كله كويس الحمد لله ربنا خديك لينا احسن ما احرميش منك انا انا بقى قولي في صغيرة ملك نمت نمت يا حسن نمت؟ يا من تكرين نمت يا حسن نمت يا حسن موسيقى نزيله ايه يا محمد بيه؟ بيتشول العربية ايه؟ يا محمد تبتسعين انا فيه ايه؟ دلوقتي هتعرف بعد ما خلص وتفتيش يخلص وتفتيش؟ الحكومة دلوقتي بتفتش لعب الاطفال يا محمد بيه اهلالي؟ يا اخوة الصغير لو انت السادة دول يفتشوا عن السلاح اللي انت بيزهر ربه يا حسام يا اهلالي يا اخويا يا كبير سلاح؟ انت تجننت او ليه؟ احترم نفسك وتكلم كويس انت مواطن وانا ظابط وبيفتشوا وظن الحد لوقتي نبكلانك بكل احترام ماشي يا باشي ماشي يا سعدت الباشر قايد الجمل وقايد الجمال شفت القدب؟ مكلمك بقى ده بو مفيش حاجة فهمي يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة يا سعدت الباشر يعني قدت بقى دل اخوك كبير ودن الناس انا انا مربيك ماشي انت انا مربينا انا فهمك كويس بس احلم ملعوب يا حسام ملعوب يا حسام بس لي مش كل مرة هتسلم الجر السلام يا سعدت الباشر انا اهدى انا اهدى ما كانش ينفع اقولك ووطي صوتك اي من فوق ممكن تسمعنا اقولك ايه اقولك ايه اقولك ايه اقولك عشان تعمل لنا بصيبة ولا عشان لعل اللي معاك الخضرة دي يبان عليها انا الخبر جالي قابلها بكلام فاضي المعلومة جالي قابلها بسواني كان لازم اقاير كل الترتيبات والحمد لله الحمد لله ان احنا عرفنا انت لسان يا اخويا مين وفي قدارة ايه وبيشامشم ورايا بقاله ادي ايه وشاكي كفية جرى قال عله ما تفتح دماغك احنا كنا خلاص خلاص الحمد لله لكون ولا كان خدينا في اللي جاي ومين اللي بلغ وفي غيره الكلب من الله ما علينا ترتقى ليدانك الترتيبات كلها تغيرت التسليم بكرة وانت اللي هتروح لوحدك ومش عايز حد من رجالة يعرف لا بوب ولا عريان ولا دولار انت بس هلعله قدها ولا برقابتي يا عموة دورت بيت اخوك انفضل يا محمد بيه انفضل انفضل بيت اهم انفضل مقدار الوقت انفضل انفضل الوقت انفضل انفضل مصدل انفضل الوقت الى ازداء 也 بيتا ماذا بالفضل ربك يا محمد بيت فاكرة حسين ما احنا صغيرين كنت دائما بيتول لي اوعى تغلط يا محمد لان اللي غلط لازم حيتحاسم صح يا محمد اللي غلط لازم يتحاسم انا هقبض عليك يا حسين لان اللي غلط لازم يتحاسم مش انت اللي علمتني كده تقبض علي ايه طعا انا قد اتكلم الاول و بعدين ابدأ اقبض عليك انا مش عرفنيش اقبض في بيت زي ده جاي فلوسه من دم ناس حافظ علي كلامك ولاحظ انك بتكلم يا اخوك الكبير انا مدرك انا اقول ايه كويس انا عارف ان انت تاجر سلاح يا حسين تاني يا محمد تاني تاجر سلاح حرام عليك يا اخي حرام عليك انت بجد صليمي ما عشان تيوم وليل يا حسين تبقى عايش العيشة اللي انت عايشها دي حاجة من ثلاثة و انا منتقرش ان في حد في العلامات وراء انا مش فاهمك انا مش فاهمك يا محمد انت كمان استخسر فيه العيشة دي بعد القرف اللي انا شفته والظلم اللي انا اتظلمته مستخسرها فيه انت قلبك اسو دوا يا اخي و انا معرفش ان قلبك كده و انا معرفش ان انت كمان قلبك كده بس من ساعة ما قابلت تتجوز الست اللي انت قتلت جوزها و انا مضي تجنينة و ايه تفرصي مع ايتك انت ايه ست مين اللي انت بتكلم عنها دي يا محمد ميش حاجة ايمان انا محمد شاكتنا مين الست اللي بتتكلم عنها دي يا محمد انت بتتكلم عني انا ايوة انت يا ايمان معتازم اهاتش بسبب اموري ايوة انت بسبب اموري حسام زقوا من عالجاب الواء غصب عني الله العظيم تلاتة غصب عني احنا كنا وقفين بمكان كان منصر بقى ليه؟ ليه حرام عليه؟ ليه؟ ليه؟ انت مان اسمعيني دي يا واحدة عشان خطر ملك طب عشان خطر اللي في بطنك انت حامل عارف ماني حامل يعني بقى بينا دم في بينا عايق الجاي فتسمعيني حق عليك اني تسمعيني وقسم بالله العالية العظيمة اللي حصل ده ما كان منصور ايه ايمانا لكن تعمل ما كنتش شايفه ده مغلطار سغنة ومنصور اللحظة اللي بدرب فيها منصور معتازك يا حشتي زقيته ايه من عالجاب الغصب عني فريق كبير بين انك تموتي حد قصده وانك تموتي غصب عنك فريق كبير ان انا بقى زق من عالجاب العشان اموته واني كنت اعمل ما لما اتجاوزتك عشان اختك فحض انتي موالك عشان تبقى تحت عيني وقعت عزتك لصاحبي واخويا وضهري وقرأتوا عني كمين قرأتوا عندي ولازم تصدقيني لازم تصدقيني لازم تصدقيني انت يعتبى يؤمنني مالاش اتوصل في عناكي كان انا مش قاتل والله ما قاتل محمد مجنون محمد مغوط مخوط هتجذب والله ما ما اجذب هتجذب 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 الله يبارك فيك يا مستر ألبير بس انت عرفت منين حكاية الكمين اللي كان معمول للشوح منها انا بعرف مين اللي عامل هالعملة ومين اللي وراه ما حدا بيعمل هيك مع ألبير وبيخلص راح عاقبه أشد العقاب ما تلقش عموما انا كمان عارف مين اللي وراها احنا قدها ودود كله تحت السيطرة مثل الألبير مع السلامة هترك دايمان هترك دايمان هترك دايمان بونجور على أجمل فوكس بكمورية مصر العربية ايه الدخلة دي من اقل السجر التالة ما حدش خش علي جراء ايه يا فوكس رد الصباح الاول احنا نرغي اعرامه ايه فيه يا جنر اول بنصبح لك زي كل يوم ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل ان انتم معطلين الشغل ومعطليني فضايع وقت الله 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 فيه يا عبوهم ليه الوش دا ايه يا بشا فيه ايه فوق لها كده وقت وخد معاني ماقولك يا بوبا مش عايش رايي انا فيه اللي مكفيني وعفاريت الدنيا بتططط فوش سيبوني الواحدة مش هنسيبك يا فوكس احنا كل انا في مركب واحدة ولا انت انسيت ولا ايه اخلاص مش هنسيبوني يا سيبك انا ونسيبوكو المكتب دا بجد بقى مالا يا جماعة في ايه انا مش فاهم ايه اللي حصله من الارض على فكرة يا جماعة في حاجة ام دا او مش عايز يقول لنا بس لعلوا خير ان شاء الله الله بينا تعالوا فيه طيب الو ايو اعمال انا حسام ومن فضلك ما تأكريش السكة عايز اتكلم معك شوي مفيش كلام بيننا لا فيه في بيننا ابننا ابنك دا انا هنزله اول مقدر انتي بتقولي ايه انت فاكرني لسه عايز اخلف منك نعم تتجن انت؟ بالعاكس انا عقلت عناية فتحت ولا انتي فتحت يا موت يا ابن ايمن وانت عايزني اخلف منك انت؟ بص يا ايمن انا واقف قدامك هاو عايزة انت قمي مني انت قمي عايزة تتبحيني تولعي فيها اعمالي اللي انت عايزها لكن ابني لا ابني لا ابني لا يا ايمن ومستعد بعد ما تولدي اخده ونختفي من وشك خالص لا حتشوفيني ولا حتشوفيني مش حتنوادي يا ابن ايمن زي ما حرمت بنتي من ابوها احرمك من ابنك انت مخفية ايه؟ قلتلك ما كانش عصدي ما كانش عصدي ما كانش فتناغي غي المنصور ربطاش وبعد ما هو مش ابن الواحد قابل سمه اقلي بقيت اكرهه زي ما مكرهك حاسبي الله ونعمل وكيل فيك بص يا ايمن حقوقك وحو ابني هتوصلك وعليه مرأة تردك بس لو هزيت ابني هدايك هدايك افكر يا ابني لا لو انت مش عايزة انا محتاج له احنا فضلنا غراها امتبعينها من اول ما طلعت من باب البيت لحد الدكتورة وطبعا سبقناها احيال الدكتور واتفقنا معاه وصبطناه عشان يتلف امالها لتنزيل البيت واتفقنا معاني ايه لو جاتله في اي وقت تكلمنا فورا وكل ده حصل تحت اشرافي ولعله خير ان شاء الله والله يناور عليك يا رجالة ربنا ما يحرميش منكم المهم تلطل تحت عنيكم ما تغيبش عن نظاركو ثانيا لحد ما نشوف هنعمل ايه وصلتني اخبار عن الواد دي هاب انه خلص في البداعة مع جامعة الصينيين وانه نازل بيها في السوق بتقلو عشان يضربنا وانا لا يمكن هسكت على جدا والبداعة دي مختلفة عن البداعة بتاعتنا شبهها بس الصيني يا ريال وطبعا للصينيين عرضوا عليها اقل سعر عشان ترسل مصلحة عليهم على قوم دي طبعاتهم هم يحبوا كده يدوك اقل سعر عشان ياكلوا السوق كله بطنهم مش محتاجة كلامة عم دولار ده شيء مفروغ منه بس وعز الجلال تلاه لا تفحله ده منه حموته بالبطيء واي حد من التجار حيفكر ادخل حت السلاح منه رايح موته بيه هو وعيته وأهله كلهم من هنا هو رايح مفيش راح واللي حيرشنا بالمية حنرشه بالدم اهدى بس يا فوكس خلينا نفكر وكل حقد اوليها حلال احنا عايزين نفكر وكل حاجة عتبقى مستة والعنو خينا ان شاء الله نفيش حد يفكر غيرها العنو انا بس لا فكر عفارم عليك يا ابو نسب طربة معلم بصحيح عرفت ازاي تخلت ياب يلف حوالين نفسه بقاله ست شهور مش عارف يبيع حتة سلاح واحدة قاعد بيعاية تجنب ابداعته اللي هتصدي في المخازن وايه اللي يخليها تصدي يا باشي ان شاء الله ربنا هيكرمه ويبيعها خردة لبطاق الروبابيكيا هو اللي جابه لنفسه يا باشي يستاهي فيه حد يستجري يقع في قصاد القطر ده القطر كمان حيفرمه وزي ما قلتلك يا طائر حموته بالبطيق واحدة واحدة انت ايه اللي جرالك يا باشي ده انت زمان قلبك ده كان بفتة برده وكان كلك حنية كان الحنية خلاص بح ما عادش فيه حنية والبفتة البرده سوتتوها بواسا خيرتك يا طائر منفضل هتا بيك باشي باشيك 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 كبير راح ينقف لحظات هنا ماشي يا عصر عايز اقولك ان مشتاء جدا اللي يشوفك والله ده انا اللي مشتاء اشوفك تشوفك يا حموت بيك اهوى مظبوط يا حميب مظبوط ازاي وانت اساسا وراجل معبودك حسان باشيك اساسا وراجل معابات حاسيك باشيكiego خاير ملكش امال وممكن اعود عدة من هنا المكرة ما هو هو ما هو ما هو انا ما هو انت شهدت علي يا زور ودمرت حياتي وضيعت مستقبلي ودخلتني السجن ظلم انا قلت باللي بيميلي علي دميرك دميرك الميت دميرك القزر اللي خليك تتفق مع دياب البطاش علشان تخلصوا مني وقابلت التمن عديتها حامل بس مش باين عليك لسه زو اجباله دي برضه دياب؟ هو بنفسه لقلق واعترفي على كل حاجة يوسخ هو انت شفته؟ شفته؟ ده حبيب ده احنا بقينا شركة والبركة فيك انت السبب في الشركة دي الله 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 ده في حاجات بتحصل وانا معرفهاش طب ينفع ما تيجي ايه نخلي اللي فات مات ونبدأ صبحك دي ده حص ده حص دي لو قلتها حقصلك لسانك حقصلك لسانك خلاص؟ انا عبرك نسوي واللي فات ما ماتش واللي كسر ما تسلحش والمليان مش هصبح الفاني وعشان نفتع صفحة جديدة لازم نلقي في القليل ما هو يعني ايه؟ يعني تروح المهابة وتعترف انك شهدت في حق شهادة زور وتردولي كرامتين مستحيل مستحيل عمل كده مستحيل انت عايز توديني في ستين داهية ما هو انت كده كده رايح في داهية هتعمل كده ولا طلع السور اللي عندي سور؟ سور ايه؟ لا 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 انا في السليم وشغلي زي الفور يا سلام عليك يا عم السليم يا عم السليم يا سليم السليم انا سيتعرفك بنفسي انا البيك بوس انا الرجل الكبير انا الامشاهد اللي كان بيعزومه عليك بالله يا عم السليم هتروح؟ ولا؟ هو في كده يا لنفسك ركز معي انا ياسف طبعا احنا صور نايت مقير ما تاخد بالك وانا عارف ان الحاجات دي بداي النجوم انا اجب ان جات للحق صور الموزة زلفت معنا صدفة باستزناء الموزة بتاعت القتيل كانت حلوة يا حامد ها؟ أصلحنا اللي بعطينا على زورنا ان انا صور بقى اللي انت بتاخد فيها الرشوة من رجلتي دي مقصودة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طب ما انت خرمت بيتي ولا هو بيتك؟ أحسن من بيتي أبو سيدك أحسن بيه أنا مستعد أعملك أي حاجة بس بلاش موضوع النيابة ده أنا عندي عيال وعايزة ربيها أنا حديك مهلا حديك مهلا تودي عهلك وتحضر نفسك وتروح النيابة وتعترف والعلمك لو معملتش كده حسن لم تصور وحسجنك ومستعد أقتلك وهتم عيالك ومرتك تاخد لقب أرمرة ها؟ أعم أعم يدك ها؟ ها فاجل يوسخ أفهم أفهم حسن مره ألم مره ألم مره ألم مره ألم اياه 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 مره ألم مره ألم هلو إزايك يا حماتي؟ الحقني يا حسيم الحقني ايه خير في ايه؟ رجعت البيت مع همالك من عيد ملت صاحبتها لقيت باب الشقة مفتوح وإيمان مش موجودة طب اهدي بس ما جايز باحت تجيب حاجة وميش بباب الشقة مفتوح الموبايل بتاعة مرمي على الأرض موبايل مرمي على الأرض؟ طب في حاجة مسروقة؟ لا مفيش حاجة مسروقة طب اهدي ايه دي أنا هتصرف أدور عليها وأشوفها فين ما تلاقيش ايه دي؟ حسن باشر إلحقني يا حسن باشر ايه في ايه؟ هاني المرات يكلمتني في التليفون وقالتني إن فيه ناس هجموا على البيت وخطفوا شاهندة خطفوا شاهندة؟ إيمان تختفي وشاهندة تتخطف ده للأصول بقى قصدك ايه؟ قصد الكلب بتاعك دياب؟ طرت قودانك واسمع اللي هقولك عليه كويس قوي ويتنفزه بالحرف الواحد مفروم؟ انت هتروح لحكمة الفيلا هتتخابس وتتلائم وتتمحلس وتلف وتدور تعايد وتتمسكن وترميلها الجهاز ده في الفيلا الجهاز ده الجهاز تسلط بيشتغل بسيم كارت كارت تليفون يعني تتصل بيه تسمع أي حاجة بتحصل فهمت؟ هوام ركباش تعالى رايح فين استنى لعلو دولار انتوا هتنزلوا معي توفوا على باب الفيلا اللي داخل يتقطر واللي خارج يتقطر ووهدان ووهدان خيب مهم جدا عينكو عليه اتفقنا؟ اتفقنا جدران لعلو خير اتشان دولارا اريان بوب انتوا هتبوا معي هنا العربيات تبقى جاهزة تحسوبة لأي طوارق أي حاجة هنتحرك على طول كنتوا عارف هيعمل ايه؟ اتفروح حسنة يلا يلا بينا ابو سيدك يا ست حكمت ابو سيدك يعني اني مقفت جنبك وعرفتك الحقيقي يبقى ديهجازاتي حصل ميت الكلام دي النهار ده الصباح النهار ده الصباح النهار ده الصباح وشهين ده امراتي ديه مش وش بقى بالي قول اللي سيدياه بيسمها هي مالهاش زنب ان شاء الله يخطفناني اهدى بس يا طاهر اهدى بيش كده اهدى ازاي اهدى ازاي واني بقولك ان امراتي مخطوفة اني مش مصدق سيدياه بيعمل معاياني كده ده اني خدمتكو بعناي استهدى بالله يا طاهر هلاجول احل ان شاء الله طب اني اي 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 اعايز بقى مي لاحسناني ريقي نهشف من كدر الحزنة حار حار حضرلك الخير حضرلك الخير يا أميرة يا بنت الأمرة حضرلك الخير الميا يا ستحيت بمدقاني حمود من العطش فضل فضل تسلميه تسلميه أبو سيدك تسعديني حضر يا طهر ربنا يا جد ما فيه الخير حضرلك الخير يا أميرة يا بنت الأصلة أنا حمشة دلوقتي وهبقى أكلمك في التلفون عشان تقولي لي إيه الأخبار بالإذن يا ست الناس بالإذن فضل حصلت يا زياب خطف النسوان؟ دياب إيه اللي حبابتو دي؟ مالك شيطاك ديه ليه هي حكمت؟ شيطاك ديه؟ هي حصلت خطف النسوان كمان؟ في النخوتك يا كبير البطاطسة أه وأنت عرفتك إيه؟ طهر جهي وترجاني أدخل في الموضوع اسمعي ما تدخليش في الموضوع ديه واصل يا طاري وأنا اللي حاقده تاخد طارق من الحريم إياك حريم رجالي كبير صغير أي حد ما هعتكش حد واصل يا عجل يا دياب وقول لي أنت فين دلوق دياب دياب هلو؟ إيه يا عمام؟ لا ما تقلقش طبعا لا إحنا مستنظرين قدام الفلد أي حد هيغرر هنقطره وحكلمك على طول ماشي يا عمه صلى الله كله تمام يا بولاسك بس برضك ما عرفتش أوصل لأي حاجة عرف سمعتك ونت عندها وسمعتك وأنت بتكلمه وبعد ما أنت مشيت هي أكلم دياب وعرفت هو فيه؟ هعرف إزاي بولوخ تخيم بقولك هي أكلمت دياب يعني كنت سمعها هي بس ولا جابت سلة عنوان ولا مكان ولا زمان ولا أي حاجة هعرف من إيه؟ ولعل الدولار هناك ما كلمونيش طبعات ديبقتي ما قالوا ليش أي فاتير ربنا نجيب العوائب سلامة اه؟ اه؟ خدي نفس خدي نفس خدي نفس اعمل يا رب يا رب يا رب ايه اللحات اعمل إيه؟ احفظي اعمل اعمل إيه؟ اعمل لين تاقي اه؟ لا يا إيمان كده أنت هتروحي مني هتقولنا دكتور يا كفراء اللي بره ايه؟ نعم داولا؟ امام بدولت عيزة دكتور! ابو سقيد ايكم! هل لا انزعوا الاسبع! ابو سقيد ايكم! في ايه؟ ابو سايد! ابو سايدك عيزة دكتور بدولت! هتموت مني ابو سايد! دولت! دولت! شاوطا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ منك لله يا دي منك لله أيوه ألوه أيوه يا ستة حكمة سيدي دياب عاوزك تيجي على المزرعة اللي احنا فيها دلوق أدي أدي كيف أنا معرفش تركه اطلع من باب الفيلا هتلاقي سواق واجف بالعربية وأنا أجل إيه وأعمل إيه فيه إحلي أودان بكتفهمني فيه مرة عندنا بتولد ومش عارفين نعملوا الحقيقة بتولد؟ طب أنا اجاي الحال إيه استهلا طال حلوه اسمح حكمة تهتخرج من باب الفيلا دلوقت تقطروها خليك وراها وأنا هتكلمك وأعرف أنتو عناني طريق وحصلكم يلا على طول على طول يلا باب 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 اشتركوا في القناة 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 اسمع اشتركوا في القناة 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 يا إلهي مش عاليهي أنا سود يا إلهي أنا سود ها عملوا فيك إيه ها عموا فيك إيه هرموا في بابي ورا وراكم إلي عموا يا إمان إنتي في بيتك ومعي أنا عايشك تطمّن حبتي تطمّني أنا ليه بيحصل فيي كده لا 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 ليديا بيعتني لي وليعت المعتز أنا عملته يعت المعتز يعني إيه لا هو أهل أنه هو لات المعتز يعني أنا بريق من جنب المعتز يعني معتز ما ماتش لما وقع من عالجابل مات في المستشفى يبقى ابن الكلب اللي أعته وزي اللي أعته لابني شفت يا إمان شفت يا إمان إنك زلماني شفت إنك اللازم تصدقيني عرفت إن أنا على حق زي ما عرفت إنك تجر سريع أنت غابي أنت أمدي نفسك في الغيب واخدنا كلنا معيك ربيعني بيدي شعن صار أفضي وديني بيدي وديني بيدي مستحي دي بقى يا إمان لما تسحب يروح الشهر أنا مليش دعو بالكلام دي تقبه تختصى على عله تتشاله تتحطه تروح يمين تجو شمال أنا عايز دياب صحي بقى ميت تجيبوا لي راسه تجيبوا لي حتة منه أنا عايز دياب فاهمين ولا لأ أنتوا بصني كده ليه محد يو ده وقته يلادك يا مام أيوا يا حسام أنا عايز تجيلي بلوقتي حالا què إري يا أمي في حاجة؟ لما تيجي هتعرف يا حسام يا أمي أنا مشغول وظروفي زي الزفت فى عرضك لو فيها حاجه Drug لا يا حسام أنا عايز أجي بلوقتي حالا يا أمي مشوقت وانا عندي هذه زروف زي الزفت وربنا انعانم بحالي ما يمفعش تأجل لبكرة الموضوع المهم دا بيتهيال زروفك مش اهم من أمك لا يا ستة مش اهم حاضري أنا جاي لك حاطرة مع السلام أنا أوصل ما شاء الله نصف ساعة واجي تكونوا فكرتوا وشيغربتوا ادمغتكوا أنا عايزة أخلص من الموضوع ده فاهمين ولا لا؟ خير إيه الموضوع اللي خلاك تجيبيني على مالة وشها ما فيه يا انت مين؟ حسام ابني فين؟ جريمهم احنا هنعيدهم من تاني كل شيء تديني محاضرة حسام إيمان قدامك يا مون انت مش حسام حسام ابني أنا ربيته على الخير وحب الناس وما كانش بيستنى ثمن لحب الناس لكن انت بتكره الناس وبطيبط ثمن أزيتهم أنا ربيتك على حب ربنا والخوف منه لكن انت أكيد ما بتعرفش ربنا فين؟ فين حسام؟ فين ربنا جواك؟ فين؟ آخر حاجة كنت أتصورها انك تشتغل في تجارة السلاح ومع مين؟ مع الراجل اللي قتل مراتك وابنك جوا بطنها وقتل ابنك من إيمان للدرجات دي؟ للدرجات دي انت ضعت مننا وإحنا مش حسين؟ أديكي قلتيها أديكي قلتيها بتندني ليه؟ أنت قلتيها منتوش حسين؟ محدش شاف المر اللي أنا دواته محدش كنانتو تبا حدلة زي لو واحد فيجو شاف ربع اللي أنا شفته كان عامل قد كده فيه تمر يا ماما مش كل ناس ضعيفة زيك مش كل الناس بتطاطي للشيطان زيك لا 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 فيه ناس بتطاطي وفيه ناس ضعيفة وكل واحد مهما كان قوي جواه نقطة ضعف أول محد بيلمسها بيجي على راكب وارد ارت وإنت فيه نقطة ضعفك يا بيه؟ فيه كرامتي البساطة شديدة كرامتي اللي اتبعترت والدهست بالجزم سمعت اللي توساخت في الدخلية مستعبان اللي دعوه شغل اللي كنت بحبه وكنت حموت ميت مرة فيه خلاص واحد عايش ميت ما عندهش عمل بيستنيين منه ايه؟ وانت دلوقتي عايش فين أمالك يا أستاذ فين؟ لا من ناحية عايش في عايش الطمينة طمينة يا أمام عايش وعايش كويس قوي كمان وقوي قوي جدا هدوس على أي حد بالجزم يا خسارة يا خسارة يا حسين بعت نفسك للشيطان واسبعان يا أمام كان قدام يسكة عمل اتنين ياس تسهم للنا فيه واضرب نفسي طلق واموت منتحل وساعتها حفقة كافر مات كافر كلبه راح واتحرم من جنة ربنا في السماء واردت بجنة الشيطان وكان عندك حل تاني والله خسر كل حاجة ما انت خسرت كل حاجة؟ من ساعة ما بعتي مبادئك وقيمك خسرت كل حاجة يا خسارة يا خسارة لا بما تعد تتسعباني بقى تقول لي يا خسارة وما بعتيك وقيمك وانت الباطل وانم الباطل وباطل لي شارتك وابو الشهيد وصورة ابوك ابني 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 موسيقى بس معوا رجالي قبل ما يوصل بوبة مع حامد انا بكر ان شاء الله بسافر عشان انفز اللي التفاقنا علينا ملا بلاش يا جنرال الناس دون موزيني كفاء اللي عملو فيك وبعدين احنا معانا فلوس كتير قوي ممكن نتاجر فيها للحلال حلال؟ الحلال هل صعب صعب ومتأخر دولار الكلام اللي انت بتوضي وصدقني لسه عندنا الفرصة افتكر قناعاتك وأحلامك طب عمري أحلامي بسيطة ومحققتش ولا حلم منها وكنت دايما نقول سوق الحظ سوق الحظ لكن الحقيقة ان انا غنب انا طلقت غنب بس انا خايف عليك يا جنرال مش عايزك تروح مننا خايفش انا ده قبل ما لعب مع الاسد حسلسله بس حامد أبو قلبي جمد يا رايز اهلا نزاك يا سليم ايه حكايتك بقى العد التنازولي بدأ وفتر بقى عشر ساعة من المهلة المتحددة ولا رحت نيابة ولا اعترفت ولا احزنون ايه ايه يا دهيني ليه ناوي ناوي احسن بيه بس كنت بقى تبقى موري انت عرف الموضوع ده فيه سجن بكرا ان شاء الله هطلع على النيابة والموم على كل حاجة باش عم حامد واحنا هنستنوا غير بكرا بس الصور هتفضل معانا واذا فكرت ما تطلعش على النيابة بكرا وتلعب بديلك الصور دي بقى هتروح لمراتك وعيالك وقسرتك الكريمة كده ويعملوا عليك حفلة وبرضو هتخش السجن بكرا هطلع على النيابة وقولهم على كل حاجة ايوه اطلع على النيابة احسن ما يطلعوا عليك القرافة ولعله خير ان شاء الله ان شاء الله السلام يا حامد وصل البقش يا باب ألف مبروك يا حسن سعدتك عرفت انت لسه الخبر جيلي حالا ان حامد غير شهادته وكنت هكلمك عشان اهنيك واقولك ان احنا معاك وفي ظهرك دلوقتي بقيتوا معايا وفي ظهر يا فندم طب سؤال معلش يا كنتوا فين لما حصل اللي حصل يا فندم انت خليتوا بيا خليتوا بيا وضيعتوا لي وما حدش فيه كوية في جنب عشان ناس بتبرأتي بدي سعدك ازاي حسن احنا جاها تنفيذية مش جاها التحقيق وبعدين كان فيه شهود ضدك في القضية ايوة كان فيه شهود ضدك والقانون لازم ياخد مجراه حتى لو القانون ده مش هحقق العدل حتى لو حيزلم واحد بريق زي يا فندم ويترمي في السجن ثلاث سنين ثلاث سنين يا رفعت بيه القانون بيحكم بالادلة والشهود وانت كان موقفك ضعيف في القضية لكن بعد حامد ما غير شهادته بقى فيه امل امل كبير انك ترفع قضية رد اعتبار وتسترد كرامتك ونرجعك شغلك وتاخد المكان اللي تستحقق ياه ساعتك لسا فاكنا ماشى بتأخر كلام ده فات اواني انا جيت لساعتك بس عشان اثبتلك ان انا كنت صح وانتو كنت غلط بس انا اعمل ايه الاسف احنا في زمن عشان تثبت فيه صح لازم رجلك تجي في الارض تقصد ايه حامد يا فانتو حامد اللي حضرتك بتقولي ان ضميره صحي فجأة وخلاه يغير شهادته مصحيش من نفسه يا باشا ولكن ضابط منبع عشان ضميره يزحي اما ليه انا يا فانتو دورت وراه ومسكت عليه حاجات توديه في ستين الف لاهية وخيرته يا اما يروح يغير شهادته ويقوله انه شاهد في حق يزور ويخش السجن يا اما فضحته تبقى بجلاجل ويتخير ابنيته ودمراته وولاده وبرضه هيخش السجن بس مش عشان الشهادة الزور عشان الرشوة ايوه رشوة سعدتك المرتاش الحقيقة فاندم هو حامد مش انا لكن هنعمل ايه بالأسف اليومين دول بتاع الحرمية الشطار الي عرفوا يعملوا اللي هم عايزين ويأمنوا نفسهم ويستفوا وراءهم وما يسيبوش وراهم اصل والقانون ما يخدش معاهم لا حق ولا باطل انا بل زي حالات يا فاندم اللي عايشين بقلبهم سهل او تفصل لهم البدل على مأسهم بالصمتة ويروحوا شردت معي كنت فاكرك هتفرح بالخبر ده وشغلك وحشك وحترجع واتطلع طاقتك التاقة هتطلع هتطلع يا فاندم ما تيليش عليها لو مطلعتش في الخير تطلع في الشر لو مطلعتش في الينين ما تطلعش منه انا عارف ان انت مريت بظروف صعبة لكن ده ما يخلكش تفقد ثقتك في نفسك وايمانك بربنا ربنا ربنا سامحنا ويغفردنا جميعنا فاندم ويسامحكم ويسامحكم سلام عليكم انا جاي ببلغ حضرتك اني نويت اخلص من دياب وحطي ايدي على السوق كله فايزان الطمع شو؟ فضيلة ما سمعت الطمع فضيلة يا بروف ببتعرف انك انت معجر فيك كتير بيظهر اني بلشت حبك ده شرف ليه؟ ايه هيدا الحاكم حلو او بلك لا الحاكم؟ واضح انك مخطط وراسم كل شيء الفترة الجاية نحتاج ان الواحد يخطط بعناها يا مستر ألبير فترة حساسة لازم عشان نكوش على السوق كله لو عايزيه شو المطلوب يا حسام؟ نزود كميات السلاح الخفيفة مثلا؟ كلاشنكوف سبعة اتنين وستين سنايبر تلتمية وثمانية بمب اكشن التوركي بالزات عشان بحيز عاوز اسرائيلي شوية طبقانجات تسعة ملي بقى سي زد على جلوك تفاهم؟ حصل؟ وشو رأيك شوية قنابل وزخيرة زيادة معهم؟ زيادة الخير خيرين مش هقول لا بس يا ترى حضاراتكو حملة كلميات دي من السلاح طاقتكو تسمح؟ شوف يا حسام؟ نحن طجار أسلحة بالجملة يعني منشتري بالجملة ومنبيع بالجملة مش فيت حين كيكين لمنبيع بالمفرق يا السلام أحب الاحتراف في الشغل نعيما يا عمر الله ينم عليك يا حبيبتي يلا أنا كمان بدأت حمام حسام حبيبي؟ شوف اللي عشان عندنا الروم سيرفيس وطلبنا دانا يا رحلو؟ عناية هلو؟ روم سيرفيس بليز؟ من فضلك يا ميستر ألبير الحفلة مش هتبقى حفلة غير بوجودك تشريفك ده على رأسنا ممكن نسألك سؤال قبل ما جيوبك ايه أو لا؟ تحت عمرك؟ حفلة بهالنوعية اللي انت ناوي تعمله بهالفخامي مش ممكن تفتح عيون المياس اللي ما بيحبوك عليك مش عيب تسأل سؤال زي ده وإحنا تلمزاتها كمصر الحفلة دي كموفلاج كفر واحد على باب الله واخد توكيل جديد بتاع كويرش ومنزله مصر عازم صحابه وحبايبه والعمل ابتوه عشان يحتفلوا وتبسطوا سوا في عيدي الله ممكن تعيدها تاني كوش ديه؟ عايز مردتين؟ ificación وداحه.. فونلم مع مهما كان صغير يا دي دي يا دي؟ طيب حاضر يا سيدي حكون بالموعد�� لا. كده انا مش عارف اقولك بصراحة يعني اح ترفع رأسنا طبعا انت مش محتاج عزون مدينة لحفلة حفلتك؟ اكيد لا حبد الله على السلام يا بوس والله سلامة لعلوا وطمنوني هالأخبار رجاله كله تمام يا فوكس الانفتيشنز اتبعت وصلت لكل البزنس مين اللي انت ادتنا عليهم محلو الجلام والصحافة والنيديا والجو اللي انت فاهمه ده فوكس اونلاين احنا رجالتك انت مش رجالتي انت اخوية العلم انا عايز مصر كلها تاخد خبر بموضوع توكيل الكهويتش ده عشان ده كمفلاج والتمويق اللي هندالي تحتيش وجودنا الاصلي انت اللي اصلي يا اصلي اكسلانس احنا ماشيين تبع تعليماتك خطوة بخطوة الواحدة؟ معها حكمة وابنهم صغير ومساعة ما خلفت ما بتسيبش ابنها لحظة واحدة ابنهم صغير احنا مادة دولار السلسلة دي انت ايه بقى ايه؟ ايه بقى ايه؟ ايه بقى حسن بيلحق في ايه؟ في ناس برا من الضرائب والتأمينات عايزين انطلوا على أولئة وسجلات الشركة ومش عارف عمي معهم ايه؟ ملادي النيلة احنا ابتدأنا ده احنا ناس ابنول ياهادي ايه؟ ايه مالك الالا اليوم اتبطر ايه؟ احنا سلام ووراقنا سليم ما عندناش مشاكل في ايه؟ اريان سي سينيور انت اللي هتطلع عن الناس دي وتتعامل معهم بمنتهى الهدوء واللطفة وتكيسهم وتكيس تام وانت ما يبنش عليك الالا دفامة ولا لأ؟ حاضر يلا تفضل بكل الحب على فكرة حسن بيل ايه؟ انا حسس ان في حد طالع علينا الناس دي انت يا بوبا ختامن عطال فلساني بس احنا عدقنا كتير طيب كبرين الموضوع ليه يا اخواني الناس موظفين وبيعملوا شغلوين مفيش مشاكل ميش؟ ولعلو خير ان شاء الله سمي بالله باشا والفيلم من النوس عين ام اوه الله ينور الله ينور رجالة كده باشا احنا عملنا اللي علينا مش فضل غينينا اتساوم دياب على النوس عين اوه امه ده عشان يعرف ان الله حقق كده ويتقى ربنا وبالمره اللي امت عبينه عن ناس عارف اش درار اللي كنت معنا وشبت موظر امه احنا بناخد منها ابنها بالعافية كان قلبك يا توجه قوي ياكش داول عيه او جوزة مش كفاية حرام وقلب الباشا على ابنه يا اخي حرام عليك حرام عليك دعاية صغير ليه شيء زنب اهل حرام حرمت عليك عيشتك العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا ولعله خير ان شاء الله يا باشا طبعا عايز عد لوحدي انتو طرش عايز عد لوحدي تعبان صغير تعبان صغير من ناس لتعبان كبير تعبان صغير من ناس لتعبان هينعم ملكش زنب في اللابوك وامك عملوه بس زي ما قال لي عله العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا حترك مضطرة ترك عشان اقضي على ناس لتبطاتشا هينعم يقولوا التعبين الصغيرة ما بتعزيش بس مين عارف مكرة تكبر ما تيبها تعبان كبير زي ابوك وناس عيتك تبقى القبر مضطرة مضطرة قتلك زي ما يترجني ومن قبلها قتل وسن ما اللي فبطرها موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اللي تولد عشان يموت البقية في حياتك حسان لكن البقية دي لازم تكون مختلفة انا متأكد من كده مهما كان الغلط هتصلحه حتى لو قلت لساعدتك ان حسام الهلالي ابنك المتلميزك وظابط الشرطة هو تجري السلاح الكبير اللي مدواك وبيتطوروا عليه ايه زي ما ساعدتك سمعت انا الكبير كان لازم اطلع الطاقة يا فندم في حاجة بحبها مش ساعدتك اللي معلمنا كده ومعرفتش هطلعها في الخير معاكم فاطلع طاقة عليكم استحيل ايه الحقيقة يا فندم وده اعتراف مني والاول مرة اقوله ومش عارف قلته ازاي ولو ساعدتك سألتني كمان ثانية من دلوقتي حاول ما قلتش وهالحلي فارفعت بي انا ما سمعتش حاجة يعني تعني جاتلك الفرصة عشان تصلح على خلط من يوم مع تلت منصور اللي غاية دلوقتي مش فاق بفادي الموردين اللي برا مصر يا باشا بقول لساعدتك انا الشيطاني الكبير والموردين اللي برا مصر اللي ساعدتك عايزهم دول صبياني زي الخاتم في صباعي اجيبهم بتليفون ساعدتك ماينفعشها باشا لا حينفعا انت لازم تغلب الشيطان اللي جواك وتغلب الشراطين اللي حواليك وتعمل الصحة موسيقى 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 وكياني بتعلق باخر طوق مجامع الموجود ماينفعش واتفقت ان انا اتعاون معهم عشان نوقع موردين السلاحة اللي برا مصر واعدني اللي ورفعت ان اعتبرني شاهد مالك في العضية واكتشفت اني مش عاب اننا نغلط إنما العيب إننا نستمر في الغلط الإنسان القوي يا ماما هو اللي بيحط الخطوط الحامرة لنفسه ما بيستناش حد يعلم عليها تلاقي كلامك صح يا ماما البطل الحقيقي هو اللي يقوم مهما وقع عشان يكسب معرضته الأخيرة بعدها يا سفرتي عشان أقابل قلبي المؤرد اللي بر مصر والحمد لله قدرت أسجله اعتراف بالصوت والصورة عشان يبقى عندنا دليل إدانة مش دكان جيه من بيع بالهطة ما كانش مقص غير نجيب لستة بأسماء كل المتعاملين في الموضوع ده بر مصر وجوه مصر ودي قدرت أجيبها من ديدي بطريقة مش هادل أولوكو عليها يمكن أن تاخد بالك منع يا محمد نعيبا يا أمر اللي لما عليك يا حبيبتي يلا أنا كمان بدأت حبيبا حسامو حبيبي شوف لنا شو عندنا روم سيرفس وطلب لنا دانار حبيبا عنايب هلو روم سيرفس بيز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكل الأدلة اللي أنا جمعتها وصلت إلى الإدارة محمد عارف عن طريقه مصطفى 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 الأسمر اللي عندك في الإدارة في الدور التانية هو دا كان المنادي اللي وقف عندي تحت الشركة يبسح العربيات وعملت الحفلة وأعزمت كل الموردين من برا البلد وجوه البلد قول بقى انت عارف يا محمد بيه أبضنا عليهم وأبضنا على دياب أو بمعنى صح أبضتوا عليهم وأبضتوا على دياب وانت خدت طلقة وعلى حسب ما سمعت من الخدت عليها محترم يا بطل وانت ليه مقلت ليش كل دا يا حسين؟ كانش ينفع يا محمد قلت أفقدك تركيزك قلت أبقى بأزيك وبأزي نفسي دا متابل شغلانة وفعل؟ ياه انت واجعت قلبي يا حسين قلت أزيك قلت أزيك ياكت أزيك لا، لا، لا اتواج بينا فداية يقوليك بنتها على الشخصية زهومت لا، أنا باش يا مواطن عادي مواطن عادي يا محمد بي ولا عايشت شوف بطلتي كمانة أو الريالة بس هتفضل طول عمرك في نظري كبير هو كبير قوي عسلم مش تقولي الحمد لله عسلمة ياه الحمد لله عسلمة حبيبي ابن بطنك رجع ابن الشهيد رجع ومش نازه الرضاك يعلمه قلبي وربي ردينا عليك حبيبي وراك رجالة ولا موركيش وحشتني حسين ايو عن جد صدقتك معه لما انا صدق لازم كل الناس تسدق على العموم البضاعة الجديدة جاهزة سلام 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 كل ما الواحد ايه في الباب الشيطان يفتح له ألف باب شوري علي اعمل ايه انا الحمد لله انا الحمد لله كرمت رجعت لين تاني وكل عارف ان كنت مظلوم بس حيران مش عارف اروح ان يتجاه شمال والله مين يا سلام ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم ازايك يا باب ازايك يا روح للباب اهلا اهلا بالوحش بطع فن لايك انا رسام انت لو مش عايز ان احنا نرجع لبعضه انا عارف ان انت كنت مفيد طب لو عايز نرجع مجروع لا ينتبه احشتينا انت ارزاها من ما انت لا يستمع انا سنطق الله احسابه 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 موسيقى لو ع الشمال وسواس على اليمين النجاة ربك سادرها ع الناس عادل ولا ما بالله لو عمري خط متقاس محسوب على العدام لو ع الشمال وسواس على اليمين النجاة